يعتبر الجزء كبير من ثقل الطب بالباطنية والباطنية تبلش بطب الكوفة من سنة ثانية لذا أعتقد استشأرت أهمية السنة الثانية سؤالي فأنا المرحلة الثانية في جميع الأحوال ستلاحظون وجود كتابة في جانب وقت الفيديو فمن خلال النقر على هذه الكتابة ستستطيعون أن تتصفحوا بسهولة مواضيع الفيديو لذا ستتمكنون من حضور فقط الموضوع الذي يهمكم من هذا الفيديو دون الحاجة إلى متابعة الفيديو بالكامل وياكم دكتور عبد الرحمن طالب طب مرحلة خامسة بطب الكوفة واليوم إن شاء الله سنسولف عن المرحلة الثانية لطب الكوفة وأول شي رح نتآمل بياه هو عبارة عن شنو مواضيع هذا الفيديو بهذا الفيديو رح نسولف عن مواد المرحلة الثانية بشكل عام ونسولف عن مواد الفصل الأول بشكل تفصيلي ومواد الفصل الثاني أيضا أكيد بشكل تفصيلي ورح نسوي مقارنة بسيطة ما بين المرحلة الأولى والمرحلة الثانية ورح نتعرف على شنو علاقة المرحلة الثانية بالمرحلة الرابعة ورح نتعرف على الطريقة الصحيحة من وجهة نظري لدراسة المرحلة الثانية ورح نشوف شنو تمثل المرحلة الثانية من سلسلة مراحل طب الكوفة رح نتعرف على المصادر المهمة أكيد لكل مادة ورح نتعرف على امتحانات المرحلة الثانية وأكيد لازم نسالف على تنظيم الوقت ورح نسالف شوية بخصوص الدورات والأكاديميات اللي أعتقد هو قاعد تنفتح بالفترة الأخيرة ورح نسالف على الدراسة اليومية وممكن ندرس دراسة يومية بدون تراكمات ولا لا ورح نسالف على أهمية المصدر وش وقت لازم ندرس المصدر ورح نسالف على الـ Small Group Discussion الـ SGD بما يخص المرحلة الثانية ورح نسالف شوية عن مختبر التشريح باعتبار أن المرحلة الثانية أغلبها من الأساس تشريح رح تأخذون تقريبا أغلب التشريح بالمرحلة الثانية فلازم نسالف على مختبر التشريح ورح نشوف شون نتعامل مع التشتت شون نتعامل مع النسيان ورح يكون أكو كلام موجه للطلبة المعيدين إن شاء الله هذا الكلام ينفع ويخفف ولو شوية تابع الفيديو أول شي خليد أخذ نظرة عامة على المواد بالمرحلة الثانية مثل ما تعرفون أنه إحنا نقسم المرحلة الدراسية كل مرحلة دراسية بالـ Phase 1 باعتبار أنه المرحلة الثانية بالـ Phase 1 اللي هو أول ثلاث سنوات بكلية الطب الكوفر فنقسم كل مرحلة دراسية إلى سمسترين S1 و S2 بس بالحقيقة أحنا أساساً نقسم الفيز 1 إلى 6 سمسترات S1, S2, S3, S4, S5, S6 المرحلة الثانية رح تكون ببساطة هي عبارة عن S3 والS4 أما ليش نقسم من هيتشي S1, S2, S3, S4, S5, S6 لأنه إحنا نظام سمسترات الفترة الزمنية الدراسية بالنسبة لنا هي سمستر مو سنة إن شاء الله من رح تنتقلوا للمرحلة الرابعة والخمسة والسادسة رح تصير نظام بلوكات هي سنة بس مقسمة إلى بلوكات وإن شاء الله من تروحوا للمرحلة الرابعة تعرفون شوني يعني بلوكات وأول شي رح يكون عندنا الـ S3 وأول مادة رح نأخذها بالـ S3 هي عبارة عن المود المود اللي هي عبارة عن الميكانزم أوف ديزيز وبصراحة يعني أقترح أن هاي المودة لازم تتسمى Introduction to Pathology يعني شنو؟ يعني مقدمة عن علم الأبراز لأنه هذا أعتقد يعبر عنها أكثر أكثر من المود أو الميكانزم أوف ديزيز وعدنا الـ CVS اللي هو الكارديوفسكيلر سيستم القلب والأوعية الدموية وأكيد رح تأخذونا الـ MSK اللي هو المسكيلوسكيلاتر سيستم اللي هو ببساطة عبارة عن العضلات والعظام والشرامين والأعصاب وكل هاي الأمور الموجودة بالأبر واللور لم وأيضا بالباك لم يجب أن تأخذوها وعدكم مادة الـ MR اللي هي ببساطة الممبرين أند ريسابتر الممبرين أند ريسابتر ببساطة هاي المادة يعني ما أعرف التسميات يعني مو كلش دقيقة على فكرة لأن بها المادة رح تتعرفون أول شي على الفيزيولوجي ورح تتعرفون على الفارما بشكل عام فارماكولوجي اللي هو العلم الأدوية يعني رح تأخذون مقدمة عن الفارماكولوجي ورح تتعرفون على هو الممبرين أكيد رح تتعرفون عليها بس هي كل هاي المواضيع تدور حول الممبرين وحول الرسابتر بس يعني أعتقد أنه لو يسموها روداكشن تو فيزيولوجي هونت فارماكولوجي رح يكون أفضل ورح تأخذون مادة الـ CVS اللي هي Clinical Problem Solving وأعتقد أنه أنتوا أساسا تعرفون شنا هاي المادة لأنه أنتوا ما أخذيها بالسمسترق الثاني وآخر مادة رح تكون أتكم هي Clinical Skills Foundation Course أو موديول CSFM اللي هي ببساطة عبارة عن مادة العملي اللي موجودة بالسمستر الثالث وهسا ننتقل للسمستر الرابع بالسمستر الرابع رح تكون الأمور موجهة سيستيماتيك أكثر يعني رح تأخذون الـ GIT اللي هو عبارة عن الجهاز الهضمي ورح تأخذون الـ Urinary اللي هو الجهاز البولي رح تأخذون الـ Respiratory اللي هو الجهاز التنفسي رح تأخذون Psychology ورح ترجعون من جديد تأخذون CSFM بما يخص يعني الـ GIT والـ Urinary و الـ Respiratory رح نسوي مقارنة بسيطة وسريعة ما بين المرحلة الأولى والمرحلة الثانية أول فقرة أنه المرحلة الأولى تختلف عن المرحلة الثانية بكون أنه المرحلة الثانية موجهة عملي أكثر يعني بشكل فعلي إن شاء الله بعديا من داوم بالمرحلة الرابعة والخامسة والسادسة اللي رح تتذكر من المرحلة الأولى هو بس الميتابوليزم لأنه الميتابوليزم فقط اللي كان بشكل فعلي clinical oriented اللي هو موجه يعني بطريقة عملية المرحلة الثانية لا كلها رح تحتاجها المرحلة الثانية بالكامل تقريبا مع عدد سايكولوجي موجهة بطريقة عملية بحيث أنه أنت رح تستخدمها رح تستخدم المعلومات الموجودة بالـ CVS رح تستخدم المعلومات الموجودة بالـ GIT رح تستخدم المعلومات الموجودة بالـ Urinary و رح تحتاجها و رح تسمعها هواي من الأطباء أنتو أخدتو أنتو أخدتو أنتو أخدتو يعني بعد ما رح تنرجع تنعاد عليك هاي المعلومات لذا فمادة المرحلة الثانية هي أساس الباطنية مثل ما قلت بداية الفيديو و رح تحتاجوها كلش الفقرة الثانية تقول أنه المرحلة الأولى أقرب لكونها كلية علوم منها إلى كلية طب مع عدد الميتابوليزم الميتابوليزم جدا مهم و كان موجه بطريقة عملية إلى حد كبير و بصراحة اللي ما قرأ بالهاندبوك اللي هو كتاب الميتابوليزم وقتها يعني خسر هواية لأنه المادة مشروحة بطريقة جدا لطيفة بالهاندبوك و الهاندبوك موجهها بشكل فعلي بطريقة عملية و رح تحتاجها ان شاء الله الميتابوليزم رح تحتاجها بالدايبيتس رح تحتاجها حتى بالسانة الثانية شوية رح تحتاجها بس تأثيرها الأساسي بالمرحلة الرابعة رح تحتاج الميتابوليزم بالمرحلة الرابعة فباختصار المرحلة الأولى مو مهمة ومو مفيدة مع عدى الميتابوليزم أما المرحلة الثانية فكلها بالكامل مهمة فالمرحلة الثانية مهمة جدا 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 أساس الباطنية بالمرحلة الثانية والباطنية في شيء جدا مهم بالطب يعني ثقل الطب موجود بالباطنية اللي يكون جيد بالباطنية باقي مجالات الطب رح يكون أكيد جيد فالسؤال هنا إذا عندك تراكمات من المرحلة الأولى شو تسوي؟ باختصار إذا ما قرر الميتابوليزم فحاول تلاقي وقت حتى تقرر الميتابوليزم إذا قرر الميتابوليزم وما قرر شيء ثاني بالمرحلة الأولى فعدي أتفكر أصلا بالتراكمات الموجودة بالمرحلة الأولى أول مادة رح نتعرف عليها بالسمستر الثالث هي عبارة عن المود أما شنو المود فببساطة المود هو عبارة عن الميكانزم أوف ديزيز يعني رح ندرس شون يصير المرض الميكانيكية اللي من خلالها يصير المرض ومثل ما اقترحت عليكم أنه سموا هاي المادة يعني أعتقد أنه هذا الاسم يعبر عنها أكثر فإن شاء الله بالمستقبل إذا التقيت مع أشخاص من غير كليات طيب ومن غير نظام وجوز حتى من نفس النظام نظام الموديول بس من غير كليات فأعرف عن هاي المادة باعتبارها Introduction to Pathology لا تعرف عنها باعتبارها Mechanism of Disease أو Maud لأن هاي المادة تعتبر نقطة الانطلاق بالPathology نقطة الصفر نقطة الانطلاق بالPathology رح تكون من خلال هاي المادة وإحنا كأطباء المستقبل فالشيء الأساسي عندنا يعني أكيد أنه ندرس المرض فأنت تدرس الأناتومي وتدرس الهيستولوجي وتدرس الفيزيولوجي وتدرس جوز البيو كامستري وتدرس الامبريولوجي هذا كله حتى يأهلك إنه تدرس البيو كامستري نعم ذني المواد الخمسة مهمة كلش أساس الفيز ون أساس أول ثلاث سنوات بكلية الطب أساس البيو كامستري بس ذني كلها حتى تتأهل تدرس البيو كامستري ذني ما لهم قيمة إذا ما عرفت تدرس البيو كامستري أو إذا ما درست البيو كامستري فذني ما يكون لهم قيمة فالبيو كامستري شيء جدا مهم وهي نقطة الصفر بالPathology شون ندرس هاي المادة بالحقيقة دراسة هاي المادة ما تختلف كثيرا عن دراسة أي مادة ثانية بس بشكل عام يعني رح أسوله عن شون ندرس هاي المادة بقى شوية لما نتعرف على شنو مواضيع هاي المادة يعني شون الأشياء اللي رح ندرسها بهاي المادة ال-ILOs ال-objectives بس مواضيع هاي المادة رح أتعرف عليها بقى شوية ورح أشرح على هاي الفقرة أكثر بس اللي رح أقوله الآن الشي رح ينفعك بدراسة أي مادة دائماً من تاخذ أي مادة فاعرف أنه بهاي المادة أكو شيئين أكو شيء أساسي لازم أن تعرفها حسة ما ينفع أنه أن تعرفها حسة لأن هذا الشيء الأساسي ما رح يرجع هنا عاد عليك أبداً رح يرجعون يعيدون الموضوع مثلاً مرض معين رح يرجع ينعاد عليك هذا المرض المعين بس أنت بهاي المادة رح تدرس شيء أساسي أن هذا المرض ما رح يرجعين عاد بس بنفس الوقت انت رح تدرس شيء اضافي بهاي المادة عنفد مرض معين هذا الشيء الاضافي رح يرجعين عاد وينضاف عليه بس انت حتى تخرج من هاي المادة ومن هاي السنة يعني خلوا نقول انه انت ربحان ناجح مأدي اللي عليك مأدي الدور اللي عليك بهاي المادة فلازم تأخذ هذا الشيء لأساسي وتتأكد بشكل فعلي انه انت اخذته هذا الكلام ينطبق مو بس على المواد لا ينطبق على كل المواد لأن مثلا عدنا شيء اسمه الاثيروسيكلوروسيز او الاثيروما يعني رح تتعرفون علي ان شاء الله من خلال هاي المادة فهذا الاثيروسيكلوروسيز اخذنا بهاي المادة ورجعنا عاد علينا بصراحة حتى بنفس السنة هي بالسي في اس رجعنا عاد علينا ورجعنا عاد علينا بالسنة الثالثة ورجعنا عاد علينا بالسنة الرابعة والسنة بالسنة الخامسة ما ادري اذا رح ترجعنا عاد او لا بس قطعا يعني يمرون علي قطعا انه ناخذ مصطلح الاثيروسيكلوروسيز يعني شيء نمشي عليه مرور الكرام ما حد رح يرجع يفسر انه شنو معنات اثيروسيكلوروسيز شنو رسك فارترز ما لتاو شنو تفاصيل ما حد رح يفسره بس احنا عارفين مسبقا شنو هو الاثيروسيكلوروسيز ومحتمل يرجع ينعاد بالمرحلة السادسة فالقصد انه انت تاخذ فد معلومة معينة رح ترجع تنعاد عليك كل سنة بس من رح يرجع ينذكر هذا المرض او هذا الشيء المعين ما رح يرجع ينذكر بالتفصيل الممل لا وانما رح يرجع ينذكر بصيغة معينة تختلف عما هسه انت رح تاخذه انت هسه رح تاخذ شيء اساسي رح يرجع احنا ذلك ايه الفكرة الاساسية اللي لازم تخليها ببالك فالقصد من كل هذا الكلام لازم انت تطلع من المرحلة الثانية وانت ما اخذ الشيء الاساسي لكل مادة وبما فيهن المادة شنو اهمية هاي المادة مستقبلا مثل ما قلت انه هاي المادة هي عبارة عن اساس الامراض يعني ان شاء الله خلال هاي المادة باخر يعني ايام هذه المادة رح تتعرفون على النيوبليجيا النيوبليجيا ببساطة هي عبارة عن اساس التومر التومر هو الورم يعني الكانسر والاخره السرطان اكي فبهاي المادة رح تتعرفون على اساس مراض السرطان شون يتكون ليش يتكون اه تفاصيل كثيرة بعديا رح تدرس بكل system رح تدرس شنو الورم اللي بيصير بكل system يعني من تجي ل لازم تمر علي الاورام بس كل مرة تمر علي الاورام ما حد رح يرجى بعد يفسر لك شنو معناة ليوما يوما أوكي ما حد رح يرجى يفسر لك شنو معناة كارسينوما هاي المصطلحات بعد ما حد رح يرجع يفسرها ما حد رح يرجع يذكرها إلك مثل ما انذكرت بهاي المادة فبهاي المادة رح تاخذ المصطلحات الأساسية حتى تفهم علم الأمراض بالمستقبل علم الأمراض اللي رح تبقى تتعامل ويا لآخر يوم بحياتك الطبية فهس نسالف عن شنو مواضيع هاي المادة مثل ما تلاحظون عدنا أول session لهاي المادة رح تاخذون cell injury and cell death يعني شنو الخلية رح تتأذى رح يصير بها جرح رح تنجرح رح يصير بها damage رح تتأذى وممكن تموت فرح تتعرفون على كل التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع شنو هي الأشياء اللي يعني رح تأذي الخلية أكيد الخلية أكفد أشياء معينة تأذيها مو كل شيء يأذيها يعني مثلا الخلية تتأثر بالبرد وبالحر وإذا نخفض الأكسجين شنو إذا نخفض الأكسجين شيصير بالخلية هاي الأمور رح تتعرفون عليها بهذا السession ورح تتعرفون أيضا على شون تموت الخلية أصلا أكو طرقتين لموت الخلية نكروسس والأفبتوسوس شنو الفرق ما بيناتهن ويعني ليش هاي تصير وليش هاي تصير وليش كل مرة هاي تصير وهاي ما تصير هاي تصير هاي كلها لازم تغفوها شنو الحالات اللي يصير بيها أببتوسوس وشنو الحالات اللي يصير بيها نكروسوس فهاي الأمور رح تتعرفون عليها إن شاء الله بالتفصيل بهاي السession فأنت حتى تتأكد أنه أنت درست هاي المادة بطريقة صحيحة فلازم هاي التفاصيل تكون أنت أعرفها يعني ما يحتاج تعرف مثلا الأمراض الكثيرة المتعلقة مثلا بالأفبتوسوس وبالنكروسوس لا يحتاج تعرف الشي الأساسي يعني من واحد يجي يسولف بهذا الموضوع ويعني بموضوع مثلا النكروسوس أو الأفبتوسوس أنت يكون عندك فكرة مسبقة متكون بمخك بالتفاصيل معينة ولو تكون تفاصيل عامة بس متكونة عندك لأنه بعدها رح ترجع تناد عليك بعض المواضيع بس مو بنفس الطريقة مثلا ما قلت الشي الأساسي ما رح يرجعي نعاد بس الشي الإضافي رح يرجعي نعاد وينضاف عليه رح تأخذون الأكيوت انفلاميشن والكورونيك انفلاميشن هنا نقطة مهمة الاكيوت انفلاميشن والكورونيك انفلاميشن يكون لها واب واحدة من عندهن هي الانفكشن يعني التهاب بكتيري معين فأدى إلى أما اكيوت انفلاميشن يا أما اه كورونيك انفلاميشن ليش أحيانا يصير كورونيك وليش أحيانا يصير اكيوت وشنو مميزات الأكيوت وشنو مميزات الكرونيك وإلى آخره الفكرة الأساسية أنا أريد يكون عندك مقياس أنه أنت فهمت الشيء الأساسي من هاي المادة اللي أنت قاعد تأخذها هذا المقياس بأنه أنت يكون عندك فكرة بحيث تقدر تناقش بيها مو مهم أنه تعرف مثلا كل الأمراض اللي تسوي أكيوت انفلاميشن وكل الأمراض اللي تسوي كرونيك انفلاميشن هذا مو شغلك هسه شغلك هسه تعرف أنه شنو مميزات الأكيوت انفلاميشن وشنو مميزات الكرونيك انفلاميشن الشون أقدر أحكم على هذا الانفلاميشن أنه هو أكيوت ولا كرونيك وإذا كان أكيوت بشكل عام فكرة عامة شن اللي رح يصير بالجسم وشن لازم أتصرف وإذا كان كرونيك أيضا شن لازم أتصرف شغل مدة الأكيوت يعني شن أحكم عليه أكيوت فأكو مدة معينة وشن أحكم علي كرونيك فهم أكو مدة معينة فهذا الشي الأساسي هذا لازم يكون مقياسك فمثلا إن شاء الله بالمستقبل رح تأخذ مادة الانفكشن اند اميونيتي بالسمستر الخامس بالسفايف بالسنة الثالثة أول سمستر بالسنة الثالثة رح تحتاج هاي المادة رح تحتاج أنه تكون عارف شنو معنات اكيوت انفلاميشن وشنو معنات رح تحتاج تعرف شنو هي الخطوات اللي من خلالها الجسم يسوي اكيوت انفلاميشن وشنو هي الخطوات اللي من خلالها يسوي الجسم شنو هي الخلايا اللي يتسوي اكيوت انفلاميشن وشنو هي الخلايا اللي يتسوي الكرونيك انفلاميشن فمثلا يجي عليك مرض معين مثلا أي مرض ما رح تذكر مرض هسا بس أي مرض معين رح يمر عليك فرح يقول لك هذا المرض يسوي أو هذا الانفكشن يسوي acute inflammation ما رح يرجع يعيد لك شنو معنات acute inflammation وشون يصير وتفاصيل هذا ما رح يرجع ينعاد عليك بس اللي رح يرجع ينعاد عليك هو ممكن أن تكون أخذت هذا المرض مسبقا كمثال يعني أخذت فكرة أنه سريعة بالS3 حاليا يعني فهذا الشيء الإضافي رح يرجع ينعاد عليك بالS5 وربما يعني تنأخذ تفاصيل كثيرة عنا بس أبدا ما رح يرجع يعيد لك الشيء الأساسي اللي أخذته بالS3 يعني دائما رح يضيف ويعيد الشيء الإضافي ويضيف عليه بعد وممكن تروح مثلا بعد وين مثلا يعني توصل لمرحلة الرابعة مثلا تأخذ مثلا مثلا الH pylori الH pylori هي عبارة عن Infection نانا السؤال هي Acute ولا Chronic هذا تجاوب علي وقتها وبالسنة الرابعة رح تأخذ بعض تفاصيل أكثر أنت محتمل تكون أخذت بالسنة الثالثة بالسمستر الخامس بعض التفاصيل الإضافية إضافية على السنة الثالثة بس بالسنة الرابعة رح ترجع تنعاد عليك بعض التفاصيل وتنضاف تفاصيل ثانية فكل مرة رح تنضاف أمور بس ولا مرة رح ينعاد الشيء الأساسي اللي هو شنو والAchute Inflammation وشنو والChronic Inflammation لهذا السبب لازم تتعلم هذا الشيء الأساسي فخلي المقياس إلك بأنه أنت تعرفت على هاي المادة ودرستها صحيح من خلال هذا المقياس الشيء الأساسي لا استغناء عنه الشيء الثانوي أخذ فكرة عنه بس رح تتعرف على Healing and Repair ببساطة أنه رح يصير لديك جرح وشنو يصير يعني شفاء لهذا الجرح والتئام وكذا فهي التفاصيل يعني أي كي تعتبر أساسيات يمكن يرجع ينعاد عليك أنه صار جرح معين بس ما رح يرجع ينعاد عليك أنه شون صار هذا الجرح شنو الخلايا اللي تأذد وشون يصير Healing هذا ما رح يرجع ينعاد فلازم تفهمه هنا مثلا يعني الHemostasis and Thromposis هنا رح تأخذ الاثيروسيكلوروسيز ورح تأخذ يعني أعتقد هنا تأخذ الاثيروسيكلوروسيز وشون يصير الاثيروسيكلوروسيز بشكل عام الجلطة يعني هاي أساسيات الجلطة هنا رح تأخذها راح يرجع ينقات عليك هذا الموضوع UQS ويرجع ينقات عليك الكارديو في المرحلة الرابعة ومحتمل يت würدي من المرحلة السادس لما اخذ نيرو الدماغ والأمراض التي تصبح عليك حتى في المرحلة الثالثة من المرحلة الثالثة بس ولا مرة، ذbruد م Rome ان المكاني الخاصة الذين يجب عليها من خلالها تصبح ال Front هنا يسولف لك على الشي الأساسي رح يرجع يعيد لك شوية التفاصيل بس ولا مرة رح ياخذ لك الشي الأساسي خلص الشي الأساسي تاخده هنا فخلي المقياس إليك أنه أنا عرفت شون يصير لثرومبوسيس بس ما أعرف مثلا هذا الثرومبوسيس اللي يصير بالقلب مثلا شون يصير بالضبط وشون رح يسوي بالضبط ممكن لش أعرف يعني مثلا ما أعرف الـ شون يصير ليش يصير إلى آخره ما أعرف الـ Stable Angina والـ Non Stable Angina والـ MI يعني أعرف بهاي المواضيع عندي فكرة عنها بس ما أعرف أكثر من هاي الفكرة بس يعني أعرف بالضبط أن شون يصير ثرومبوسيس بشكل عام هذا الكلام اللي يعني نحتاج من عندك هسا بالسنة الثانية تقوله من بعد ما تخلصها يعني من بعد ما تخلصها يعني أثيروما هنانا رح ناخذ الـ طبعا هي الـ يعني متعلقات ببعض أذروني يعني بس هنا رح تأخذون الـ وشن هاي المواضيع بالضبط يعني رح تتعرفون هماتين على الـ 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 لازم من واحد يسئلك تعرف تناقش بالموضوع ما تعرف تفاصيل دقيقة وواسعة عن كل شي رح تدرسه بهاي المادة بس أكو عندك شيء أساسي تقدر تناقش به أكو عندك شيء أساسي أنت تعرفه يأهلك أنه تعرف أكثر ها هو المطلوب أنه عندك حاليا وبعدها رح تأخذون الـ ورح تأخذوها على أربع ساشينات الـ بالضبط أكو أسماء ثانية ماتين بعد بيها ليجيا رح تتعرف عليها إن شاء الله خلال يعني هذا هاي المحاضرات هاي المادة فإن شاء الله رح تتعرف عليها بشكل جيد ورح تأخذ الشيء الأساسي رح تأخذ أساسا أنه شون نسمي السرطان ليش نقول كارسينوما شنو يعني كارسينوما مثلا يعني من نقول كارسينوما سمال سال كارسينوما هي في المصطلح معين يستخدم بالسرطان اللي يصيب الجهاز التنفس بشكل عمر رأي يعني ليش قلنا كارسينوما شنو معناتها مصطلح كارسينوما شنو معناتها مصطلح ساركوما شنو معناتها مصطلح مثلا لينفوما هما ترح يمر عليك لينفوما فهاي المصطلحات لازم تأخذ معانيها ما يحتاج تعرف مثلا شون تشخصها ما يحتاج تعرف مثلا وين تصير الكارسينوما أريد أعرف كل الكارسينوما الموجودة بالجسم كل أنواع السرطان لازم أتعرف عليها انت تاخذ شيء أساسي تاخذ تسمية السرطان شون تسميه حتى هاي المصطلحات بالمستقبل ننفر عليك مثلا رح تاخذ بالجي اي تي يعني بالسمستر الثاني من السنة الثانية اللي هو الاس فور رح تاخذ الجي اي تي رح تاخذ الكنسر رح يمر عليك أنواع من الكنسر فبعد ما يقول لك شنو معنات كارسينوما ما رح يرجع يذكر الكياهو يطلق تفاصيل كثيرة لأنه اتأخذتها بالS3 وهذا الشيء الأساسي اللي لازم تفكر به تاخذ الشيء الأساسي اللي ما ينعاد عليك مرة ثانية بعد والشيء الإضافي بس تطلع عليه وهسا رح نتعرف على شنو مصادر هاي المادة أول مصدر عندنا هو الروبن بايسيك باتولوجي هاي النسخة العاشرة اللي بصراحة ما عرف بالضبط من يا سنة بس هاي أحدث نسخة عندي حاليا وأكيد رح تلاقون يعني كل هاي الكتب رح تلاقوها موجودة على القناة رح توصولها فهذا أول مصدر بس بصراحة ما أنصح أنه تروح لمصادر الفاتولوجي وتتعمق بهم ما أنصح بالسنة الثانية بس أنصحك أنه تتعرف على هذا المصدر على الأقل تقلبوا بهذا المصدر على الأقل تعرف شنو مواضيع هذا المصدر أنت مرح تدرس كل هذا المصدر أنت رح تدرس جزء من عندك يعني ماكسيما ما أعتقد يعني خمسة شابترات ماكسيما اللي رح تحتاجهم طبعا فأنت مجرد أخذ فكرة عن هذا المصدر وفي حال إذا ما قدرت تفهم فتفصيلها معينة بالمحاضرة تفصيلها معينة بال ويرك بوك مالتك بالس جي دي مالتك فأنت تقدر تروح لهذا المصدر تعرف شون تستخدم هذا المصدر هو هذا الشي الأساسي اللي أريدك تحققه من المصادر المعدة لهذه المادة وعندك أكيد اللي هو هذا عبارة عن فاثومة هو بس نسميه فاثومة ليش نسميه فاثومة؟ يعني كلمة فاثومة شوفها اللي جوة فاثومة دوت كوم فليهذا نسميه فاثومة يعني هذا المصدر بصراحة مهم كلش هذا المصدر مختصر أنا مشتري كهارد كابي يعني عندي عبارة عن كتاب ورقي من الالفين وسبوط عشر هذا من الالفين وعشر اعتقده الالفين ودعش هذا الفيرست اديشن ما لقيت يعني نسخة متوفرة موجودة عنه عندي يعني فدرون تبحثون عنه يعني نسخ احداث بس هذا المصدر اللطيف بي يرتب لك الباثولوجي بشكل جدا جميل اذا قدرت تعرف طبعا هذا المصدر يعني مو كلش شبير يعني اقل بمئتين صفحة فهذا المصدر اذا يعني بنهاية السنة الثالثة المفروض تكون عارف كل تفصيلة بهذا المصدر كل كلمة المفروض يكون لها معنى عندك بهذا المصدر هذا الشي الاساسي وممكن بصراحة تقرأ لهذا المصدر لانه هو بختصر مو كلش بي اشياء ديب يعني بس بصراحة رح تلاقي بمحاضراتك تفاصيل اكثر من هذا المصدر بس هذا المصدر ممكن يساعدك بانه يوضح لك بعض الاشياء اللي ما تعرفها انت لحد الان فذني المصدر رح ينبس اللي اقترح لهذه المادة بصراحة مرح اقترح مصادر اكثر المادة الثانية هي عبارة عن جهاز القلب والاوعية الدموية خلي نتعرف شنو اللي رح ندرسه بهاي المادة وبعد نرجع لهاي المواضيع رح هتدرسون الاناتومي هتدرسون التشريح بهاي المادة تشريح القلب وتشريح المين بلاد فاسلس اللي تطلع عنا القلب الشرايين والاوردة اللي تكون متصلة بالقلب بشكل مباشر سوبرير فينا كافا مفرير فينا كافا هيورتا فالميناري ترانك و الى اخرهاي من هالا امور الكوريناري ارتريز اكيد كلش مهمة فهاي كلها رح تتعرفون عليها فعمليا رح تاخذون كل شي رح تحتاجوه حتى بالمستقبل عن التشريح لهاي المادة رح تتعرفون على الامبريولوجية شان بالضابط رح يصير القلب القلب شان رح يتكون وايضا المين بلاد فاسلس الشان رح تتكون فهذا كلها رح تعرفون و رح تتعرفون على الفيزيولوجي الفيزيولوجي اللي الكارديو فسكولر سيستم جدا مهم رح تحتاجوه بالمرحلة الرابعة كلش لازم تعرف شوني يعني الكاردياك اوتبوت الكاردياك سايكل هاي الامور لازم تعرفها بالحقيقة بصراحة حتى لو ما اخذتوها بشكل جيد بالمحاضرات لازم تتعرفون عليها ما ينفع انه طلعون من سي في اس من مرحلة ثانية و انتم ما عارفين الكاردياك فيزيولوجي بشكل جيد و ان شاء الله يعني بالمستقبل رح يكون على هاي القناة بو كاردياك فيزيولوجي يعني هذا المخطط ان شاء الله توفق و اقدر اتويه رح تاخذون ريديولوجي وهذا الشي رح تاخذوه لكل السيستمز احنا دراستنا بطب الكوفة باول ثلاث سنوات و حتى بعدين بالمستقبل هي باي سيستم يعني انت رح تتعرف على الكارديا واسكيلر سيستم بشكل عام رح تعرف الاناتومي مادة انفيريولوجي المفروض هستولوجي بس بالغالب ما رح تمرون على الهستولوجي بس هو المفروض ويا هستولوجي بس اتخذته يعني بالمرحلة الاولى الفيزيولوجي ايضا رح تاخذون الفيزيولوجي الكاردياك فيزيولوجي مثل ما قلت و رح ارجع اقول مرة ثانية كلش مهم اكيد الراديولوجي رح تتعرفون على شنو شوفون القلب بالاشعة هاي يعني الراديوغرافي فلازم تعرفون شكل القلب يعني بالاشعة ومحتمل هماتين تاخذون يعني يعني اذر مودالاتيز اه جوستاخذون ايكو او هش شي يعني ما متأكد بالضبط بس لازم تمرون على الراديولوجي الاي سي جي وما ادراك ما الاي سي جي اه هذا عبارة عن كتاب اي سي جي اه باللهجة العراقية مثل ما اسمعت باللهجة العراقية اه بصراحة يعني انا هذا الحد الان ما قرأته كان مفروض اقراه بس ما ادراك مفروض اهتمامي كلش بس ان شاء الله انا بخطط اقراه قريبا اه هذا عبارة عن الاي سي جي made easy هذا اللي قررت ثلاث مرات لعدلون اوه لا ازال تيجي اوقات اراجع به اه هذا الكتاب بصراحة كلش مهم عن الاي سي جي ورح احجبع شوية عن كتب الاي سي جي بس بشكل عام انت بطب الكوفة مرحلة ثانية ما احد رح يطيك الاي سي جي بشكل جيد بس تحتاج ان تتقرأ عنها يحتاج ان تتحل مشكلات الاي سي جي وحدك هاي الحقيقة اه الفاثولوجي اكيد رح تتعرفون على الاي ميكورديال انفارشن الام اي والانجينة هاي الامور الاساسية اكيد رح تتعرفون عليها ورح تتعرفون شوية على الفارماكولوجي ما رح يدقوكم كلاش على الفارماكولوجي رح ترجعون تاخذو بالمرحلة الثالثة يكون اكو هاي تفاصيل عن الفارماكولوجي وقتها هسا يجي نسولف شون ندرس هاي المادة شون ندرس السي بي اس اكو نقطة قلتها قبل شوية بمادة المود او موديول المود رح ارجع اقولها ودقق عليها اكثر اكو شيء اساسي بكل مادة حاليا لازم تاخذه وما ينفع ما تاخذه هاي statement يعني لازم تحطها براسك شنو الشيء الاساسي بالنسبة للسي بي اس برأيي حاليا الشيء الاساسي هو الاناتومي التشريح ما رح يرجع بعدين اعاد عليك مرة ثانية التشريح هذا اولا ثانيا الفيزيولوجي ما رح يرجع ان اعاد عليك الفيزيولوجي مرة ثانية ثلاثة الاي سي جي ما رح يرجع ان اعاد عليك الاي سي جي بعد مرة ثانية بنفس الطريقة اللي المفروض حسه انت تاخذ بيها الامبيريولوجي هو ما رح يرجع ان اعاد عليك وهس الشيء الاساسي بس بصراحة هو مو كلش كلش مهم بس انت لازم تاخذ الافكار الاساسية بس لو ردت ارتب الامور فاول شيء اناتومي فيزيولوجي اي سي جي وبعدين امبيريولوجي انت تاخذ فارما وتاخذ باثو وتاخذ ريديولوجي بس ذني الثلاثة الاخيرات اللي ذكرتهم رح يرجع ان اعادل عليك يعني رح ترجع تاخذ الباثولوجي بالمرحلة الرابعة بشكل ديب الى حد ما رح ترجع تاخذ الريديولوجي لدرجة معينة وهو ريديولوجي اصلا ما بها تفاصيل فانت بالمرحلة الثانية اصلا اعتقدت هو محاضرة واحدة عالية وتفاصيلها مو هواي فمن الاساس هو مادة ضخمة يعني مو مادة كبيرة بعد شنو بالنسبة للفارما رح ترجع تاخذ بالمرحلة الثالثة وترجع تاخذه بالمرحلة الرابعة بس هي الفارما بشكل عام بطب الكوفة مظلومة فيعني انت هذا لازم تخلي ببالك فارما مظلومة بكل السنوات ومكانها بالثالثة وبالثالثة مكافية فإذا طلعت من المرحلة الثانية وانت ما دارس الأنتومي وما دارس الفيزيولوجي وما دارس الأي سي جي بالسي في اس أعرف انه اكو مشكلة بس اذا طلعت وانت ما فهم الباثولوجي او ما فهم الفرما كولوجي ما فهمها كما يجب فاعرف انه انت مو كلش عندك مشكلة بس بالحقيقة رح ترجع الصادفين بعد مرة ثانية بحياتك وايحا زين طالما حددنا الشي الأساسي اللي لازم ناخذه وحددنا الشي الثانوي او الشي الإضافي اللي رح يرجع ينعاد علينا وصير يعيد ويسقل يعيد ويسقل على مدى السنوات اللي يعني رح تقضيها بطب الكوفة شون نضبط هذا الشي الأساسي نجي واحدة واحدة التشريح يعني تشريح لازم تدرسه يعني بمصدر تشريح فبالنسبة للتشريح مور يعني انا اشوف مور انه من افضل المصادر بس انت اي مصدر ثاني تريده فاوكي يعني سنيل اوكي ااا غريز اوكي المحاضرة كافية مو كافية ما رح تقدر تفهم منها كل شي فانت ادرس المحاضرة مالتك واذا احتاجت المصدر فهذا المصدر موجود لازم تتعرف عليه واكيد نتر بكل الاحوال قرأت بالمحاضرة ولا قرأت بالمصدر كل الاحوال نتر لا استغناء عنها يعني نتر شيء اساسي بالتشريح ما ينفع انه ما تدرس على نتر الفيزيولوجي مادة الفيزيولوجي بالCVS بصراحة انا اشوف افضل مكان على الاطلاق تقرأ بالفيزيولوجي للCVS هو غايتن ماكو شيء يعلى على غايتن بالفيزيولوجي بشكل عام انا جربت هواي كتب بالفيزيولوجي ماشفت افضل من غايتن وخاصة CVS جدا مهم غايتن لازم تعرف الكاردياك سايكل شو ما معناتها شون هي شوني الكاردياك سايكل شون تفاصيل هذا لازم تعرفها والمخططات الموجودة بغايتن فتشي عالمي حرفيا فتشي عالمي تفاصيل ليش الاكشن متنشأة يعني بها خصوصية معينة بالهارت بالكارديو ليش الها خصوصية معينة هذا لازم تعرفها فيزيولوجي بصراحة يعني بصراحة العبارة الفيزيولوجي هو اهم مادة بالكارديو اهم مادة على الاطلاق بالكارديو هي الفيزيولوجي الاي سي جي اذا انت فاهم الفيزيولوجي رح تقدر تدرس الاي سي جي بشكل جيد على المعجيزي اذا انت فاهم الفيزيولوجي فالاناتومي ممكن تتخطى اذا انت فاهم الفيزيولوجي فتقدر تفهم الفاثولوجي اذا انت فاهم الفيزيولوجي فتقدر تفهم الفارماكولوجي وهكذا فالفيزيولوجي هو نمبر ون بالنسبة لي بالسي في اس مادة الاهم على الاطلاق الاي سي جي بوكس احنا تقرفنا على الاي سي جي ميد ايزي هذا بصراحة اشوفه افضل كتاب ممكن تقرأ بالاي سي جي اولا يعني هذا واحدة بصراحة مو كافي هذا ككتاب مو كافي بس هذا بالنسبة لكم هسه كمرحلة ثانية هذا اكثر من كافي يعني هاي نقطة الانطلاق عندك بالاسي جي لازم تقرأ الكتاب اغلب الطلاب تميل انه تروح لهذا الكتاب اللي هو الاسي جي ماسترينج باعتبار انه هذا الكتاب باللغة العربية او تكنيكلي هو باللهجة العراقية بس يعني هو مثل ما قلت انه بصراحة هو المهم انه تفهم هذا المهم بس انا راح افضل انه تقرأ الميد ايزي على الاقل الميد ايزي مثل ما قلت عالمي هذا الكتاب فتشي ادفانسد يعني مو ضروري هسه تقرأ ابدا وبصراحة المفروض ما تقرأ هسه هذا تخلي للمرحلة الرابعة او من تتخرج الله اعلم هذا الكتاب مهم انه يكون عندك مو شرط كله تقرأ بس مهم انه يكون عندك ببساطة هذا الكتاب هو عبارة عن 150 كيس بالاسي جي يعني هذا الكتاب عبارة عن شنو عبارة عن كيسات من الاسي جي يعني هذا ببساطة يعني مجرد يعني كل هاي ببساطة هو هذا الكتاب عبارة عن يعني عبارة عن نسخ من اي سي جي او كيسات من اي سي جي يطيك الهيستري مالتهم واذا يعني شاف شي بالالكزامي نيش يهم يقول لك يا ويقول لك شخص لي هاي بشكل عام ويسألك عن المانجمنت بس انت بشكل اساسي عندك التشخيص هو اهم شي فذني الكتب يعني المفروض تشتريهن حاليا او موجودات حتى كيبي دي اف موجودات بس انا افضل بصراحة انه تشتريهن وتقرأهن تقرأ المايد ايزي على الاقل مو الا تقرأ كله تقرأ كم شابتر من عنده بس تفهم الاسي جي شنو معناته هذا مهم هذا اساس هذا لازم تسويه هذا مينفع على ما تسويه على الاقل اناتومي والفيزيولوجي والاسي جي تقراهم بالمصادر تفهمهن البقية من المثل يقراهم المحاضرات ومشكلة راديولوجي يقراهم المحاضرات ومشكلة الفرموكولوجي يقراهمية بالمحاضرات ومشكلة الايمبيريولوجي انت من الاساس رح تحتاج general largest اللي المفروض تكون ماخذة بصراحة ما نتذكر الشوقت في يعني اما بالسنة اعتقد بالسنة الاولى اخذنا الامبريولوجي فأنته بكل الاحوال انه لازم تكون ماخذ جينيرال امبريولوجي حتى ليقدر تفهم الكاردياك امبريولوجي بصراحة اغلب الطلاب يعرفون الامبريولوجي يقولون علي ما مهم هو الاهمية اكيد بس اه هي هاي المشكلة بي انه لازم تكون عارف الجينيرال امبريولوجي فبعد ما حددنا شنو الشي الاساسي بكل مادة وعرفنا وين لازم نقرأ لازم نربط هاي الاشياء وهي العملية يعني احتتعرفون بالعمل على بعض التفاصيل طبعا انا ما قاعد احتي هاي التفاصيل المفروض التم فهذا اللي قاعد احتي هو المثالي محتمل تصير هاي الاشياء محتمل ما تصير باحتمل فعلا يدرسوكم عملي بطريقة صحيحة ومحتمل ما يدرسوكم بطريقة صحيحة بس انت لازم تعرف شنو المطلوب من عندك لانو بعدين رح تروح مرحلة رابعة هتقول للدكتور دكتور انو انا ما اعرف اسوي فحص يعني فحص الكارتياك اكزامنيشن ما اعرف اسوي يعني ما علمتوني قبل اه جنت بفترة كورونا واصلا ما شفتكم حدا تعلموني اه انتو لازم كان تاخذو يعني ايباد مش غلطي انو ارجع اشرح الكومية اه رح تسمعها فامليا هذا المطلوب من عندك اذا محت الطاكية فرح تكون وظيفتك انو انت تاخذها لانو تدخلت كلية طب باشرب قدام المريض اه وما تشخص فتحالة معينة اللي هي كلش بسيطة المفروض تكون عليك فرح يعرف المريض فكرة انو انت مدرسوكية مطلوب من عندك شنو اهمية هاي المادة مستقبلا اهميتها رح تعرفها لما تروح للبرحلة الرابعة ولما يطالبوك بكل هاي الاشياء اللي ذكرتها وانت تكون يعني عمليا اذا كنت يعني مدارسو ما عارف شي يعني صفر سي في اس براسك رح تعرف اهميتها المادة مستقبلا شنو فتقراها هاي المادة وتتأكد انو انت فهمت كل هاي الاشياء اللي ذكرتها الاشياء الاساسية تتأكد انو انت فهمتها وحفظتها واتقنتها يلا تترك هاي المادة قبل هذا لا تترك هاي المادة هاي اهميتها مستقبلا فاتمنى اكون جوابت على كل تساؤلاتكم بخصوص هاي المادة ام اعرف انو الذهاب للمصادر مو شي سهل عليكم يعني هي learning process اصلا عملية التعلم هي عملية متعبة او عملية مزعجة بنهاية محد يحبي يتعلم هذا شي حقيقي بس كل احنا نحب نعرف يعني انا اشوف انو عملية قراءة هذا الكتاب امالية مؤلمة انا انا عبد الرحمن اشوف انو عملية قراءة هذا الكتاب عملية مؤلمة ومتعبة بس احب فكرة انو اكون اعرف كل جزئية بهذا الكتاب فهاي الفكرة بس ياخذ وقت متعب يعقد بس انو يعني اللي يريد الحلو يصبر على مرة تصدقني كلش حلو انو انت بدنهاية تكون عارف كل اللي تحتاجه على رغم من انو حتى تعرف كل اللي تحتاجه عمليا موسهلة المادة الثالثة هي عبارة عن ال MSK و ال MSK ببساطة هي عبارة عن أو عموما هاي المادة ببساطة هي عبارة عن تشريح هذا الأساس هي مو بس تشريح بس هذا الأساس الأساس هو عبارة عن تشريح الطرف العلوي والطرف السفلي تمام؟ والمفروض ويا الباك اللي هو الظهر يعني هذا هو ببساطة ال MSK شون ندرس هاي المادة هاي المادة بشكل أساسي تشريح يعني لو مثلا رحت انت للسنة الرابعة واجأ أحد راد يسألك بخصوص ال MSK ورح ياخذ بنظر الاعتبار انه انت دارسها بالمرحلة الثانية فرح يسألك عن التشريح بالغالب ما رح يسألك عن شيء ثاني فعمليا الشيء الأساسي بهاي المادة هو تشريح ما تترك هاي المادة بالمرحلة الثانية اذا انت ما دارسها كتشريح على الاقل هذا الشيء الأساسي أهمية هاي المادة بالمستقبل بالمستقبل بالسنة الرابعة رح تاخذون الأورثو الأورثو هو عبارة عن الكسور العظام والكسور وإلى آخره هاي المادة مو بس أساس إلى وإنما يعني كلش أساس فمستحيل مستحيل أنه أنت تقدر تفهم الأورثو بدون ما تكون فاهم ولا تتصور أنه السنة الرابعة يعني مدة طويلة كلش حتى توصلها لا وإنما السنة الرابعة يعني حرفياً قاعدة بصفك هسا أنت وقاعد تدرس المرحلة الثانية فالسنة الرابعة قاعدة بصفك كلش قريبة عليك مجرد يعني فترة بسيطة وتوصل لها فلا تتصور أنه إهمالك بأي مادة من هاي المواد رح يعدي على خير كلها رح تحتاجه كل شي أساسي موجود بالسنة الثانية رح تحتاجه بالسنة الرابعة وما رح يكون عندك وقت ترجع لبسنة الرابعة رح تعاني صير يعني تعاني لازم ترجع إذا ما فاهم لازم ترجع هاي نقطة النقطة الثانية ما رح يكون عندك وقت ترجع وإذا ما رجعت ما رح تقدر تفهم السنة الرابعة اللي أنت قاد تمشي بيها حالياً أوكي؟ وصلت الفكرة أسا رح نتعرف على مواضيع هاي المادة أكيد بشكل أساسي تشريح تشريح هو الشي الأساسي بهاي المادة ممكن تاخذون هستولوجي يرجعون يعيدوا عليكم أو تكونون أنتوا أخذتوا سابقاً بالمرحلة الأولى فبعد ما يعيدوا بصراحة هو مو كلش كلش مهم بس يعني يعني الحالة المثالية لازم تكونون أخذتوا وبصراحة ما شفت إلى تأثير كبير بالمرحلة الرابعة بس يعني أنت لازم تكون عارف شون تتقلص العضلة لأنه رح تحتاجها بالفيزيولوجي بالفيزيولوجي جداً مهم أنه تفهم شون تتقلص العضلة لأن هاي أساسيات ولازم تربطها ويالأكشي متين شاء الله اللي رح تأخذها بالمادة الأمار فلازم تربطها نذيني كلهن مع بعض ورح تتعرف على الإمبيريولوجي بهاي المادة الإمبيريولوجي إلى أهميتها لأنه بالمرحلة الرابعة رح تأخذ الأمراض اللي تصير بسبب تشوهات ولادية يعني من الولادة فضروري تتعرف على الإمبيريولوجي ضروري بس يعني هي بريولوجي مادة مزعجة أدري بس بصراحة هو الشيء الأساسي هو الأناتومي إمبيريولوجي مهما كان مشكل نسبة فأبدا ما هو كبر من الأناتومي ف نمبر ون تهتم بي بهاي المادة هو الأناتومي فيزيولوجي بشكل عام رح تتعرف على أنه شون تتقلص العضلة هذا الشيء الأساسي وجوز يروح شوية على البونز تفاصيل معينة بس الأساس شون تتقلص العضلة وربطها وهي الأكشن متنشل راديولوجي بصراحة هو المفروض تأخذ فكرة عن الراديولوجي بس ممكن ما يطوك راديولوجي ترجع تأخذ بالمرحلة الرابعة يعني ممكن لش مهم أنه دقق على الراديولوجي مثل ما قلت مرة ثالثة أتقد هاي لو رابعة التشريح هو الشيء الأساسي باثولوجي لازم تتعرف على بعض الباثولوجي الكسر أعتقد رح يمر عليكم أعتقد بس مو بشكل كبير يعني بشكل بسيط والفارما بجوز يطوك شوية فارما يعني من جوزي شوية أدوية مفرطيكيها على المحاضرات هذا بالغالب المصادر مصادر ما لهاي المادة مصادر ما للأم اس كي مصادر تشريح مور سنيل غريز نتر هذا اللي تختار واحد من الثلاثة الأولانيات يأما مور يأما سنيل يأما غريز اختار واحد باللي يجبك اختياري آني مور ليش اختار مور وهو طويل ومعقد وصعب لا أنا ما أشوفه معقد وصعب أشوفه طويل بس طول مالتا مبرر على الأقل أنه من قائد أقرب هذا المصدر أفهم جربت باقي المصادر بنقاط معينا بس حفظ ما أفهم ما رفهمني سنيل يخليني بس أحفظ غريز صورة حلوة بس المادة اللي بيه مو كافية أحسها كلمات اللي بيه مو كافية يعني اللي يروح يدرس بغريز ممكن يستغني شوية عن نتر بس صراحة ما أنصح أبدا أنه واحد يدرس تشريح بأي مادة بأي سيستيم بأي وقت وما يستخدم نتر غايتن ممكن تحتاجون غايتن شوية حتى فقط تفهمون أنه شون تتقلص العضلة يعني على الأقل إذا ما قرأتوا غايتن على الأقل تشوفون الصور الموجودة بغايتن على الأقل يعني إسا رح تنتقل للمادة رقم أربعة ولي هي الممبرين أند ريسابتور أما هاي المادة شنو بالضبط فببساطة هاي المادة هي عبارة عن بداية الفيزيولوجي بداية الفارمكولوجي ببساطة هاي المادة رح تدرس الممبرين والريسابتورز الموجودة على هذا الممبرين أما أي ممبرين بالضبط فكل الممبرينز الموجودة بالخلية يعني حتى الممبرينز اللي موجودة داخل الخلية فهم رح تدرسها هاي المادة يعني أنت ضروري ضروري تعرف البلازما ممبرين شنو موجود به يعني من تفاصيله شنو موجود بي ولازم تعرف شنو الريسبترز الموجودة على هذا الممبرين هذا رح يوصلك بالنهاية انو انت لازم تاخذ فيزيولوجي شوية لازم تعرف شنو يعني اكشن موتينشيل اكشن موتينشيل اول شي رح تتعامل ويا بهاي المادة بشكل فعلي يعني كفيزيولوجي بعدها رح تروح باتجاه الفارما فارما اللي هي فارماكولوجي الفارماكولوجي اللي هو علم الأدوية رح تدرس أدوية فبهاي المادة رح تاخذ أساسيات الفيزيولوجي وأساسيات الفارماكولوجي شون ندرس هاي المادة هاي المادة تندرس ببساطة بانو انت تركز على ذن النقطتين اللي قلتهم قبل شوية لازم تعرف انو هاي المادة بيها أساس الفيزيولوجي يعني لازم تفهم الاكشن موتينشيل ما ينفع تكون طالع من هاي المادة ما فاهم الـ Action Potential لأن الـ Action Potential راح تحتاجه كلش بالـ ECG ما راح تقدر تعرف شنو يعني ECG بشكل ديب يعني أو حتى بشكل سطحي بصراحة يعني هو ECG أساساً شنو هو ECG ECG ببساطة هو قاعد يسجل الـ Action Potential مال عضلة القلب هو هذا الـ ECG فأنت إذا ما فاهم الـ Action Potential شنو هو برأيك راح تقدر تفهم الـ ECG شنو هو لدرجة معينة لا فتفهم الـ Action Potential تأخذ التفاصيل اللي تحتاجه من الـ Action Potential بالنسبة للـ Pharma راح تأخذ أساسيات يعني إحنا قدنا دوة هيدخل هذا الدوة الداخل للجسم ش راح يسوي الجسم على هذا الدوة اللي هو الـ Pharmacocainautics هذا راح تتعرف عليه خلال هاي المادة وبادياً هذا الدوة نفسه ش راح يسوي للجسم اللي هو الـ Pharmacodynamics راح تعرف الـ Receptors اللي راح يجي الدوة يعلاق عليهم المستقبلات الموجودة على الخلية اللي يجي الدوة يعلاق عليهم ويسوي تأثير على الخلية هاي الأمور اللي راح تعرفها فلهذا السبب سموه Assassin-Membrane and Receptor بس هو بشكل عام يعني هي مادة بصراحة لطيفة أولاً الاسم إلى حد ما يصف يصف هاي المادة بس أنا أفضل أنه يسمى Introduction to Physiology and Pharmacology لأنه أشوف هذا الشيء أفضل لأنهم راح تروح بعدياً غير كليات وتتناقشون بين زملائك زميلاتك شو شنو زميلاتك بزعلين آآ فرح يسألوك ماذا درستو بالمرحلة الثانية ما راح تقول لهم I'm R راح يصفدون بوجيت فقل لهم أخذنا Action-Motential Introduction to Physiology آآ وأخذنا الفارما مقدمة عن الفارما راح يفهمون أهمية هاي المادة مستقبلاً بالـ ECG ما تقدر تفهم الـ ECG إذا ما تفهم هاي المادة وبالمستقبل المعلومات اللي أخذتها عن الفارما بهاي المادة ما راح ترجع تناها فلازم تفهمها لازم تعرف شنو يعني beta blockers شنو يعني أساساً الـ Autonomic drugs شنو هنا بالضبط لازم تعرف الـ Receptors اللي موجودة على الخلية واللي يشتغل عليه هنا لـ drug شنو هنا وتفاصيل هنا وإلى آخره هاي أساسيات هاي المادة فلازم تتقن أساسيات هاي المادة مرة ثانية كل مادة بها أساسيات معينة ما تقدر تتخطاها لازم تفهمها أكو أشياء إضافية ممكن تهملها بس الشيء الأساسي ما ممكن تتخطاها نسولف عن مواضيع هاي المادة احنا صالفنا عنها قبل شوائية بس راح تدرس الممبرينز فونكشن ستركيب الغشاء البلازمي من شنو متركب من البلازم بعدياً أكو أدنا فروتين وأكو أدناوية الفروتين هماتين أكو كاربوهايدريتز أعلقة على ذني البروتينز وحتى أكو لابدز عالقة على ذني البروتينز فهذا بشكل عام اللي راح تعرفه راح تعرف شنو وضائف الممبرين بشكل عام بشي مثل ذني هاي الايتمز اللي قاعد أقولها لازم تكون موجودة بمخك ما ينفع أنه أنت تتخطى هاي المادة وذني ما تعرفها أكيد راح تتعرف على هي أحد الأشياء الأساسية بهاي المادة اللي هي بالسيشن الثالثة الرابعة والخامسة تتعرف على تتعرف على مثل ما قلت قبل شوي لازم تعرفشون فالصفر ما للفارماكولوجي يبلش من هاي المادة والصفر ما للفيزيولوجي هم يبلش من هاي المادة عندك بعض راح تتعرف عليه بهاي المادة أعرف أنه مو مكانه بس بالحقيقة هنا راح تتعرف عليه وبعدين راح تتعرف على الدراجز اللي تشتغل على الـ Autonomic Nervous System وعمليا من ضمن هنا الدراجز اللي راح تشتغل بالـ CVS الدراجز مع CVS البيتابلوكرز مثلا راح تلاقيهن هنا راح تفهم أساسا هنا ولما تسأل شنو المصادر اللي أستخدمهن حتى أفهم هاي المادة فرح أقول لك أكيد الاستغناء عن غايتن والاستغناء عن لبنكوت إذا تريد تدرس المادة بشكل فعلي فتستخدم ذني المصادر الاثنين مو شرط تدرس كل شي بذني المصادر بما يخص هاي المادة حاليا بس على الأقل تعرف أنه إذا ما فهمت شي بذني المصادر موجودات حتى تفهم أنصحك كلش أنه تدرس الاكشن متين شغل بقايتن راح تفهمها بطريقة كلش رطيفة بقايتن وأساسا مفروض تقرأ يعني الجزء من قايتن اللي يخص الأمار قبل لا تقرأ الجزء من قايتن اللي يخص السيفي اس فيعني مثل ما قلت هذا هنانا الصفر ما للفيزيولوجي من هنا أنت تتعرف على الفيزيولوجي وعدنا المادة الخامسة اللي هي عبارة عن السي بي اس تو ببساطة شن هو السي بي اس تقرفته عليه بالمرحلة الأولى فما يحتاج أرجع أذكره مرة ثانية بس الغاية الأساسي من هاي المادة تعلمك شون تفكر تجاه الأمراض راح تتعرف على بعض الأمراض ويمكن يطالبوك بيها كمادة فلطيف أنه تتعرف على هاي المادة تاخذها بشكل يعني لا تروح دي بيها تعرف عليها هذا هو الشي الأساسي تعرف عليها الكونسيبت ما اللي أخذتوها بالمرحلة الأولى راح ترجع تنعاد عليكم وتنضاف عليها شوي التفاصيل فضروري انه تقرون هاي المادة و لو شوية صراحة حتى إذا ركستو بس بالمحاضرات ما لها المادة ركستو بالمحاضرات ما لها المادة إلى حدا ما هذا كافي فشان تدرسون هاي المادة يعني كما قلت انه حتى إذا ركستو بالمحاضرات المحاضرات. وشوية قريتوا لهاي المادة فهو كلش كافي. بس الغاية الاساسية من هاي المادة تعرفوني شون تفكرون تجاه الامراض. تعرفوني شون تفكرون تجاه العرض اللي يجي بالمريض. مريض اجي قل لك عندي هاي مثلا هاي اهم يعني اعتقد اهم موضوع بالسي بي اس المفروض يكون ما ادري اه مفروض يعني هذا الموضوع. بس بشكل عام حتى لو ما كان هذا الموضوع. بس هاي الفكرة الاساسية. مريض اجي قل لك عندي شون تفكر. تفكر انه خمس اسباب اساسية او يروح بخمس اتجاهات اساسية. ممكن تكون مشكلة بالقلب. يعني ممكن تكون المشكلة كارديو. ممكن تكون مشكلة بالرأة. يعني ممكن تكون ممكن تكون المشكلة بالجي اي تي. فالزافيكس اللي هو المريء يعني اللي موجود بالصدر فممكن تكون بمشكلة يسبب شون. كل شوارد اه وممكن تفكر بالام اس كي. اذا كانت اكو مشكلة بالغفص الصدري. فهم تفكر يعني ممكن سبب جيست بين كل شو طبيعي. واخر شي سايكولوجيكول. يعني واحد محتمل انه حالة نفسية فتسبب جيست بين. عادي طبيعي موجود هاي شي يعني ممكن. فاو نسميه احيانا نانس فسيفيك جيست بين. يعني مش مصطلح يستخدمون. فعمليا هاي هي الفكرة الاساسية من هذا السي بي اس. فاو تفكر بهاي الاتجاهات بمجرد انه نقل لك جيست بين. وبعدين على هذا الاساس تقعد تخلي فرضيات واحتمالات وتقعد تذكر شيني الاعضاء اللي ممكن تكون متأثرة بهذا الجيست بين. آآ وبعدين صار تفكر شنو الفيزيولوجي مال هاي العضاء اللي صارت يعني لها علاقة بهذا الالم. والى اخره فهي الفكرة الاساسية من هاي المادة انه تفكر. غاية الاساسية من هاي المادة هي انه تفكر. ممكن تاخذ مادة شوية وتكون مطالب بيها شوية. بس الشي الاساسي هو انه تفكر بهاي المادة. مش شي الاساسي انه تدرس. اهمية هاي المادة مستقبلا. بصراحة ذا انحذفت من المنهج ما اعتقد راح يتأثر شي كبير يعني. بس اخد فكرة من عنده بس. ما عد رحا وجهة نظري. فيعني بصراح حاليا يعني بالكلينيكل ما حد يقول لنا انه اخدته بالسي بي اس فلان شي. اه ولا حد يقول لنا انه الكونسب ما بسوا منه اي اهم. فحتى ذا انحذفت محد راح يلحظ. صراحة. بس نصيحة. كل مادة اتمر عليك بكلية الطب اخذ منها شي. على الاقل. اذا شفتها مو مهمة معليش يعني اخذ من عندها شي. وكمل طرقك. المادة السادسة والاخيرة. لالس ثري. بصراحة هاي المادة يعني بالنسبة الي مفضل عليك لانه كلينيكل. لانه تودك للمستشفى هاي المادة. اللي هي عبارة عن السي اس اف ام. اللي هي عبارة عن شنو. شنو يعني سي اس اف ام. كلينيكل سكولز فونديشن موديول. يعني عبارة عن شنو. هاي المادة عبارة عن اساس اللي كلينيكل. هو شنو والكلينيكل بالضبط. شنو تقصد بالكلينيكل. اقصد بي. هاي المادة تعلمك. هاي المادة تعلمك. تعلمك. وشوية معينة يعني مو بس اكزامنشن. اكو حتى شوية يعني مثلا شنو الشد الكانيولا. اه هذا ما يعتبر اكزامنشن. هذا يعتبر ثيرابيوتك يعني يعني قاد تسوي علاج اللي مريض معين. فهاي المادة تعلمك هالشي. فبالشكل عام هاي المادة تمثل الجانب العملي من الفيز ون. من تروح للفيز دو. هاي المادة تصير يعني بشكل اعمق اكبر. وإلها اهميتها اكثر لانه انت شغلك كطبيب رح يكون هي هاي المادة مستقبلا. بمعنى رح يجيك مريض انت قاعد بالطوارئ جاك مريض رح تاخذ من عنده هستري. تاخذ من عنده هستري. شنو والهستري? مثلا يجي يقولك اناني عندي تشيست بين. تقعد شنو? تسأل انه هذا تشيست بين تفاصيل اللي اخدتوها سكرات. خدتوه المفروض بالمرحلة الاولى واذا ما اخدتوه فرح ترجع انت اخدوه بالمرحلة الثانية. فسكرات يعني النيومونك اللي رح تستخدمه اللي هو سكرات اللي هو الاس يمثل سايت. الاوت مثل الانسات والى اخرها يعني ما رح قعد هتفصل بيها. فانتو هاي تعرفوها. فهاي ببساطة هي عبارة ان الاسي اس اف ام. وبعد رح تتعرفون على الاكزامينيشن. شون تفحص اه المريض عن طريق الاستثيسكوب وحتى تسوي جنرى اكزامينيشن. اه مثلا اكفاد امراض معنا. مثلا مشاكل بال اه خلينا روح للامسكي باعتبار انه هي المادة امسكي هنا اغلبها. اه مثلا واحد يجي عنده الم بالمفصل. شون تسوي لفحص بحث تتاكد انه هذا الالم سببه مثلا فاتشي معين. شون تعرف انه هو سبب انفكشن. ولا سبب انه هو مضروب على هذا المفصل. ولا سبب انه هو عنده مرض اه مثل يعني او اه يعني او اوستيو ايرثرايتس وشون تعرف هالشي. شون تميز. فمن هاي المادة تاخذ اساسيات هاي الامور اللي بكرتها. ما رح تعرف كل شي بس هنا الاساس. شون تدرس هاي المادة? تدرس هاي المادة لمن يكون عندك محاضرات مرتبة عن هاي المادة. اتألمك الاشياء اللي موجودة بهاي الكتب. هذا الكتاب هو كتاب راجوج. وراجوج هو عبارة عن اه طالب طبشان. جامعة الكوفة وبعدين صار طبيب. اه وهس هو اعتقد طبيب اه بكربلاء. هذا اللي اعرفه يعني. فهذا هو كتاب راجوج. اه هذا الكتاب بصراحة كتاب كلش قيم. هذا يقلمك تقريبا كل شي تحتاجه. بالهيستري تايكينج والاكزامينيشن. يعني مش اكو مادة سي اس اف ام رح تحتاجها بست سنوات موجودة هنا هنا. فانت بالمرحلة الثانية والمرحلة الثالثة ما يحتاج تروح ديب بس لازم تعرف اساسيات. ولازم تعرف شنه الكتب المتوفرة اليك. هذا راجوج وعندنا ماكليد باشفر حتى اعرف عليه. فتدرس هاي المادة بهالطريقة. تعرف انه عندك كتب. انت عندك محاضرات يطوق اه ووركبوك او هاندبوك بخصوص هاي المادة. وتعرف شون تفحص. لازم تمارس. لازم تشوف اخوك. تشوفين اخوك اختت. اه تفحصون عليهم. تخلي السماعة وتسمع النفس مالتا. اه وتخلي السماعة وتسمع القلب مالتا. تفرق ما بين الاس وان والاس دو. دني الاشياء المفروض تتعلمهن بسنة ثانية. احنا ما رح للسنة الرابعة قلونا انه انتو هاي الاشياء احنا ما علمكم اياها قبل فعلا ما معلمكم اياها. فعمليا ما كان هن بالسنة الثانية هاي الحقيقة يعني. اهمية هاي المادة مستقبلا اللي ذكرتها قبل شوية. لازم تعرف اساسيات الفحص يعني. يعني لازم يكون عندك فكرة انه انت من تجي تريد تاخذ هستري ان فيشنت. شنية الاشياء اللي تفكر بيها. على الاقل يعني النقاط الاساسية بالهستري. هذا على الاقل. هماتين لازم تعرف شوي عن الفحص يعني. وما متوقع من عندك انه انت تعرف كل شي بصراحة يعني. بس على الاقل يكون عندك اساسيات. يعني تعرف انه اكو نقاط معينة تنزم السماعات خليهم بنقاط معينة على الصدر تسمع بيه. تسمع بيه دقات القلب. ولا هو هم تسمع بيه. انا وهنا. اه تسمع دقات القلب. اه. تعرف ولو شوية انه اكو شي اسمه مرمر. فشنه هو المرمر يعني. اه بصراحة بصراحة بشكل عام. بطب الكوفة. انا برأي انه طب الكوفة معمول حتى يمتحنك. مو معمول حتى يدرسك. فإذا مريت مدرسة يعني مدرسة وكفت شي معين. فهو واجبك. مرة ثانية. من توقف قدام المريض. المريض ما رح يعذرك انه الدكتور الفلاني مدرسك المادة الفلانية. ما رح يعذرك. بصراحة ما عندك عذر. مواضع هاي المادة ولو ذكرتها قبل شوية. بس رح تاخدون الهستوري تايكينج. اه رح تاخدون الجنيرال بشكل عام شن هو الجنيرال وشون تسووه. هذا لازم تاخدون فكرة عنه يعني خلال هاي المادة وخلال هاي السنة. اه ام اس كي ايجزامي نيشن وشون تسوو ايجزامي نيشن لي الطرف العلو والطرف السفلي. على الاقل ان جنيرال يعني هو بصراحة يطالبوك بصراحة يطالبوك بفحوصات نسميها مثلا هذا عبارة عن تست عبارة عن فحص معين انت تسوي بيدك يعني. يعني هذا لازم تعرفه. اهتطالبوك لي يعني. مو بس شوية راح اوه سبيشال ايجزامي نيشن او سبيشال تيست. ام. فيعني مطالب بي. راح ترجع تمتحن بي بسنة ثاثة بالاوسكي يعني مطالب بي انت بشكل فالزم تتعرف عليه. الكارل ايجزامي نيشن مثل ما قلت قبل شوية لازم تعرف تستخدم الاستويسكوب. ام يعني شون تفحص على الاقل لازم تكون موجودة بمخك. على الاقل مش شرط تعرف تطبقها مية بالمية بس على الاقل تكون موجودة مخك. بصراحة انا طالبون ان نطبقها. فيعني عمليا لازم تعرف. المصادر المهمة لهذه المادة. عندنا مصدر كلش مهم. وبصراحة هو المصدر اللي احنا مطالبين به. وعندنا راجج. دني الاثنين هنا اهم شيء. اوكي. اه بصراحة الاستغناء لا عن مكلويت ولا عن راجج. اثنينات المهمات. يعني مثل ما تشوفون انا مشتري اصلا الراجج لانه ماكن نسخة الحديثة ما موجودة بي دي اف. ماكن نسخة كاملة فاصطرت اشتري يعني كنسخة ورقية. واعتقد استشأرت اهميتها يعني طالما اشتريتها فعني مهم. فامليا تحتاجوه بس مو هسة. هسة مشو حالكم وبماكلويد. بصراحة حتى ما يحتاج الدكسو بماكلويد كلها يعني يرد اخذ فكرة عنا يعني. اوكي? حتى لو انت بس تشوف يوتيوب يقلمك شون تفحص هذا لحد الان كافي ترى على فكرة. بس انت لازم تعرف انه شنو المصادر اللي تقدر تستخدمه في حال لو بيت شيء معين مفهمته وطالبوكم به. فهذا على الاقل الغاية الاساسية من ذكري للمصادر. والمادة الاولى عدنا بالسمستر الرابع بالاس فور. السمستر الثاني من المرحلة الثانية. فهي عبارة عن الجي اي تي. شنو الجي اي تي? الجي اي تي ببساطة هو عبارة عن الجاسترو انتستالي تراكت. بالحقيقة انه هاي المادة المفروض نسميها دايجستف سيستم. لانه احنا ندرس البانكرياس وندرس الليفر. فالمفروض يكون اسمها دايجستف سيستم. بشكل فاني. ما اعرف التسميات ماله. موديولات يعني مين نختارها والله ما اعرف. بس اموما هذا هو عبارة عن الجهاز الهضمي. اام شو ندرس هاي المادة? هاي المادة سيستم شنو يعني سيستم. يعني مثل مادة رسنا هي المادة رح اتمر بنفس السيكونس. بالضبط. ما راح يكون اكو اختلاف. فخلينا نتعرف على مواضيع هاي المادة. كالعادة هاي المادة اكيد بيها اناتومي وهستولوجي. واكيد بيها اه امبيريولوجي. اكيد بيها فيزيولوجي. اكيد بيها ريديولوجي. اكيد بيها باثولوجي. واكيد بيها فارماكولوجي. كل هاي الامور مطلوبة بالجي اي تي. بس بالحقيقة. المادة الاساسية بالجي اي تي الموجودة بالسنة الثانية بالسمستر الرابع. هي عبارة عن اناتومي بشكل اساسي. ام باثولوجي. بعدها فاثولوجي. و ريديولوجي مهم. ذني الامور الاساسية. يعني اناتومي ريديولوجي و فاثولوجي. هتكون ترتيب منطقي. الهستولوجي مهم بس بصراحة هو ما بيتفاصيل هو يعني هو عبارة عن محاضرة واحدة بس بصراحة ثقل المادة هنانا هو بالاناتومية يعني بس تخلصوا الاناتومية مع هاي المادة بصراحة تكون تقريبا خلصت اغلب المادة فلما نرجع لفكرة شون ندرس هاي المادة لازم نعرف مرة ثالثة مدرية رابعة مدرية خامسة ولا معارف بس لازم نعرف انه اكو شيء اساسي بهاي المادة ما ينفع نتخطى المرحلة الثانية واحنا مدارسي ما ينفع اللي هو التشريح ما رح يمر عليك بعد التشريح ما لهاي المادة بالمرحلة الرابعة ما تقدر بعد تقرأ التشريح ورح تطالب بالتشريح رح تدخل عمليات ويحتاج تشوف بالعمليات وتفهم فما تقدر تستغني عن التشريح باقي المواد مثلا الراديولوجي الهستولوجي الاهمي تأكيد بس بالعملي يعني بالسنة الرابعة نحتاج شوية مهواية بس يعني انه بصراحة لازم نتعرفه لازم نتعرفه بس هي المادة بشكل اساسي هي اناتومي يعني الهستولوجي محاضرة واحدة الانتومي عدة محاضرات مو محاضرة واحدة الفاثولوجي على الجي اي تي مهم يعني هو يعتبر اساس بصراحة ما يعتبر مادة اضافية لا يعتبر اساس فاذا ردت اقسم يعني ارتب الامور من الاكثر اهمية الى الاقل اهمية المواد الاساسية بس فاقول لك انه انت عندك اناتومي هو الشي الاساسي اذا طلعت من هذا الموديول وانت فاهم الانتومي دارسة زيان حافظة اكي عدك اناتومي براسك عن الجي اي تي وفاهم الباثولوجي ودارسة وفاهمة وحافظة وعندك باثولوجي جيد عن الجي اي تي فأنت يعني قدت أن أفترض أنه أكثر من 70% من المادة فركز على الأنتومي وركز على الباثولوجي بس أخذ بنظر الاعتبار أنه الباثولوجي رح يرجعين على ذلك وبتفاصيل أكثر بس الأنتومي ما رح يرجعين على ذلك ولا بأي تفاصيل ورح تحتاجه بالمحاضرات رح تحتاجه بالمستقبل رح تحتاج الأنتومي بالمرحلة الرابعة باقي التفاصيل منها الهستولوجي منها الريديولوجي منها الفارما منها الامبريولوجي بشكل عام مو كلش كلش مهمة بس أقرأهم الفكرة أنه حسب ما يسمح وقتك حسب ما تسمح قدراتك الأساس أنتومي من ثم باثولوجي وبعدين إذا زاد عندك وقت قطي أهمية هذه المادة مستقبلا ذكرت قبل شوية هاي المادة أساس بالمرحلة الرابعة من راح تروح للمرحلة الرابعة بلوك الجي اي تي هو من أصعب البلوكات حرفيا من أصعب البلوكات ومن أطولهم يعني محاضرات سبعين اثمانين محاضرة ما أذكر بضغوطش قدر بس محاضرات كل شو هواي في يحتاج أن تكون عاد نفسك بالمرحلة الثانية زين حتى من تروح للمرحلة الرابعة عندك أساس تشتغل عليه ما جاي من الصفر المصادر اللي راح نستخدمهن لهاي المادة المصادر بشكل أساسي قدنا مور أكيد هو صراحة بالنسبة لي المصدر الأهم والأقوى للتشريح بشكل عام بأي مادة بس أنت ممكن تستخدم سنيل ممكن تستخدم غريز هذا يعني وراجعي لك بس أنا أقترح مور ولا استغنى عن نتر درست بغريز درست بمور درست بسنيل ما تستغني عن نتر الفيزيولوجي والباثولوجي وباقي المواد يعني شنو المصادر مالتن أو باقي مواضيع هذا الموديول شنو المصادر مالتن بنسبة للباثولوجي فأشوف باثولو ما كلش كافي بالنسبة للفيزيولوجي فأشوف يعني قايتن بصراحة يعني ما أنصح أن تروح تدرس فيزيولوجي لأنهم بالحقيقة محتمل ما يكون عندك وقت فاركز على الأنتم بركز على الباثولوجي كلش كافي وما يحتاج تدرس الباثولوجي بالمصادر كلش كافي المحاضرات التشريح بصراحة رح تحتاج المصادر رح تحتاج مصادر التشريح بالتشريح ما للجي اي تي لأنه المحاضرات أبداً ما منظمة ومو كافية ورح تعقد لك حياتك المادة الثانية بالأسفر هي عبارة عن اليوريناري أما شنو هو اليوريناري فببساطة هي عبارة عن البولية الآن أخصائي البولية بلشوا يدرسون البولية بشكل فعلي من المرحلة الثانية هذا هو الصفر ما لليوريناري سيستم شون ندرس هاي المادة مرة ساعة ساعة قد صار؟ لازم اتحدد الشي الأساسي الموجود بكل مادة واللي ما ينفع الترك يعني منت تخطى مثلاً المرحلة الثانية هاتطر رقاري دك تفكر انت عندك المرحلة الثانية كملت المرحلة الثانية تجي يكون عندك إتة تشكليست تحدد تقول انه أنا مثلاً يعني لنفرض نمشي من السمستر الثالث بالاسثري مثلاً عندي أشياء أساسية هذا الشي الأساسي تعلمت ايه تمام هاي سوي تك الشي الأساسي الثاني تعلمت ايه تمام تك الشي الأساسي الثالث تعلمت ايه سوي تك هلي تك علي وهكذا أكو أشياء أساسية تخلي بعضين لست الثانية الأشياء الثانوية أشياء الإضافية دني إذا زاد عندك وقت روح أتعلمهن إذا ما زاد عندك وقت فأنت على الأقل مسوي الأشياء الأساسية هذا هو الشي الأساسي اللي أريدك تفكر به تجاه المواد بشكل عام لأنه أحياناً بشكل فعلي ما يكون عندنا وقت ندرس كل شيء أنا حالياً ببلوك الجينيكولوجي اللي هو بلوك النسائية مو كل المحاضرات قاريهن أكو بعد عدي محاضرات لسه ما مكملهم ملاحقت فعملياً قاعد أحاول أواكب وهذا هذا كل المطلوب مشكلة أنه بعدين بالسنة الرابعة والخمسة والسادسة ما عندك شي تركة لازم كلها تقرأ بس حالياً باعتبار أنه راح تنعاد عليك إنته ستمرحة ثانية الـ يورنهر ì رح يرجع أن يتعاد عليك بالQué19 من المرحلة الثانية ما أقضل إياك للمرحلة الرابعة هذا أقل شي تسوي كنت دائما أسمع من زملائي أنه هذا ما رح ندرسه بالمرحلة الرابعة هذا رح ندرسه بالمرحلة الخامسة هذا رح ندرسه بالمرحلة السادسية ما رح يرجعين عد نفسه فرجاء اللي تقولون هاي الكلمات زي خلي نتعرف على شنه هي هاي المواضي اللي رح ندرسها باليوريناري أكيد أناتومي أكيد هستولوجي أكيد إمبيريولوجي أكيد فيزيولوجي أكيد ريديولوجي وأكيد فاتولوجي وأكيد فارباكولوجي ذن يقول هن راح ندرس هن الفارق ما يمكن ما يدققون عليها كلش لان نرجع ندرسها بالمرحلة الثالثة بس انا تومي مو كلش مهم بصراحة يعني لانه هو اصلا قليل يعني محاضرة وحدة يعني حتى بالمصدر لو تريد تقراها بالمصدر فهي صفحتين ثلاثة يعني مو كلش مهم يعني فتقدر حتى بنقاط معينة هو اقرع لازم تقرع بس يعني تلازم تاخد بنظر الاعتبار انه هو مو طويل من الاساس الهستولوجي مهم يعني الهستولوجي ضروري الهستولوجي باليوريناري اهم من الاناتومي بصراحة امبريولوجي الى اهميته صراحة الى اهميته يعني افضل كلش انه تهتم بالامبريولوجي على الاقل باليوريناري الفيزيولوجي بشكل فعلي يعني بغض النظر عن طب الكوفة بغض النظر عن اي نظام اه لأي كلية الفيزيولوجي باليوريناري سيستيم هو الشيء الأساسي لا الهيستولوجي هو الشيء الأساسي ولا الامبريولوجي هو الشيء الأساسي ولا الانتومي هو الشيء الأساسي الفيزيولوجي هو الشيء الأساسي وبقايت علي يعني اعتقد 12 شابتر بس عن اليوريناري بينما الكارديو نفسه يعني بس الهارت الفيزيولوجي علي خمس جابترات بس فانت بهالطريقة تقدر تتصور اهمية الفيزيولوجي لليوريناري سيستم المشكلة انه احنا عندنا في طب الكوفة الفيزيولوجي ما يضطوء الاهتمام الكافي بما يخص اليوريناري ونرجع نعاني مرة ثانية بالسنة الرابعة فبرأيي انه يحتاج تفكر بشكل فعلي انه على الاقل تدرس الفيزيولوجي لليوريناري سيستم على الاقل يعني اخذ انه افكار حتى لو يوتيوب يعني يشوف محاضرات على اليوتيوب اه اذا تريد شوف مصدر يعني ابسط بهواي من غايتن فارروح شوف مصدر ابسط بهواي من غايتن بس فيزيولوجي مهم كلش الريديولوجي رح يرجع هنا اهد اهليك وبتفاصيل اكثر بالمرحلة الرابعة بس اخذ افكار سريعة عنا الباثولوجي يعني الباثولوجي مهم باليوريناري سيستم بس بس والشي الثاني ومش الاساسي الشي الاساسي هو الفيزيولوجي والهستولوجي وشوية اناتومي وشوية مريولوجي الفارما مثل ما قلت رح يرجع هنا عاد عليك اكثر من مرة ومحتمل اصلا تلقوا محذوفه من اليوريناري هو المفروض يكون موجود بالسنة الثانية بس احنا درسنا بالسنة الثالثة فشون ندرس هاي المادة ببساطة ركز على الفيزيولوجي مع هاي المادة هو الشي الاساسي الاسد فيس بلانس لازم تفهم شون يصير ايشي العلاقة بالفيزيولوجي بهاي المادة لازم تفهمها اهمية هاي المادة مستقبلا لازم تعرفون مصير هاي المادة شنو بالمستقبل هاي المادة رح يكون لها علاقة بهوائي شغلات منها بالكارديو يعني بالسي في اس اللي بالسنة الرابعة رح يكون اسمها يعني كارديو فبالكارديو لازم يمر على اليوريناري يعني تقريبا بشكل عام يعني اليوريناري علاقة بهوائي سيستمز يعني فضروري اليوريناري بالسنة الرابعة اليوريناري موجود ضمن بلوك اسم الاندوكراين ويعني عمليا ما رح تاخذوه بكمية كافية بالمرحلة الرابعة فاليوريناري مظلومة بصراحة يعني كل شاني اشوفه مظلوم بطب الكوفة فلازم تعرفون انه يعني لما تلاقون فرصة درسون يوريناري يعني اخذوا فرصتكم الكافية به المصادر الي رح نستخدمهن لليوريناري يعني غايتن نمبر ون واذا ما كفاك غايتن او عمليا مو ما كفاك اذا هواي عليك غايتن رحشوف اي مصدر فيزيولوجي بس المهم عندي تفهم الفيزيولوجي ما لليوريناري سيستم الاناتومي مو كلش مهمة تروح مصادر الهيستولوجي مو كلش مهمة تروح مصادر بس الاناتومي فعليا عبارة عن صفحة ونص يعني ايش صفحة ونص صفحتين ثلاثة ماكسيمم فبصراحة لطيف انه تروح تقرأ بالمصدر لانه شوية يعني يعني كلش شوية وقرأ يعني مور ونترف ما رح تخسر شي والله يعني ورح تستفاد الباثولوجي ما انصحك انه تروح يعني لاي مصدر اه اكيد امبريولوجي وريديولوجي ويعني هستولوجي وفارما كل هنذني ما انصحك تروح لاي مصدر فبشكل اساسي روح المصدر فيزيولوجي حتى تفهم الفيزيولوجي ما لليوريناري ويعني روح المصدر الانتومي اذا كنت يعني انسان كلش لطيف متقدر اليوريناري فروح ادوث الانتومي ماتت مور نتر الموديول الثالث بالاس فور هو عبارة عن الريسبايراتري اما شون الريسبايراتري فهو عبارة عن الجهاز التنفسي اكيد رح يكون عندنا انتومي وهستولوجي اه رح يكون اكيد عندنا يعني امبريولوجي قطعا اكيد رح يكون عندنا فيزيولوجي اكيد رح يكون عندنا ريديولوجي اكيد اكيد رح يكون عندنا بوثولوجي واكيد فارما الفارما تلكم احيانا يتركوهن للسنة الثالثة لانه احنا بالسنة الثالثة ناخد فارما فما يدققون كلش على الفارماكولوجي الموجودة بالسنة الثانية بشكل أساسي هي الشغل مع السنة الثالثة الشيء الأساسي هنا هو عبارة عن الفيزيولوجي والباثولوجي الأناتومي مهم درسه بالمحاضرة لا تروح الدرسه بالمصدر الهيستولوجي مهم هم درسه بالمحاضرة لا تروح الدرسه بأي مصدر الامبيريولوجي مو كلش كلش مهم بصراحة يعني يعني مو كلش مهم الفيزيولوجي هو أهم شي بصراحة يعني يعني بالنسبة لي الفيزيولوجي من الريسباراتوري سيستم هو أهم شي ومن تدرس الفيزيولوجي ويا الفاثولوجي خلاص يعني أنت أخدت الشيء الأساسي من الريسباراتوري فالغاية الأساسية من الأناتومي والهيستولوجي والامبيريولوجي الامبيريولوجي مو كلش مهم صراحة يعني مهم من أي ناحية مهم أنه أنت من راح تأخذ البياك للمرحلة الرابعة فاللي راح تركز علي هو الفيزيولوجي والباثولوجي هذا الشي الأساسي فأنت المفروض تدرس كل شي يعني هاي نقطة لازم أذكرها أتقد بس أقعد أذكرها أنت بالنهاية كامتحان أنت مطالب بكل شي بس أنت تخلي الأمور الأساسية عندك تكملهم وبعدين تروح للأمور الإضافية لأن الأمور الأساسية إذا ما كملتهم راح يسبب لك مشكلة بالمرحلة الرابعة والأمور الثانوية إذا ما كملتهم ما راح يصير عندك مشكلة بس أنت بالنهاية أنت مطالب بالأمور الأساسية والأمور الثانوية بس الأمور الأساسية تجيب لك درجة زينة أوكي وتفهم بنفس الوقت وبنفس الوقت يعني على الأقل تكون طلعت من المرحلة الثانية بشي محترم يعني فمن نرجع الشيء ندرس هاي المادة ندرس الشيء الأساسي مرة سابعة فسا صار طبعا أنا قاعد أحسب سبعة بس أنا بصراحة ما حاسب يعني بشكل فالين من سبعة بس قاعد قوي سبعة أوكي ففكر دائما أنه أكو شيء أساسي بكل مادة تأخذه تركز عليها تفهمها وبعدين تروح للشيء الإضافي حسب الوقت حسب قدرة مالتك حسب هوا شغلات بس بالنسبة للرسبيراتري بصراحة من أكثر الأشياء اللي احتاجتها لمرحة المرحلة الرابعة هو الفيزيولوجي والباثولوجي يعني أربط ما بين الفيزيولوجي والباثولوجي أريد أفهم الفيزيولوجي على أساس الباثولوجي هاي الفكرة الأساسية لأنه أنت ماكو معنى من أنه تفهم الفيزيولوجي وما تربط طوية الباثولوجي فلازم أذيني الثانوات أنت دورت سنسوئية بصراحة يعني الأنتومي الهيستولوجي محتاجة هواية بصراحة يعني يعني بصراحة تقريبا محتاجة الهيستولوجي لأنها أكو بالك فكرة عنه فما تحتاجها بعد يعني كل شو هواية وأنت ما أخذ أصنب المرحلة الأولى الأنتومي يعني إلى حد ما أريد يكون عندي فكرة عن الـ بس هو ما حد رح يسألك بعد عن الأنتومي بس مثلا مقارنة ويل جي اي تي فلا رح يسألك بس بالرسبيراتوري يعني هو أصلا حتى الأنتومي محدود أهمية هاي المادة مستقبلا يعني أنت عندك بالسنة الرابعة أكو بلوك اسمه الكارديو رسبيراتوري يعني كارديو ورسبيراتوري ثنينات بنفس البلوك يعني أنت لازم تتخيل بها الحالة الكارديو وبحد ذات عالم رسبيراتوري بحد ذات عالم فتخيل أنت هنانا عالم وهنانا عالم وأنت جاي لاقار هذا ولاقار هذا وجاي للمرحلة رابعة وهنا باللوك واحد تتخيل رح يكون عندك وقد تدرس المطلوب من عندك بهذا البلوك وأنت عندك تخسر من المرحلة الثانية أنت جاوبني على هذا السؤال المصادر المهمة مرة ثانية أنا أشوف غايتن هو أهم مصدر لهذه المادة بالنسبة للباثولوجي بصراحة يعني ما أفضل بصراحة أن تروح المصادر بباثولوجي دكاترة الباثولوجي هما نفسهم اللي يدرسونا طبعا بالفيستون بصراحة ضروري كلش تركزونوا إياهم يعني إذا ركزتوا إياهم زيان رح تفهمون اللي تحتاجوا واسألوهم يعني هادي المهم تفهمون المهمة بهاي المادة أنه تفهم الفيزيولوجي وتستخدم الباثولوجي حتى ترسخ الفيزيولوجي هذا الكنسيبت اللي يعني أعتقد أنه أفضل شيء أنه تمشي عليه حسن سؤلف عن المادة الرابعة وهي السايكولوجي أول شي خلينا نعرف شنو السايكولوجي السايكولوجي هو ببساطة علم النفس بس بالنسبة أنه هو مو علم نفس بحث يعني إحنا مرح ندرس علم النفس هنا أنا مش كل عام وإنما رح نأخذ جوانب من علم النفس تنفعنا في البراكتس مستقبلا تنفعنا بممارسة مهنة الطب بالمستقبل نأخذ مثال حتى نفهم هاي المادة بالضبط شنو مثلا موضوع Breaking Bad News عملية إيصال خبر سيء للمريض أو لأهل المريض مثال اخلت أنت لغرفة العمليات أجرت عملية على مريض وهذا المريض يتوفى بغرفة العمليات طلعت من غرفة العمليات أنت المسؤول فلازم تنقل الخبر السيء لأهل هذا المريض فأكو اسلوب معين أكو طريقة معينة حتى تنقل هذا الخبر فهاي بشكل مبسط يعني اللي راح تتعلمه بهاي المادة مثال الثاني هو تقريبا نفس الشيء اللي هو مثلا شخص معين عنده كانسر فأنت تريد تنقل لهذا الخبر أنه أنت عندك كانسر ما راح تجي بشكل مباشر تقوله أنت عندك كانسر لا أنه أكو اسلوب معين أكو طريقة معينة أنت راح تستخدمها حتى تنقل هذا الخبر للمريض حتى تجنب نفسك بعض المشاكل فهذا بشكل عام السيكولوجي هاي عينة من المواضيع اللي أنت راح تتعرف عليها بهذا الموديول أو بهذه المادة أكو أكيد مواضيع ثانية ولكن بصراحة المادة بشكل عام بها تفاصيل كثيرة من الكميونيكيشن سكولز بريكينغ باد نيونز هو بشكل أساسي هو كوميونيكيشن سكولز أي مهارة من مهارات التواصل هو مو سايكولوجي بشكل فعلي وإنما هو عبارة عن مهارة للتواصل فأنت لازم تعرف أنه بنقاط معينة بصراحة هذا الشي قلت ورح أرجع أقول عن هاي المادة مو كل الموديولات لتسمية معالتها تصف بشكل فعلي أنت شنو راح تتعلم بهاي المادة لو أحد يسمع مثلا يجي يقرأ أنه أنا هذا السمسطر راح أدرس سايكولوجي سايكولوجي يعني علم النفس يعني راح أطرق لي علم النفس بشكل عام لا أنت راح تأخذ جوانب معينة تنفعك بالمستقبل بالبراكتس وهي بشكل عام أغلبها أصلا كوميكيشن سكولز طيب نجي للموضوع الأهم بصراحة وهو شون أدرس هاي المادة هاي المادة مو مادة إحنا مأتادين عليها مثل الجي آي تي بأناتومي أروح أدرس مارو نتر بهستولوجي أروح أدرس جينكيرا مثلا أو المحاضرة ممكن تكون كافية بصراحة أنا وقت اعتمدت على المحاضرة أشفتها كافية لا أرحت للمصدر شوية مستحيل ما أروح للمصدر عموما بعدها أنه درست الإمبيريولوجي ما أخذت الفكار هواية عنا بالمصدر اعتمدت على المحاضرة أكثر شيء ورحت الباثولوجي ما رحت المصدر اعتمدت على المحاضرات لأن المحاضرات بصراحة كانت قيمة بحيث أن النقاط معينة كانت أكثر من المصدر باعتبار أنه يعني رابط ما بين السنة الرابعة والسنة الثانية فالقصد بين الموضوع أنه بالجي اي تي مادة أعرف شونا تعمل وياها أعرف شونا المصادر مالتها فأروح أتعمل وياها أما بالسيكولوجي فهذا الشي ما موجود ما أعرف بصراحة المصادر الأساسية اللي لازم أستخدمها حتى أفهم السيكولوجي هذا الشي ما موجود براسي بصراحة مادي أفكار قوية عن الموضوع فأفضل طريقة برأيي للتعامل مع هاي المادة هو أنه تتابع ويا الدكتور تفهم المادة من الدكتور تتناقش ويا الدكتور حتى تفهم شنو موجود بهاي المادة ومن بعدها إذا أنت كل الشاطر وتريد تأخذ درجات آلية فترجع تقرأ المادة بالمحاضرة وإذا أكو شي مفهمته وما قدرت توصل للدكتور فاستخدم اليوتيوب أفضل من أنه تروح للمصادر لأنه محتمل بشكل مبسط يعني بشكل بسيط سوري أنه ضيع لأنه مو مادة أنت معتاد عليها مو تشريح وأعرف طريقي أعرف مين أبدي ووين أنتهي مو مثلا فاتولوجي وأعرف مين أبدي ووين أنتهي لا سايكولوجي ومو كلها راح أخذها راح أخذ جزء بسيط من عنده وأني ما عندي مهارات أصلا بدراسة السايكولوجي مسبقا فالأفضل أنه أعتمد على المحاضرة أول شي على الدكتور بعدين على المحاضرة بعدين إذا أحتاجت أروح يوتيوب أهمية هاي المادة مستقبلا أتمنى من أعودكم أنه تفكرون بطريقتين الطريقة الأولى بالنسبة لي هي الطريقة الأساسية وأعرف بالنسبة لكم هي مو الطريقة الأساسية طريقة الأولى تفكر بأي مادة على أنه إلها قيمة بالمستقبل بحياتك العملية بمهنتك كطبيب تفكر بهاي النقطة أولا شنو أهمية هاي المادة مستقبلا بحياتك المهنية كطبيب فيعني إذا أنت فيديو من الأيام عندك فتخبر سيء تريد تنقله لمريض معين فإذا ما نقلت بطريقة صحيحة رح تنال شب شب شون تنال شب شب يعني أكو قصة روتها دكتورة طراحة بلبنان ومو بالعراق لأن احنا وقت درسنا هذا البريكيك بادي نيوز بلبنان ومو بالعراق هو درسنا بالعراق بس يعني أنا درست بلبنان كان أكو انتراكشن أكثر فبقب بذاكرتي أكثر طبيب معين شخص مريضة عمرها ستين سنة أنه هي عندها فراست كانسر اللي هو سرطان بالثقل فنقل لها الخبر بأسلوب كما يبدو أنه ماكو أسوأ من عنده أنه أنت عندك فراست كانسر خلاص بها الناص يعني المريضة من صدمتها من غضبها من أسلوب الطبيب من حزنها الله أعلم شنو كانت الأشياء اللي يدور بأقل المريضة ما أعرف عني بالضبط بس انتهت بأنه المريضة نزعت الشب شب مالتها وضربتها للدكتور بالشب شب يعني بالشوز مالتها أوكي فأكيد أنت متريد تنتهي بموقف مماثل متريد في اليوم من الأيام مريض يوجه لك إهانة أو انتقاد جارح بأسلوبك السيء بإيصال الخبر أكيد هذا الشيء أنت متريده فضروري أنه تتعلم هاي المهارة هذا كمثال شنو أهمية هاي المادة بالمستقبل بالإضافة إلى أنه أهميتها كدراسة كدرجات كامتحانات فأكيد للمتحان حاليا وأكيد مستقبلا بالمرحلة السادسة رح تحتاج أساسيات من هاي المادة وأكيد يعني رح يمتحنوك بنقاط مينة يعني ممكن أنه تمر عليك بالامتحان يعني مثلا امتحان أوسكي أو امتحان بالمرحلة السادسة على ما أعتقد أنه ممكن تمر لأنه بالسادسة ندرس سايكايتريك سايكايتريست سايكايتريكس 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 أوكي اللي هو طب النفس لازم ناخد فكر عنا فأكيد للسايكولوجي ربط بالموضوع الموديول الخامس هو عبارة عن السي اس اف ام تعرفنا على السي اس اف ام قبل شوية فما يحتاج يعني أرجع أذكره مرة ثانية بس اللي نحتاج نعرفه إنه رح نرجع مرة ثانية أخذي – فالهوريناري احنا نستخدم الى فعملين هاي المواضيع اللي راح تحتاجوها بما يخص الـ CSFM فهاي المادة نشوفها بصراحة كلش مهما يعني هي اساس الكلينيكل احنا من دخلنا مرحلة رابعة يعني انا دفؤتي بالكامل دائما شانا يشكون الاساتذة من مشكلة بهاي المادة وبصراحة انا شخصيا عندي مشكلة بهاي المادة لانه ما اخذناها بالسنة الثانية وبالسنة الثالثة وامتحنا بيها وحنا اعتمدنا على نفسنا دراستها حرفيا ما حد علمنا شانا نسوي محتى علمنا شانا نسوي امتحنا الفيز في الفيز واااا يعني احنا اعتمدنا على نفسنا احنا درسناها اه هذه المادة نوس هالمادا جدا المادة اللي قبلها يعني حتى ACFM سميستر الثالث حتى احنا دلستناها يعني باليعني السنة الثالثة لا انه هما داري سونا اوسكي بشيك الفعلي داري سونا هاي السيس اف ام ام يعني حضوري بالا بالقاعات بس بصراحة ما تلنسوا اكزامناشن قدامنا الا بلين يورو سوى اكزامناشن بلين يورو بس البقية مو كلش اهتموا فيعني عمليا اللي اريد او اصلا انه انت مرح توصل مرحلة رابعة راح يعتقدون ويعتبرون انه انت ماخد هن دني المواد تقرف شان تسوي جي اي ت اجزامناشن ترف شان تسوي رسباراتر اجزامناشن ترف شان تسوي كاردي اجزامناشن ترف شان تسوي تطرف شان تأخد هستري من esa هدا اللي راح يفترضو ومرة ثانية المصدر الاساسي ماكلويد وراجوج مو ضروري يعني تفهم كلشي موجود بهاي المادة وتروح الراجوج او الماكلويد بس ضروري تعرف انه عندك مصادر بهاي المادة وهي راجوج وماكلويد هذا اللي لازم تعرفه على الاقل على الاقل يعني افهم هاي المادة ام يعني بطريقة يعني حتى لو تطلع فيديوهات على اليوتيوب وتعرف شون يعني قدامك هو اكو فيديوهات مع الماكلويد تشوف قدامك شون يسوي على الاقل هذا ابقى في الايمان هي تتسوي بصراحة ما انصحك انه تروح ديو الراجوج او الماكلويد ام اركز محاضراتك وروح فيديوهات بس انصحك انه تقلب بماكلويد تقلب براجوج هذا اللي انصحك ايام لانه حلو انه تتعرف على ذني الكتب قبل تروح مرحلة رابعة لانه بمرحلة رابعة ومرحلة خامسة ومرحلة سادسة مطلوب من عندك تقرأ هذا المصدر كله هو هذا الكتاب اللي راح تستخدمه بمستقبلك يعني كطبيب هو هذا اللي راح تستخدمه ماكلويد راجوج سننتقل للفقرة الخامسة بهذا الفيديو وهي شنو علاقة السنة الثانية بالسنة الرابعة اعتقد دوني لحد الان ذكرته واي تفاصيل يعني دائما استخدمت المرحلة الرابعة كمقياس لي شنو الشيء الاساسي اللي لازم تتعلمه بالمرحلة الثانية بس احرركم فتشي قبل لا نكمل يعني هاي الفقرة اه بالحقيقة يعني العام سويت فيديو المرحلة الاولى اللي احرار فيديو كلش طويل اه واعتقد هذا الفيديو هماتيا راح يكون فيديو طويل بس لما سويت عك الفيديو ردت اساوي فيديو المرحلة الثانية بس قلت الا اكمل المرحلة الرابعة واعرف بالضبط شنو الاشياء اللي احتاجتها من المرحلة الثانية بالمرحلة الرابعة وشنو هي الاشياء اللي تمنيت لو ارجع للمرحلة الثانية واضبطها اكثر يلا اساوي فيديو المرحلة الثانية فعمليا يعني الان الحمد لله والشكر خلصنا المرحلة الرابعة ثاني مرحلة خمسة فاقدر احتي بحرية عن يعني هذا الموضوع شنو علاقة السنة الثانية بالسنة الرابعة العلاقة بشكل عام مثل ما ذكرت قبل شوية لازم تاخذ الاشياء الاساسية من كل مادة مثل ما ذكرتهم قبل شوية لانه بعديا ما رح يكون عندك وقت خنشوف الفقرات اللي هني خالها المرحلة الثانية اساس المرحلة الرابعة يعني مو بس صحيح لا جدا صحيح فعليا هي اساس المرحلة الرابعة والمرحلة الرابعة انا اعتبرها هي اصعب مرحلة بالفيز اذا ما كانت اصعب مرحلة بطب الكوفة كله ليش اعتبرها اصعب مرحلة لانه انت منتقل من فيز ون الى فيز تو بالفيز تو هواي امور تتغير ام شي جديد يعني انت تخيل انه انت تروح مباشرة ندام بالمستشفى ما تعرف حتى شون تتعلم حرفيا ما تعرف شون تتعلم ام هواي رح اتواجه مشاكل لانه انت طلقت من الفيز ون المفروض انت خاتم الميديكال بايسيك ساينس ورايح مستعد انه انت باشر دراسة فعلية بالمستشفى هذا المفروض يعني بس هو بالحقيقة هو مويج انت ما مكمل كل شي بال يعني ما رح تكون مكمل كل شي لما توصل للمرحلة الرابعة فعلى الاقل انه نسوي دامج كونترول على الاقل انه تدرس الاشياء الاساسية اللي بحيث من تنتقل للمرحلة الرابعة عندك اساسيات ما رح ترجع من تنتقل للمرحلة الرابعة للكاردياك فيزيولوجي وتريد تفهمه وانت ما فاهم شي من عنده ما ترجع للاناتومي وانت مدارس اناتومي ما ترجع لمثلا الاي سي جي وانت مدارس اي سي جي بحيث تصر معانات بالنسبة لك المرحلة الرابعة حاول تخفف معاناتك قدر الامكان بالمرحلة الرابعة وهذا من خلال دراستك بالمرحلة الثانية مو من خلال اي شي ثاني ستحتاج ان تدرس بشكل جيد ستندم ان لم تفعل بشكل الفعلي ستندم ان لم تفعل الطب تراكمي لو درست شيء واتقنته افضل من ان تدرس كل شيء ولا تتقن شيء شنو معنات هذا الكلام شوفوا احنا طلاب طب يعني بالمستقبل اطباء بشكل فعلي بصراحة لما دومت بالمرحلة الرابعة وطبعا يعني اغلب دوامنا بالمستشفى حتى النظري يعني دوامنا احنا بالمستشفى خاصة الجي اي تي دومنا بالجامعة بس دومناه بالمستشفى بحيث حتى دوامنا النظر يعني محاضرات اللي هي اول اسبوعين كنا ناخذها بالمستشفى فبتماس مباشر مع المستشفى ونمر ندخل من الطارق ونشوف المقيمين الدوريين مواقفين يعني وراء الميز ويجيهم يعني شدنا نقف يامهم ونشوف شي سهون وكذا فكنا بتماس مباشر مع المقيمين الدوريين ونيجي نسألهم انه ما اجتي حالات ما اجتي حالات كارديو ما اجتي حالات ما اجتي حالات وهكذا فهم يقولون انه ذي تشل حالة فلان شي فاروحوا ونحن نروح ناخد استري ونروح يعني نسأل اجزامينيشن اذا كلش عندنا يعني واهس وهكذا فهاي كانت حياتنا خلال السنة الرابعة بصراحة ايا كانت ممتعة التعلم بهال اسلوب ممتع بس المشكلة هنانا المشكلة انه كانت كل ما نتذكر انه احنا ما عدنا فيزيولوجي كفاية ما عدنا اناتومي كفاية دائما اكو شي يجذبني اللي ورا اريد انكمل النقوصات اللي عندنا كان هذا الشي ازعد الشي تمنيت بصراحة لو احد قل لي انه اهمية الدراسة لهاي الاشياء الاساسية اللي ذكرتهم قبل شوية بالمرحلة الثانية حتى ما نتروح للمرحلة الرابعة تستمتع اكثر فعليا تستمتع اكثر ولهذا يعني انا حاليا يعني افكر بشكل فعلي انه اي فرصة تصر عندي ام ايام العطل اذا يعني صادفة وعدنا يعني اطلى مثلا يوم معين بالاسبوع فاروح للطابقة الرابعة الباطنية واتعلمها شوية كم شغلة واخذ هستيري واستخدم معلوماتي بالباطنية من جديد لانسحنا ما ندرس باطنية بعد خلص توقفنا عن الباطنية اه ندرس يعني ما عد المرحلة الخامسة شوية بعيدة عن الباطنية اللي كنا ندرسها بالمرحلة الرابعة اقصد يعني فالقصد اذا كنت عاد نفسك صحيح رح تستمتع اكو حكمة لفيلسوف بريطاني اسمه بروتراند راسل ذاكر هاي الحكمة هوايان بصراحة اللي هي اذا كنت بناء ماهرا فستحب البناء لمن تكون طالب طب صحيح تدرس صحيح تتعلم صحيح تتقدم بالسنوات الدراسية صحيح رح تحب الطب وحتى لو كنت تكره الطب فعلى الاقل رح تستسيغه على الاقل رح تقدر تمشي حالك اذا اتقنت شي رح تحبه واذا ما حبيته فرح تستسيغه ببساطة انت اليوم لغتك الانجليزية لنفرض لغتك الانجليزية صفر وكل يوميا اني اطيق ورقة قصة من 100 كلمة باللغة الانجليزية 100 كلمة مهواي فانت تقعد تقراها انت لغتك صفر ما تستمتع بيها وتكره هالوقت اللي اطيك بها القصة اللي هي كلها 100 كلمة ويمكن قصة بيها حكمة كلش حلوة وتستمتع بيها او جوز مضحكة اي انت كن انت ما عارف شنو موجود بيها ما رح تقدر ابدا تستمتع بيها بينما لو كنت انت عندك من المخزون اللغوي اللغة الانجليزية الكافي اللي يخليك تفهم هاي القصة اللي بيها فقط 100 كلمة فرح تستمتع كل يومية رح تستمتع بهذا الوقت اللي اني اطيك بهاي القصة حتى انت تقراها تستمتع كلش واذا ما استمتعت فعلى الاقل يعني انه انت رح تستسيغ هذا الشي يعني تقرأ القصة بسرعة وخلاص تقوم خلاص انتهت يعني فبالنسبة اليك مفيد شي صعب اذا ما كان ممتع فهو مش صعب هذا اللي انصحك انه توصل له اخذ الشي الاساسي من المرحلة الثانية حتى منه تروح للمرحلة الرابعة يا اما تستسيغ وما تعاني يا اما تستمتع وانا اعتقد انه رح تستمتع فالطب تراكمي تتعلم شي بالمرحلة الاولى وتتعلم شي بالمرحلة الثانية وتتعلم شي بالمرحلة الثالثة وتتعلم شي بالمرحلة الرابعة وسنة عن سنة اكو اشياء تنعاد ويرجعون يضيفون عليها فتشي زيادة بس يبقى دائما اكو شي اساسي بكل سنة بعد ما ينعاد بالمرحلة الثانية هاي الأشياء الأساسية اللي دققت عليها بالمواد ما رح تنعاد أشياء الإضافية ممكن تنعاد بس الأساسية ما تنعاد وبالمرحلة الرابعة أكو أشياء أساسية رح تتعلمها بعد ما تنعاد بأي سنة ثانية هذا الشيء لازم تعرفه هسا رح نسالف على الطريقة الصحيحة للدراسة طبعا بشكل عام أنا شخصيا أعتقد أنه المشكلة بالفيز ون بالطور الأول بأول ثلاث سنوات بكلية الطب خاصة بجامعة الكوفة المسألة أبدا مو بصعوبة المادة وإنما بالعامل النفسي بالملل بأنه أنت تواجه موات جديدة لأول مرة تواجهها حالياً غالبه بمرحلة خامسة قادم أواجه مادة مارة عليها مسبقاً أكو أوليات عندي لهذه المادة أخذتها بمرحلة الثالثة أما أنت حالياً بالمرحلة الثانية بالمرحلة الأولى وحتى بالمرحلة الثالثة فعمليا كانت تواجههون مواد لأول مرة اول مرة انت بهاي السنة راح تتعرف على الباثولوجي بالموت اللي هو انتروداكشن تو باثولوجي اتفقنا ان نسمي تروداكشن تو باثولوجي فهذا كان اول تعرف اليك على الفاثولوجي وتستمر بالجي اي تي باليوريناري بالريس بارتاري بالسايكولوجي بالسي اس اف ام انت تعرفت عليه مسبقا بس يعني تتعرف على موات جديدة بي اه بالسي في اس والاخري وكل هاي المواد اللي انت رح تتعرف عليها خلال هاي السنة اللي تعرفت عليها لحد الان ولي رح تتعرف عليها مستقبلا وكلها مواد جديدة عليك فالعامل النفسي هنا مشكل اثر كبير فلازم تكون واعي انه اكو عامل نفسي بالموضوع بداية الامور دائما صعبة بصراحة بشكل عام حتى لما انت تقرأ عشرات الكتب وترجعت تبلش تقرأ كتاب من جديد كتاب ثاني مختلف كتاب بعلم جديد فدائما تواجه صعوبة حتى لو كان عندك خبرة سابقا فما بالك انه انت اساسا يعني ما عندك ديش الخبرة الكبيرة انت مرحلة ثانية طب فما عندك خبرة كبيرة بمواد الطب فاكيد العامل النفسي هنا مشكل دور كبير وايضا جانب الملل يعني حاليا احنا قاعد ندرس بالمستشفى ناخذ محاضرات يعني تبلش اول اسبوعين محاضرات نظري بعدها نبلش العملي وحاليا قاعد ناخذ نظري وعملي بنفس الوقت عمليا انه احنا قاعد نواجه هاي الامور اللي صالنا فترة طويلة ندرسها وقاعد نواجهها على ارض الواقع بمعنى انه قاعد نستخدم العلم اللي كنا نتعلمه على مدار السنوات الكثيرة اكثر شي عمليا اكثر شي اعني باعتقادي كلية الطب تريد تعلمك اياه هو الهيستري تايكينج شون تاخذ هيستري صحيح من بيشنت بس انت حتى تقدر تاخذ هيستري صحيح لازم يكون عندك معلومات طبية ما ينفع انه انت تكون مثلا ما عندك معلومات طبية بس يكون عندك مهارة باخذ الهيستري وبنهاية تقوم تاخذ هيستري جيد لا انه انت تحتاج معلومات طبية المعلومات هي اساس فعمليا كأنه يتم اعدادك انه فقط تعرف تاخذ هيستري وتسوي ويا دوب تعرف الانبستيجيشن هذا هو المطلوب من عندك كأنه هذا يعني الظروف يعني تقول لك انه كأنه هذا هو المطلوب من عندك فحاليا انتوا بمرحلة بناء المعلومات حاليا انتوا لحد الان ما تقدرون تستخدمون هاي المعلومات ما مهيئين ما منحطين بالظروف اللي يقدرون من خلالها تستخدمون هاي المعلومات ليدكم وعملية بناء المعلومات عملية مملة وبصراحة باحيان كثيرة هي مؤلمة مو بس مملة عملية التعلم عملية مو سهلة عملية مؤلمة الان انا هذا الكتاب هذا الكتاب بصراحة كتاب قيم كلش اللي هو راجوج هذا الكتاب يعلمك ويعلمك بس استنادا على معلومات موجودة عندك مسبقا يعني هذا الكتاب ما رح يطيك مثلا معلومات عن امراض وانما يقول لك ببساطة شون هاي امراض رح تظهر على المريض يعني شكله مثلا تسأل ويجاوبك اعراض معينة وإلى آخره فهذا الكتاب يعلمك تستخدم هذا برأي يعني هاي الطريقة اللي يعني يشتغل به الكتاب يعلمك تستخدم معلوماتك فهذا الكتاب على الرغم من انه بصراحة هو صعب يعني بصراحة اه مو سهل لانه مو فقط انت معلومات تدرسهن وخلاص يعني تنخزن عندك بالذاكرة وخلاص انتهت لا وانما هذا الكتاب المفروض يطيك مهارات يعلمك مهارات يعلمك مهارات تقدر تستخدمهن بحياتك اليومية كطبيب فبصراح هذا يحتاج جهد كبير مو جهد قليل فعملية تعلم هذا الكتاب بصراحة عملية مؤلمة بس فكرة انه انت تعرف كل شي موجود بهذا الكتاب بحيث تعرف تاخذ هستيري مضبوط طبعا هذا الكتاب موجه بشكل اساسي باطنية بس يعني يخوض ببعض التفاصيل ففكرة انه انت تعرف كل شي بهذا الكتاب يعني بصراحة فكرة جدا حلوة يعني انا اعشق بهذا المعنى اعشق فكرة انه انا اعرف كل شي موجود بهذا الكتاب ولكن مع ذلك عملية التعلم من هذا الكتاب عملية مؤلمة وعملية صعبة وتاخذ وقت وجهد احيانا احتاج انه اسوي استعدادات نفسية وطقوس خاصة حتى اقدر اقره هذا الكتاب مشكل فعلي بس استل الشي اللي يدفعني دائما بانه اريد اقره هذا الكتاب واريد اتقن هذا الكتاب وماكلويد يعني بنفس الوقت انا اقرار جوجه وماكلويد بنفس الوقت فالشي اللي يدفعني دائما انه اريد اضبط هذا الكتاب واضبط ماكلويد هو فكرة انه انا اعرف اخذ بشكل جيد واسوي بشكل جيد واني استوني متخرج من كليات الطب هاي الفكرة بحد ذاتها فكرة جميلة اقدر اتحمل الالم اللي موجود يعني بهاي الفكرة او اللي لازم يكون موجود حتى تطبق هاي الفكرة فاقدر اتحملها واحبها ما اتحملها مو بس اقدر احب اتحملها فانت لازم تفكر تجاه العلم تجاه الدراسة تجاه الطب على وجه التحديد بهاي الطريقة عملية التعلم عملية مؤلمة وخاصة لكم حاليا بالفيز ون باعتبار انه انتوا جديدين على هواي شغلات بدايات الامور دائما صعبة المل اللي يواجهكم لانه انتوا ما قاعد تستخدمون المعلومات اللي قاعد تحصلون عليها وانما فقط قاعد تاخدوها تخزنوها وبالمستقبل تستخدموها هذا عمليين اللي انتوا قاعد تساووا فقاعد تكونوا نواعين انه العامل النفسي هنانا مشكل دور فلازم تكون واعي على انه اكو عامل نفسي ولازم يكون عندك خطط انه تتخطى اما الشون تتخطى فلازم يكون عندك فكرة عن الحياة جاية يعني بصراحة اني انصح وبشدة انه طلاب الفيز ون بس المرحلة الاولى بصراحة مكلش انصح بس المرحلة الثانية والثالثة انصح بشكل كبير انه يروحون للمستشفى عدكم شي اسمى هذا الشي لو استغليته بشكل صحيح رح تشوفوني شون الى اثر كبير على هذا العامل النفسي من انت تقدر تستخدم المعلومات اللي موجودة بدماغك صدقني هذا الشي كلش حلو انت واحدك حتى لو ما تحبه الطب حتى لو تشوف الطب معقد وصعب ومزعج و الى اخره الانسان يحب دائما يعبر عن نفسه وماكو طريقة افضل للتقبير عن النفس من انه انت تستخدم المعلومات اللي موجودة عندك فتعبر عن نفسك من خلال تعبيرك عن المعلومات اللي موجودة بداخلك فانت لازم تسوي هالشي يعني لازم بصراحة لازم تزور المستشفى لازم تشوفها لازم يعني هذا الـ CSFM اللي تاخذوه لازم يكون الى تطبيق بالمستشفى ما حد رح يقولك روح للمستشفى عادة المستاذي زالايف حاليا الغالبية يقولك انه لا انه ابقى ادرسه بعديا عودة للمستشفى بعد تروح سنوات الـ وكذا بس ما حد ياخذ بنظر الاعتبار هذا العامل النفسي بصراحة اني اتمنى لو اكو شخص كان يلي انه روح للمستشفى رح تواجه هيتشو 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 رح تتغير فكرتك عن الدراسة اللي انت قاعد تدرسها حاليا يعني احنا من انا بصراحة من رحة مرحلة رابعة يعني بدل ما كنت هاي اللي دائما تكون موجودة بنهاية المحاضرة بدل ما اسوي لها سكيب وما اهتب بيها لا بالمرحلة الرابعة ومت اساسا تقريبا يعني انه اسوي سكيب للمحاضرة بدايتها وارد اروح اشوف هاي او لمرض معين اللي يجي بها المرض اللي من خلالها رح اقدر اشخص هذا المرض هاي كانت يعني بالمحاضرة بنوقات معينة طبعا مو دائما كانت يعني الشغل بالي اكثر شي فاني متأكد انه لو سويت زيارات دورية للمستشفى بذاك البقت انا متأكد انه كان ممكن هواي اشياء تتغير فبعتبار خط التجربة بصراحة بطريقة سلبية احس يعني انه خضتها بالجانب السلبي لها مو بالجانب دي جافي فانصحكم بصراحة انه تروحون تشوفون المستشفى بس هي مرح ينفع تروحون وحدكم انه لازم اكون قايد لكم يعني انا رح احاول بصراحة اكون متواجد بالمستشفى يوم السبت الطابق الرابع احاول هالشي اه لانه احنا ندوا بالمستشفى حاليا فممكن لاش بصراحة محتاج بس البطنية تبقى دائما شي لازم تراجعها شي لازم تشوف يعني مرضة بطنية فاحاول اكون متواجد اه يعني هذا الهي فإلكم أنتو ممكن أن تستفادون من تواجدي إذا تحبون وممكن مو شرط أن أي شخص موجود يعني الأشخاص اللي موجودين بالمستشفى بصراحة مستشفى الصدر تحديدا شفت أن هما أغلبهم أغلبهم يحبون يعلمون الطلاب لأن هما أساسا طلاب أغلبهم طلاب وارد أغلبهم يعني مقيمين دوريين أغلبهم يعني أكتف يحبون يعلمون ويحبون يتعلمون هذا أكثر شي شفت بصراحة فحاولوا تستغلون هؤلاء الأشخاص اللي موجودين يعلموكم وتستفادون من عندهم والعامل النفسي رح يفرقوا إياكم كل شي لمن تزورون المستشفى رح يصير دافع نفسي بدل ما يكون عامل نفسي سيء رح يصير عامل نفسي إيجابي بحث أنه يدفعك دائما أن تريد تتعرف على أمراض أكثر حتى من تشوف هذا المرض تعرف تشخصه فهي بصراحة الطريقة اللي أشوف من خلالها رح تقدرون تتغلبون على العامل النفسي اللي هو أعتقد أنه هو العدو الأساسي لكم بالفيز ون اللي يمنعكم من أنه تقرون بإصرار لا تحاولون تحطون يعني أعذار بفكرة أنه عددنا هواية رح أحكي عن هاي النقطة نطلع على اللي أنتو كاتو عيشوا حاليا عددنا هواية حدي درسنا ما نعرفش ندرس ما نعرفش نسوي هاي بصراحة هاي لأعذار على رغم من أنه أتكم الحق بنقاط كثيرة بس هاي ما تحل الشيء يعني باختصار شديد خاف ما حد قلك ياه لحد الآن يعني أنت بوجه المدفعة ما حد مهتم أنت إذا صرت طبيب أو لا أكثر من عندك أنت فأنت إذا مهتم تصير طبيب فصير حاول تلاقي الطريقة الصحيحة للدراسة حاول تلاقي طريقة واجه بها مشاكلك إذا ما مهتم فما حد رح يكون مهتم إليك يعني أنه أنت تصير طبيب بالقدر الكافي بحيث تصير طبيب فما ألقى لنفسك في اختصار الطب تراكمي شنو يعني طب تراكمي؟ أو دائما نقول أن الطب كيوميلاتف استخدمت هاي العبارة هواية طبي كيوميلاتف قصدنا بي أنه أنت كل يومية رح تتعلم شيء وشي على شيء على شيء على شيء تم بني معلوماتك فلازم ترجع للأساس أنا لازم أتعلم شيء لازم كل فترة تمر علي على الأقل أنه أتقنت شيء بصراحة أنا أحتي عن نفسي كأبد الرحمن طالب طب بشكل عام بغض النظر عن المرحلة لطالة ما كانت عدي مشكلة بأنه أنا ما أقدر أحوي المادة كلها فأفضل أنه أتوسع بكذا مادة وأتأكد أنه أنا أخذت المعلومات المطلوبة من هاي المادة طبعاً مون مطلوبة للامتحان وإنما المطلوبة حتى أكون طبيب هذا دائماً يعني الطريقة اللي أفكر بيها أريد أخذ المعلومات بحيث أصر طبيب مو أنه أصير أول على المرحلة يعني بصراحة ما كان أبداً أنه فكرة أكون أول على المرحلة الدفع الأساسي لي حتى أدرس بصراحة حتى أيام الامتحانات هو إيج بشكل فعلي أوكي طيب فدائماً حاول أنه أنت يعني منه تمر عليك مثلاً مرت عليك خلال هاي السنة السي بي اس بالس ون السي بي اس المس كي المود الأم آر حسب ما أتذكر سي اس اف ام و سي بي اس سي بي اس تو يعني أنا بصراحة أشوف أنه إذا كنت بني الخمسة اهتميت بيهم و اف تي سي بي اس ف ما حس رح تتأثر بشي يعني بصراحة فالقصد أنه أنت لازم يعني على الأقل أنه تهتم بمواد بشكل جيد بحيث تحس أنه أنت أخذت علم يعني بالنسبة للمود لا تعتقد أنه أنت رح تمر بهذا المود مرة وحدة بحياتك لا رح يبقى يناد عليك هو بصراحة ما حد بعد رح يرجع يشرح لك إياه ولا رح يصير عندك الوقت الكافي بحيث أنه أنت ترجع لكل تفصيلة به إلا إذا أنت كنت اكتف كلش و خليت وقت في حي تتراجع به إلا بها الحالة بس القصد من الموضوع أنه الشي الأساسي اللي لازم تاخذه من كل مادة بعد يعني ما يرجع ينعاد عليك تمام هاي واحد اثنين من تاخذ الشي الأساسي فهي هاي القيمة اللي أنت لازم أضيفها على معلوماتك يعني أنا أخذت الشي الأساسي من السمستر الأول سنة ثانية وأخذت الشي الأساسي من الأس فور فخلص نروح المرحلة الرابعة حتى لو الأشياء الثانوية أنا ما أخذتها أشياء الثانوية اللي كان المفروض أخذها بس ما أخذتها ترجع تنعاد وينضاف عليها وأستمر وأكمل حياتي و perfect المرماشية بس من الآن الشي الأساسي ما أخذته لا هنا أنا ما صار cumulative لأن هو شون يصار cumulative يعني أنا أتعلم شي كل فترة وأتعلم شي كل يومية فتجمع فتصير معلومات كواية معلومات تراكمية cumulative يعني تراكمي قلتها قلتها تراكمي فدائما تجمع عندي معلومات دائما أكو زيادة بالمخزون من المعلومات وبنهاية بعد عشرين سنة أصير فتش كبير هاي الطريقة هاي ماكو غيرها ولا ماكو واحد يتخرج من يعني سنة سادسة خلص ونتخرج من كلية الطب وهو يعرف كل شي أنا برأيي أنه واحد من يتخرج من كلية الطب بعد دراسة لمدة ست سنوات على رغب أن تشوفوها هواية أنا ما أشوفها هواية حاليا وما كنت أشوفها قبل بصراحة بس أشوف من واحد يتخرج لازم يقول النفسه أنه أنا هسا راح أبلش أدرس طب ومني بلش يقامة دورية يقول يعني أنه أنا هسا ستاب وان قاعد أدرس طب مني يبلش بورد يقول يالله هسا راح نبلش صدب ندرس طب مني يكمل بورد ويعني يصير الحياة عنده بطرق عملية وصير ده مسؤوليات أكثر بهواء وصير هو أكثر وأكثر بوجه المدفع فيقول يالله هسا أنا مستمر بدراسة الطب ويستمر دائما يقول أنه أنا بعدني أتعلم طب فالطب يكملاتف يستمر لسنوات مو سنة وسنتين وثلاثة ولا حتى عشرة يحتاج وقته هواية بس خلينا نفترض أنه احنا كل سنة ما نتعلم شيء العمل أنه نقول أنه يعني هو يحتاج له وقته هواية وبعد عندنا وقت لا هذا غلط أنت كل سنة لازم تضيف لك قيمة يعني لازم يعني أنا بصراحة بالمرحلة الرابعة كان عندي دفاكت بالCVS وقتها بالمرحلة الثانية مدرست CVS بالطريقة الكافية اعتمدت على المحاضرات لأنه يعني ما عرش ما صار وقتها نسيت بس المهم يعني قصرت بنقاط معينة صارت هواية أشياء المحاضرات كانت بالنسبة لي يعني هواية إلا وصلت للرابعة يلا فهمت شنو اللي كان لازم أسويه بصراحة يعني مرحة القايتن كما يجب على رب أنه درست القايتن بالمرحلة الثانية بصراحة بس ما كان كما يجب كنت أحتاج أنه يكون عندي قايت ما كان هذا القايت موجود عموما فلما يعني ذكرياتي بالمرحلة الرابعة أنه دائما كنت بالكارديو أقول أنه كان لازم أدرس الكارديو كفيزيولوجي والإي سي جي كان لازم يكون عندي فكرة عنهن حتى بالمرحلة الرابعة انطلق أسرع وأكثر تمام فدائما هاي كانت أفكاري بهذا الاتجاه كنت دائما يعني أفكر أنه كان لازم هي شي يصير فاستفيد من تجربتي وحاول حاليا تاخذ الكارديو كفيزيولوجي والإي سي جي ولو بأشياء باي سيكس حتى من تروح للمرحلة الرابعة يكون عندك أوليات تشتغل من عندها ويكون فعلا بهالطريقة أنه تطب بالنسبة إليك كيوميولاتف ما إنه يلا нاخذه بالمرحلة الرابعة يلا ناخذه بالمرحلة الخامسة يلا ناخذه بالمرحلة الناس يعني قابلاني. هسا راح أصر طبيب ممكن ليش لا يعني هو تتعتقد أنه تصر طبيب يعني مجرد أنه وصلت مرحلة الناس Hey波 lesbian نعني لأ التاريخ pequeno تستمر لمدة 6 سنوات اتداءاً من المرحلة الأولى انتهاءاً بالمرحلة السادسة ومن المرحلة السادسة تتخرج وهم تبدأ عملية تعلم جديدة وهكذا وتستمر يعني تستمر دائماً عملية التعلم فحاول تاخذ من المرحلة الثانية الأشياء الأساسية اللي لازم تاخذها حتى فعلاً يصير الطب النسبة لك برأيي الأفضل أنه تتقن أشياء معينة تتقن أشياء معينة وتأخذها وياك المستقبلك أفضل من أنه تدرس كل شيء وما تتقن ولا شيء ماكو معنى أنه أنت درست كل المواد بالمرحلة الثانية ودخلت امتحنت وجبت درجة زينة خلاص الامتحان خلصت السنة تجي للسنة الثالثة تسأل نفسك واني شا درست أصلاً بالCVS والله أذكر كان أكو شيء اسمه وشنو هذا الACG أذكر أنه كان أكو شيء اسمه يعني بايسبس شنو أذكر أنه كان أكو شيء اسمه طبعاً هما يقولوا هجرد يعني بس هنقولها جرد شنو الجرد شنو الجرد والله ما أدري شنو الجرد هذا شنو هذا الجرد هذا أذكر كان أكو شيء اسمه أثيروسكلوروسيس شنو هذا الأثيروسكلوروسيس والله ما أدري هذا مو هو هيت لا لا مو هيت مو هيت ما كو معنى أن تصر حالتك هيت ما كو معنى فعلياً ما كو معنى فأخذ معلومات بطريقة صحيحة حتى لو مو كلها تأخذها بس على الأقل تأخذ جزء من عدها بطريقة صحيحة حتى تقدر تأخذ هاي المعلومات المستقبلك من تصر مرحلة ثالثة ولا تصر مرحلة رابعة ولا تستمر بطريقك فعلى الأقل أنه أنت كل سنة اضافت عليك شيء زيادة أكو شيء استفادية بيه من هاي السنة هذا هو يعني خلي هذا المقياس إليك حتى فعلاً يصير بالنسبة إليك الطب تراكمي لا تستسلم للتراكمات دائمًا رح يكون عندك تراكمة لا تتوقع أنه ما رحيكون عندك تراكمات لا، رح يكون دائمًا عندك تراكمات وعن نفسي أني فأني أحد الأشخاص دائمًا عندها تراكمات حتى لو كملت المحاضرات فاعتقد دائمًا أنه عندني تراكمات لأنه أكون شيء اسمه مصدر هنا يمكن ماゃتم بطلع عليها وحتى لو طلعت على المصدر فأكون شيء اسمه انني ما استخدمت المعلومات اللي أخذتها لحد الآن ما شفت كيسات عن هالأشياء اللي قاعد أدرسها فعلى الطول يعني لا تتصور إنه هو أكو نقطة معينة أنت تقدر تتوقف بيها لا دائما إذا تريد تستمر أكو استمرار أكو تتوقف فقط أنت تمل أو تجزع أو خلص يعني تعبد هاي النقطة اللي تتتوقف بيها وإلا فدائما أكو شيء لازم تسوي فبالنسبة للمحاضرات إذا ترك ما تقاليك فهذا الشيء طبيعي بس أنت لازم يكون عندك ريت ريت من خلالها أنه أنت تقدر تقيم أنه أنت ماشي صحيح شلون يعني أنا قابليتي تتحسبها لازم كل واحد يعرف قابلي تشقد أنا قابليتي إنه باليوم أقدر أدرس محاضرتين بس أنا أخذ باليوم ثلاث محاضرات أربع محاضرات قابليتي محاضرتين بس ما أقدر أقرأ باليوم أكثر من محاضرتين أقرأ ثنين وبقى ثنين تراكم استمر دائما كل يومي أقرأ ثنين وبس خلص أنا أقدر أقرأ ثلاث ساعة بس الصبح أو ثلاث ساعة بس بالليل أو ثلاث ساعة بس الظهر أو ثلاث ساعة بس العصر باقي اليوم أنا لازم ألعب أرتاح بي تونس أسجل الفيديو أمنتج فيديو أسوي أي أشياء لها علاقة بفيديو أقرأ روايات أكو هذه رواية لطيفة كملتها بالعربي كانت لطيفة بصراحة وأخطت أقراها بالإنجليزي أشوف يعني لما تتغير اللغة أكو أشياء تتغيروا إياها أه تجربة يعني فعمليا هذا اللي أنا أسوي ما أقدر أقرأ أكثر بمحاضرتين فخلاص أقرأ محاضرتين أو في محاضرتين تراكم وأنت طالما مستمر كل يومي أتقرأ محاضرتين فلابد أنه لنقطة معينة تنتهي المحاضرات بعد ما يكون محاضرات جديدة فأنت تصير تقرأ الأشياء اللي كان لازم تقراها قبل سيكون تفاصيل أكثر بهذا الموضوع يعني أكو محاضرات مهمة لازم تقراها ما ينفع أنه تعتبرها تراكم وتأجلها لأنه نتعلق بمعلومات جديدة رح تتعرف عليها فيعني لازم تخليها أولوية وأكو محاضرات لأنه ممكن تراكمها وتخليها بعديا عادي يعني فهي تشيء أشياء فأكو تفاصيل أخرى بالموضوع بصراحة صعب أنه أخذ بها كلها بفيديو واحد وهذا الفيديو صعب فليش طويل بس مع ذلك لازم أوصل الرسالة من هذا الفيديو ووستل أنه أنت تقدرون يعني تحضرون بس الجزء اللي تتحتاجون فلا تنهار لما نشوف عندك هواية تراكمات طبيعي أنه يكون عندك هواية تراكمات طبيعي أنه يكون عندك تراكمات أولا وطبيعي أحيانا أنه يكون أكو هواية تراكمات طبيعي أنت أعرف قابليتك إش قد إش تغلط من قابليتك واستمر دائما خلي المقياس ماتك المعيار اللي أنت تقيم به أدائك واستمرارك بالأداء هذا أنه دائما أنا كل يوم يعني أدرس محاضرتين أنا بصراحة يعني لأسوي أدرس محاضرتين وأراجع محاضرة محاضرة قديمة مثلا دارسها قبل تكون مهمة فأراجع محاضرة وأدرس محاضرتين هذا الشي اللي أنا أسوي إذا نقاط معي أنا احتاجت أروح للمصدر فالمصدر يسهل علي هواية نقاط بصراحة و يعني المحاضرة اللي أقراها بالمصدر من أرجع أقراها بعد بالمحاضرة أتصبح كل شي بسيطة يعني فأساسا أقلبها بس يعني بس أتأكد أنه أنا أخذ كل معلومة المطلوبة فهذا أنا اللي أسوي أنت مثلا تقول لا قابليت يعني محاضرة واحدة باليوم إذا حيقابليتك فعلا فاستمر بي ممكن تتحسن بالمستقبل يعني قابليتك تصير محاضرتين وثلاثة عادي طبيعي يعني بس حاليا نستمر على الأقل على الأقل إحنا قدنا فتشين مستمرين علي أنه عدنا محاضرة نقرأ محاضرة واحدة باليوم ونعوه في الثنين تراكم على أمل أنه بالمستقبل نقراها بس مرور الزمن أنه أنا شفت قابليتي زدادت فقمت أقدر أقرأ محاضرتين شوي شوي زدادت قابليتي فقمت أقدر أقرأ ثلاثة محاضرات وهكذا أوكي فأصبر على نفسك ولتنهار مرة ثانية لتنهار لما نتشوف عندك تراكمات آي أهم نقطة هاي العبارة بصراحة أني سويتها تقول أنه الفشل أنه تفشل بأنه تتعلم شي جديد كل يوم بس مو الفشل أنه لسه أكو أشياء هواي أنت لازم تتعرف عليها يعني لازم تتعلمها هو أورادي دائما أنه لسه أكو هواي أشياء لازم نتعلمها هذا الفيديو سلي قاعد تشوفوه المونتاج ما تم أفضل شي بعد سأكو أفضل بس على الأقل أنه هذا الفيديو من ناحية المونتاج أعلمي شي جديد ومن سويت هذا الفيديو بشكل عام ومراجعت بعض من مواد المرحلة الثانية فهذا الفيديو ها ما علمني شي جديد لسه أكو أشياء هواي لازم أتعلمها بس هذا لم يشكل الفشل وإنما الفشل لو ما علمني هذا الفيديو شي جديد والفشل أنه لما أفتح محاضرة معينة وأقرأها كلها أعتبر نفسي دوني قرأتها يعني وأكملها وأني ما متعلم شي جديد هذا الفشل بس مو الفشل أبدا أنه قرأت محاضرة وتعلمت شي جديد واستفاديت بس أنا لسه بعد أدي محاضرات وهواي مقاريهم هذا مو فشل الفشل بأنه تفشل بأن تتعلم شي جديد اليوم السؤال ماذا تمثل المرحلة الثانية من سلسلة مراحل طب الكوفة اللي هي عبارة عن 6 سنوات البطنية الانترنال ماديسن البطنية وما أدراك ما البطنية البطنية شي ضخم ومشي قليل وفعليا الانطلاقة تصير من المرحلة الثانية لذا عدو أكرر المرحلة الثانية ما المفروض تضطيك البطنية كلها ما المفروض تتعلمك كل شي عن البطنية وإنما لأجزاء هذا الفيديو تحدثت عن الأشياء الأساسية الموجودة بكل موديول اللي بشكل فعلي أتمنى لو يرجع بي الزمن وأهتم بيهم أكثر مما اهتميت وقتها أتمنى يكون عندي هذا التفكير حاليا أتمنى يكون عندي هذا الوعي حاليا وأرجع لهذه المواد وأدرسهم أفضل وأفضل بالمرحلة الثانية رح تتعلم شي عن البطنية وبالمرحلة الرابعة رح تتعلم شي عن البطنية وبالمرحلة الساسة رح تتعلم شي عن البطنية ومن تتخرج رح تبقى تتعلم شي عن البطنية بس لازم تعرف أنه للبطنية أهميتها على الأقل بالمرحلة الثانية تعرف أنه البطنية إلها أهميتها حتى تبقى دائما تبحث عنها فأعتقد أنت إذا وصلت لهذا الاستنتاج فأنت بالسيف سايد نفسه رح نسأل في شوية عن الامتحانات وأعتقد أنه هذا الموضوع أحد البوارع المفاضلة لعدكم مع أنه ما رح يكون حديثي عن الامتحانات أنه مدرس الشيء الفلاني يجيب الامتحانات هذا دائما يجي MCQ وهذا دائما يحبون يجيبه هذا دائما كذا بصراحة أنا أبدا ما أحب أتحدث بها الطريقة ليش لأنه هذا يفقدكم بشكل عام يحبوا المغامرة روحوا المغامرة يعني رح أنصحك نصيحة دائما غامر المغامرة حلوة وتخليك دائما تستكشف قدراتك المخبة اللي أنت لحد الآن ما اكتشفتها ومن تكتشف ولو شوية من هاي القدرات رح تزداد ثقتك بنفسك رح يكون عندك اتزانك ومن يكون عندك اتزانك رح تستمر وتمشي بخطة ثابتة فلا تحاول دائما أن تربك نفسك فأول نصيحة أقدمها إليك أنه دائما حافظ على هدوءك بس يصير عندك توتر بس يصير عندك قلق بس يصير عندك اضطراب خسرته هواية بشكل فعلي خسرته هواية لذا فمن تروح للمتحان حاولت تواجه الامتحان يعني باعتبارها أنه فت شي معين وحش أوكي وحش واجه يعني واجه يعني شو ممكن أسوأ شي صير يعني تطلع دور ثاني أول شي إذا أنت دارس إذا أنت دارس فمستبعد جدا أنه تطلع دور ثاني بصراحة أنا أعترف يعني مرت عليه أحيان كثيرة أنه خفت فعليا أطلع بها دور ثاني بجامعة بيروت جامعة الكوفة جامعة لبنانية شي اسم دور ثاني ما أتذكر أصلا أن كان موجود ففعليا مرت علي سنوات مرت علي امتحانات فعليا كنت خايف أطلع بها دور ثاني بس عادي واجهت جنت أروح أنه أكو مادة مدارسها لسه يعني أكو مادة معينة ممراجعها مدارسها عادي وأدخل وأعتقد أنه زملائي ملاحظين هاي الحالة أنه ما عندي توتر ما عندي خوف ما عندي اصطراب حاب أواجه عندي فضول أعرف شنو رح تيجي لأسئلة يعني عادي طبيعي بحيث أنه في اليوم من الأيام يعني تخيلوا الامتحان اللي هو حدد أنه أنا أدخل لكلية الطب أو لا اللي هو بجامعة بيروت في يومها أنه أنا نائم الساعة 3ة كنت سحران وما ذكر ليش سهران سأتقد على فيلم وقعت الساعة سبعة ونصف يعني نمت أربع ساعة ونصف جيد رحت للامتحان أنا ما أدري أصلا لامتحان شنو بشكل فعلي أكو كانت بيعني نماذج عن الامتحان سابقة بس بصراحة ما اطلعت عليها يعني ما أعرف ليش بس ما اطلعت رحت للامتحان هيأت هواي أشخاص أعرفهم من الجامعة اللبنانية منهم إنسانة معروفة بالجامعة اللبنانية طالبة على أنه هي شاطرة طبعا كان الأشخاص اللي أشوفهم دائما underestimate me يعني لا هذا ما ينجح لا هذا لا يسوي شيء هذا سيفشل ويرجع وكنت أسمع كلمات جارحة بلبنان بس صراحة ما كانت تأثر بي يعني كلش أصلا ما كانت تأثر كنت أضحك بنقاط معينة من أسمعها وكنت بنقاط معينة إنه يعني ما أحس إنه سماعتها أصلا يعني ما أضحك لا ما أحس أصلا إنه أكو شيء فأدخل امتحن وبنص الأمتحان يعني تجيجيني أضحكة فأنا لا يضحكة إسه فالمراقبة يعني بوعات لي قالت تشبيك تضحك يعني شو شنو ليش تضحك تلالا بس الأسئلة يعني سهلة وأحس بشكل فعلي إنه أنا رح أنقبل يعني لأن الأسئلة سهلة وكان هذا الشيء لطيف يعني مسرور مبتهد بعض هيش طبعا اللي حاولي كلهم العرق والكذا وإنهما يعني كلش متوترين ويعني بالنسبة لهم هاي مسألة حياة أو موت وخايفين ومضطربين وهذا التوتر أنا متأكد يعني متأكد لو دولة كلهم لو سوينا دراسة عليهم وحاولنا بطريقة أو بأخرى نزيل التوتر من عدهم أنا متأكد إنه كان يعني ممكن كثير منهم ينقبل وكان كثير من اللي ينقبلوا وقتها بالدفع اللي أنجنت فيها ما كانوا ينقبلوا لأنهم دولة رح يقبلهم بدالهم فبشكل فعل أنا أعتقد إنه التوتر عدو أساسي يعني أنت بس أريدك تتخيل نقطة مهمة أنت تقضي خاصة بطب الكوقة تقضي سمستر كامل بحالتنا نقضي سنة كاملة ندرس بها ونجي بفترة 3 ايام 4 ايام بالمرحلة 4 ايام لامتحان بهاي الاربع ايام اللي هي متتالية بالغالب تكون فبهالاربع ايام تحدد إنه إحنا ناجحين لو راسبين السنة كلها ما كان ممكن تحدد نجاحك لو رسوبك يعني كامتحان أنت تعلمت إيه بس ما عندك درجة أنت داخل تقريبا يعني تقريبا صفر بصراحة يعني تقريبا صفر فداخل أنت يعني الدرجة اللي تحصلها بالامتحان هي اللي يتحدد أنت ناجح لو راسب مثل امتحان البكالوريا بالسادس نسخة طبق الأصل يعني تقريبا فتخيل أنت شغل لمدة سنة كاملة وحتى لسمستر كامل بس بحالتكم أنتم تنتحنون بالسمستر مو بالسنة كاملة يعني لا سنستر واحد نمتحنون به احنا لا سنة كاملة نمتحن بيها فالمدة عندنا أطول من عدكم بس بشكل عام بشكل عام أنت تخيل أنه أنت شغلك طول هذا السنستر أو طول هاي السنة ممكن كل يروح بلحظة أنه أنت تتوتر بيها فتفقد عصابك فتصير المعلومات اللي موجودة بمخك بشكل فالي ما موجودة بمخك داخل الامتحان ترتبك فتروح أخي المعلومات فشغل لمدة سنة كاملة سمستر كامل راح صار له ما صار ممكن صارت مع أشخاص يرتبكون يخافون وقت الامتحان وهذا اللي يصير فرأيي يعني أنا طريقتي يعني مو برأي وإنما أنا طريقتي حتى أتغلب على هذا التوتر أواجه ما أسوأ ما قد يحدث طلع دور ثاني أوكي ديل هسة ويالدور ثاني بعديا أوكي خليني هسة أتعامل مع هذا الامتحان خليني هتشي أو أكون عندي يروح المغامرة حب المغامرة أنه أريد أشوف شنو الأسئلة الموجودة أريد أتحدى نفسي بهذا الامتحان بحيث أدخل أمتحن أجيب درجة يعني أو على الأقل أنه أدخل أمتحن يعني على الأقل أنه أواجه كل المعلومات اللي عندي أستخدمها حتى المعلومات اللي عندي أحاول أستنتج من نماط السؤال من كذا أحاول أنه أكون فايتر بهذا الامتحان محارب أحارب بشكل فعلي بهذا الامتحان مو فقط أنه شخص درس وبس لا أنا مقاتل أنا محارب مو مو فقط إنسان يدرس معلومات تكون مخزنة بدماغة ويجي ينزل هنا على الورقة وبس لا مو هذا أنا هاي بشكل فعلي أنا مؤمن بهذا الشي أتمنى أنه تهمتين تكون مؤمن بس ما نقدر ننكر بصراحة أنه الاستعداد للامتحان هو اللي رح يطيق روح المحارب هاي يعني وإلا فماكو محارب يجي حارب وهو لا عنده سيف ولا عنده درع يعني ف يعني لازم يكون عندك على الأقل سيف ودرع يعني أوكي روح المحارب اللي أنت هاي الأشياء اللي ذكرتها قبل شوية أوكي موجودة بس يعني أحداث سلاح يعني السلاحك هو المعلومات اللي أنت كنت تتحضرها آآ لازم يكون عندك تصور عن الامتحان شنو راح يجي به الأفكار أفكار عن الامتحان المادة ما للمتحان هذا كله لازم يكون عندك أفكار عنه ما ينفع أنه أنت تجي تواجه شي معين وأنت ما عندك فكرة عنه دائما كون بريبيرد دائما استعد وأكو هواي يعني من السنعات سابقة نماذج من الامتحان آآ أكو هواي مصادر آآ يعني بيها امتحانات بشكل فعلي تقدر تسترسالف يعني آآ وأكو هواي أشياء تقدر أنت من خلالها أن تعرف بشكل فعلي مدى استعدادك يجد لازم يكون وأنا بصراحة أشوف أن أفضل طريقة حتى أثناء دراستك طبعاً مو بفترة الامتحانات بفترة المراجعة لا أثناء دراستك أفضل طريقة تدرس بيها حتى تمتحن ويكون امتحانك مثمر جيبي درجة ونفس الوقت أنه تكون مهيئ أصلاً أنه أنت تمتحن دائماً خلي ببالك أنه أكو مريض أنا أتعامل ويا وما رح تجيك الأسئلة بالغالب ما رح تجيك أسئلة مباشرة أنه دول فلاني يستخدم لي شنو يعني قليل تجي أنت عندك كيسات كيس معينة فأنت لازم تكون موجه بطريقة الامتحان أنه أنت عندك كيس حالة معينة فلازم من تدرس يكون تفكيرك بهذا الشي تفكيرك وأثناء دراستك من الأساس هو أنه أنا طبيب بالمستشفى طبيب بالعيادة يجيني مريض معلومات اللي تأخذها خلال دراستك خليها موجهة بهذا الاتجاه أنا طبيب هاي معلومات توجد استخدمها حتى أساعد أو أعالج هذا المريض خلي دائماً موجه بها الطريقة يجي مثلاً مريض أنه عنده فتساين معينة مثلاً القرد اللي هو هذا شنو الساينز مادته علامات مالته شنو السمتمز مادته أفكر بها الطريقة من خلال هاي الطريقة أنا متأكد أنه بالامتحانات يعني رح تأدي بشكل جيد الغاية الأساسية من دراستك بكلية الطب هو أنه تنصنع كطبيب الغاية الأساسية هو أنه يكون عندنا طبيب موجود بالمستشفى بالمجتمع بشكل عام يساعد الناس أعتقد هي هاي الغاية ما أعتقد أكون غيرها يعني فدائماً خلي هذا الشيء بيبالك الدرجات العالية حلوة مطلوبة ولطيفة بس الألطف والأحلى والمطلوب أكثر أنه أنت تكون طبيب فلا تصير دائماً أنه الهاجس الأساسي عندك أنه أحصل على درجة لا خلي الهاجس الأساسي عندك دائماً أنه أصير طبيب طبيب كفوق هذا الهاجس الأساسي عندك وإلا الامتحان نفسه ما يحدد من الأساس أنت إذا كنت طبيب ناجح أو لا المعلومات بحد ذاتها مو دائماً تحدد إذا كنت طبيب ناجح أنت أو لا اللي يحدد أنه يورك كاركتر يعني شون أصفها يورك كاركتر بس شخصيتك، ميزاتك، المهارات اللي تكتسبها خلال سنوات دراستك أفكارك، واي أشياء من هاي يعني إلها النصيب الأكبر بتحديد بشكل فعلي أنت إذا كنت طبيب جيد أو لا بنقاط معينة أكثر من درجتك وأكثر من معلوماتك الطب مو بس معلومات تحفظها وبالمستقبل تستخدمها، لا الطب عبارة عن تعلم مهارات كثيرة يعني بصراحة بنقاط معينة الشي الأساسي اللي نسأله والشي الأساسي أصلاً اللي نعاني منه هو ضعف المهارات وضعف المعلومات فنصير نعالج ضعف المعلومات ونواجه ضعف المهارات بشكل كبير خاصة بالمستشفى خاصة بالفيستوم فدائماً نفكر بهالشي دائماً نفكر بأنه تصير طبيب جيد مو طالب جيد لا طبيب جيد تخليك دائماً أنه أنت بوجه المدفع حس نفسك أنت بوجه المدفع أنت في شكل فعلي رفض يوم من العام راح تصير بوجه المدفع يعني تأول ما تتخرج أنت مقيم دوري الفيرست لاين يعني أنت بالنسبة للمستشفى أنت الفيرست لاين أول ما يجي المريض ما يروح للطبيب الاختصاص اللي صاله سنوات بالمستشفى أو عدة خبرة باختصاص معين لا طبيب الاختصاص أصلاً يعني اللاست لاين مو الفيرست لاين أنت الفيرست لاين أول ما يجي المريض يجي إلك أنت أول ما تتخرج من كلية الطب يجون إلك بعدياً إذا بحالة تستوجب الاختصائي فيروح للاختصائي خلي هالشي ببالك فكر أنه يعني بهالشي رح تنفعك الدرجة العالية ولا كونك طبيب جيد ولا كونك طبيب معد بأنه تكون بهذا الفيرست لاين وبصراحة النصيحة الأقوى اللي أعتقد أنه أقدم لك إياها بهذا البارت من الفيديو أبقى للنهاية دائماً يعني لا تفقد أعصابك بنقاط معينة وتقول أنه أنا نص السي بي اس مدارسة نص السمستر الثاني مدارسة نص السمستر الأول مدارسة ويأشياء مدارسها ما مستعد أروح أمتحين تصير تقنع نفسك بأشياء أنه أنا أعيدها يستنع على مد المعدل التراكمي أنا أسوي فلان شي على مد فلان شي الوقت أهم الوقت أهم بصراحة يعني أبقى للنهاية وروح أمتحن حتى لو أنت ما عندك معلومات أمتحن أين يكن هذا الامتحان فحتى لو نتائجها كانت سيئة ورح يقربك خطوة على الأقل من النتائج الجيدة فلا تستسلم وتقول أنه أنا ما أقدر أمتحن خلاص أعوف الامتحان خليني على الدار الثاني ساني ما مستعد أو خليني على السنة الجاية أني ما مستعد أه لا صدقني دائما أبقى للنهاية مرت علي ظروفه بصراحة ما أحب أحكي عنها بس مر علي امتحان أثناء الامتحان يعني ردت أترك الامتحان شكل فعلي هذا الشي صار ردت أترك الامتحان بس ما تركته استمرت به ومن استمرت به نجحت كان درجة جيدة يعني جيدة فهذا اللي صار استمر دائما للنهاية استمر دائما نصر مقاتل بتستمر للنهاية بالنسبة لك مو أنه بس أكون موجود بساحة المعركة لا الغاية عندي أنه أنتصر هذا اللي أني جاي على المودة فاستمر للنهاية بش يصير خلي يصير يعني يعني اللي يشوف هواي تهتم باللي رح يصير بعديا سهتم باللي يصير هسه لأنه هو اللي يصير هسه هو أساس اللي رح يصير بعديا فاهتم باللي يهسه بالهسه موجود بالحاضر التوتر خوفا من المستقبل رح يخليك الحاضر هسه اللي أنت بيه تفقده أو بالنهاية هذا الحاضر اللي هو رح يصير أساس للمستقبل فأنت فقدت المستقبل فعمليا يعني أعتقد مو صعف جدا بها الحالة التنبؤ بالمستقبل يعني ما أعتقد كلش صعب لأنه إذا كان الحاضر معروف شنو هو فالمستقبل ممكن يكون معروف شنو هو بنقاط معينة مو له لا أحد أخواني آآ اللي هو أصغر من عندي بشكل مباشر يعني 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 هو أنا ستة وتسعين هو سبعة وتسعين أوكي آآ لما رحت اللوبدان يعني قال رح أوجه لك نصيحة بقيها دائما يعني وياك دائما فكر بيها قلت له شنو هي قال دائما استمر ربقا للنهاية حتى لو تعرف أنه الفشل محتوم استمر استمر للنهاية وأكون شخصة دائما أقول له أنه مهما يكون مهما يكون فامشي أو أريد نمشي سويا عن وياك بهذا المعنى وين يكون أكو سد بموضوعنا فنوقف على السد ونتأكد يعني نحس أنه هذا السد موجود تحت رجلينا يلا نترك الموضوع مو مهما النوضوع شنوه فلا تخلي قبالك الموضوع شنوه بس الفكرة الكلام اللي قلته أنه أريد أحس أنه السد موجود تحت رجليه هذا السد موجود أتحسسه تحت رجليه يلا ترك الموضوع مو أنه مجرد أشوف السد على بعد يعني كيلومترات واعتقد انه هو هذا السد وجوز مو هذا السد جوز سراب مو اكثر يعني فدعم اروح للنهاية واشوف النهاية شنو بيها مهما يكن فيعني ما راح تغير هو يعني طالما انت يعني كنت ناوي تستسلم فاستمر للنهاية يعني جوز اضيف شي وجوز ما اضيف شي فبالنهاية انه يعني اذا ما كانت جيدة فهي مو اسوأ يعني بهذا المعنى اريدك بشكل فعلي تدرك انه دراستك لمدة سمستر كامل لمدة سنة كاملة لأي مدة كانت هاي كلها بكفة وادائك وقت الامتحان بكفة ثانية فمن تروح للامتحان لازم تروح بروح المحارب انه انت رايح تريد تمتحن وتاخذ الدرجة اللي انت تستحقها وتستخدم المعلومات اللي عندك كلها ما تسمح للتوتر للاضطراب للقلق للخوف يخلي ادائك بالامتحان ينخفض وبشكل فعلي مهما كانت دراستك جيدة اذا كان ادائك بالامتحان سيء فهذا رح يأثر بشكل جدا كبير انا بشكل فعلي اعتقد انه فعليا الدراسة بكفة والاداء وقت الامتحان بكفة ثانية هسا نجي نسالف عن الموضوع اللي بصراحة هواي فكرت قبل لا اسالف به وسألت في واي اشخاص وتقصت وسويت عن الموضوع قبل لا اجيه احتي بهذا الموضوع وبصراحة كنت متردد بالبداية انه احتي بالموضوع بس انا فكرت وشفت الواقع اللي قاعد يصير فشفت انه ملزم احتي بهذا الموضوع يعني ملزم لانه عندي واحد وسبعين الف شخص من انا يتابع اوكي هسا مو كلهم عراقيين ومو كلهم يعني طلاب طب ومو كلهم يهمهم الدورات والاكاديميات بس ان جنرال يعني بغض النظر عن الموضوع اللي قاعد احتي به ملزم دائما انه برأيي يعني الشخصي ملزم بانه اقول رأيي الصريح ملزم بانه اساهم ولو بشي بسيط بانه اخلي هذا العالم شي افضل يعني فد شي افضل فد مكان افضل للعيش بس اذا يعني معلموا الناس فاعلموا نفسي واذا معلموا نفسي فاعلموا اولاتي في المستقبل يعني فاو فاو اشوف انه كل شخص ملزم بانه يقدم مساهمة حتى يكون هذا العالم افضل واذا ما حتقدم يعني يسقنا بعالم بانه ما حتقدم اي مساهمة بانه يخلي هذا العالم يعني مكان افضل للعيش فإذا كنا هيت ما يكون حتى عندنا الحق بأنه نستاء من الوضع اللي موجود بهذا العالم أي شيء احنا المواجهة يكون بالنسبة لنا سلبي ما عندنا حق أنه نستاء من عنده طالما احنا من بادر ولا بأي شكل من الأشكال بأنه نخلي هذا العالم أفضل فيعتبر بهذا الجزء من الفيديو مساهمتي بأنه أجعل هذا العالم أفضل أنا أعتبرها بهذه الطريقة هذا يعني خلين نقول شون مبادئي أفكاري آرائي يجب أن تأخذها مثل ما هي يعني أو أرفضها لا تأخذها عادية كنت بالرابع أعدادي بالرابع أعدادي كانت أول مواجهة بشكل فعلي بالنسبة لي مع فتشي اسمه ألم التعلم كان عندنا أستاذ بالكيميا درسنا كيميا هذا الأستاذ عملية ما يدرسنا وأنا ما بس يمتحنه مثلا باتش رؤينا في الموضوع معين ما نروح مثلا ويشرح لنا الموضوع وثاني يوم يمتحننا لا الروح بشكل مباشر نمتحن بالموضوع يعني لازم نكون دارسين قبل ومهيئين بحيث أنه احنا نمتحن والكيميا كانت بالرابع أعدادي أغلبها معادلات وأغلبها مسائل لحد كيميائية رياضية وإلى آخرين من هذا الشيء يعني فكنا نروح نمتحن بمادة بالنسبة لنا صعبة وكانوا أغلب الطلاب يتذمرون وهي أصلا كانت ابتحانات ممحسوبة يعني ما كفت درجة معينة رح ناخذها وبنهاية يعني رح تنحسب يعني كدرجة وكذا لا ولما كانت ابتحانات ممحسوبة بس احنا ما كنا نعرف يعني بعدين يلا عرفنا أنه هي ممحسوبة آآ كانت تعتبر بيعني شكل يومي تنحسب يومي بطريقة معينة تعرفون بعد نظام المدرسة بس شكل فعلي أول يعني بداية يعني هذا الموضوع آآ مرتيا أو ثلاثة صارت آآ يعني أنا شنت ما أنجح يعني لأنه ما أكون مهيئة كفاية بحيث أمتحن وأنجح فانهارت وقتها يعني بنسبة لي مادة معينة أرسب بيها يعني امتحان معين أرسب بي يعني شنت دائما بكل صف انه يعني من الشطر الموجودين اذا مو الثاني فالأول اذا مو الأول فالثالث يعني له واحد دوثين له الثالثة واحد دوثين فراحت يعني ااا يعني الوالدي وقتها كتلا هي تشوف يشي السالفة فأا يعني لازم اااا اشوف مدرس يدرستي الكيميا فكرة انه يعني بذاك الوقت يعني احنا بنظام عائلتنا يعني بعد ما أعرف العوائل شلون بس احنا بنظام عائلتنا فكرة انه انت تروح تشوف مدرس يدرسك خارج المدرسة هالفكرة الى حد كبير ما مقبولة الى حد كبير فقال ليش قلت له لانه يجب 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 الصالفة انه قاعد يمتحنها وما قاعد يدرسنا وما قاعد أفهم قال روح تقراها وحدك وحفهمتها وحدك وقد هاني كل شو ضجت ويعني ما اسمعت رأي والدي وقلت لا انه بابا ما قاعد يعرف عن شنو يحتي فبشكل فاليا وغلط هالكلام يعني واني بشكل عام اني انسان متمرد عن يدي يعني مبسه الاقتناء فوقتها يعني ما حتيته ايو يا والدي بس ضجت يعني وحسيت انه ماكو مساعدة يعني يعني زلت فوادي اساسا اريد من عندها مساعدة فما حصلت على المساعدة اللي اريدها اه فصعدت في غرفتي اخر امتحان امتحنت وزعت قرأت يعني واشفت انه انا اقدر اقرأ واحدي وامتحن واطلع داردة كاملة اي يعني كملخص فبعدين نظرت للموضوع بنفس اليوم يعني بنفس الساعة عمليا ايه بنفس الوقت مو بنفس الساعة ما اذكر الوقت بالضبط بس هي بنفس اليوم بنفس الليلة دازلت الوالدي قلت لقي كلامك صحيح يعني انا اقدر ادرس وحدي والكيمياء مو صحيح يا كيمياء بس مو باك التعقيد يعني الكتاب مشروح وبشكل جيد فرا اعتمد على الكتاب واقدر ادرس وحدي وانجح ولا احتاج مدرس ولا شيء حتى المدرسة الموجودة والمدرسة ها مو كلش احتاج قال خلص هاي الامانة هو كان يشرح الاستاذ بس بعد ما يمتحننا يعني مهم استمر الموضوع تعلمت انه ادرس الكيمياء وحدي وتعلمت هواي اشياء من وقتها يعني بليش السنة لما تعلمت ادرس وحدي تعلمت هواي اشياء صرت ابحث مثلا مر علي عدد المولات شو عدد المولات او عدد افا كادرة من الاشياء شيني الاشياء جزئيات او درات او مركبات اي وشو هو اصلا شنو عدد افا كادرة هو عبارة ان ناظر الكاربون اطناعش اخده مغرام واحد من عنده حسب وجه عدد ادرات اللي بيه واعتبره ستاندرد بحيث انه دائما نرجع الاخري من هذا الكلام فا اوكي جيد انا قاعد اتعلم قاعد استفاد قاعد اتطور وحدي بدون الاستعانة مع يعني باي شخص اخر انا وحدي قاعد اتطور قاعد اتعلم فاستمر هذا الوضع بهالطريقة لطول السنة يعني وهاي المعلومات اللي قدت لكم اياها للامانة وما اعرف يعني ان شاء الله تثقهم بيا يعني بس بشكل فعلي قررتها بالسنة الرابعة بالصفة الرابعة اعدادي وما رجعت لها ابدا يعني مرة ثانية وكانت هو الاساس هناك يعني بالرابع اعدادي ومدرستها لا بالكلية ولا بعديا بالسادس وبالخامس كان الشي الاساسي هو من الرابع رفض شنو يعني عدد المولات وحدي بعدين الحسابات الرياضية المولاريتي المولالية الى اخير من هاي الامور اتكونت بعدين مفاهيم اضافية بحكم الخبرة بحكم الكذا بحكم ان احنا احيانا بسا هنا بكلية الطب منه نقول انه 5 ميلي مول بير ليتر لازم نعرف انه المول شنو ويكون ادنا فكرة على الاقل وانا متأكد انه لو سألت طلاب الطب شنو يعني المول انا متأكد انه احتمالية تسعين بالمية من عندهم ما يعرفون اذا مو اكثر اصلا احتمالية عشرة بالمية يعرفون هذا الشي كلش متفقل بصراحة فتعلمت ادرس وحدي هذا الشي صار بشكل فعلي انه وحدي تعلمت ادرس كيمياء وحدي من ارغب عدادي واستمر هذا الشي صار بالنسبة الي يا دكتور ما يعرف يدرس ما عادت او استاذ عمليا ما يعرف يدرس ما عادت مشكلة يعني ما يرجع للبيت ادرسها وحدك وقتها لا كان اكو يوتيوب انترنت مجنت فما لي رويا كلش بحيث انه اقدر ابحث على الانترنت شي ما اعرفه وكذا لا كان بالنسبة لي الكتاب هو الشي الاساسي احيانا مثلا اسأل يعني اسأل الاستاذ او شي بس ما اتذكر بصراحة بشكل فعلي انه يعني كنت اسأل الاستاذ هواية كان يمكن استاذ بالفيزياء بالرابع والخامس كان ايه كنت فعليا اسأله هواية لانه كان يعني صراحة من افضل الاساتذة اللي مروا علي بالمدرسة كان فعليا بشكل يعني امانة علمية عنده بحيث انه يريد يعلمك الفيزياء يريد يعلمك تعلم نفسك يعني وتطلع انت من الصف الرابع والصف الخامس تطلع من درسة بحيث انت تقدر تدرس الفيزياء انت فاهم شنو يعني الخاصية الشعرية للمادة انت فاهم شنو يعني المتجهات وصدقوني قبل فترة مو مو بالبعيدة يعني قبل اشهر شهر يناوي تشي كنت ادرس كنت ادرس غايتن اللي هو ادرس اساسيات الـ اي سي جي الفكتر كارديو جرام اي الفكتر كارديو جرام اعتقدتي كان اسمه هذا بالضبط شنو اتجاه الكاردياك اكسس يعني كاردياك اكسس شنو اتجاه التيار الكهربائي اللي صار بالقلب يعني اعذروني على المصطرحات لانه ساني مو فوكست يعني ويالي سي جي بس خلونا اسب بفكرة المتجهات المتجهات اساسها اخذتها بالصف الخامس اعدادي من هذا الاستاذ اللي علمنا شنو يعني متجهات وعلمنا شون نحسب المتجهات والله العظيم كان الاساس عندي بفهم المتجهات بالي سي جي من قايتن من خلال هذا الاستاذ اللي درسنا بمدرسة حكومية بالصف الخامس والصف الرابع بالصف الخامس كان باول فصل من فيزياء الخامس علمي كان عندنا المتجهات وقتها ما كان لا اكو احيائي لا كان اكو احيائي ولا تطبيقي اه مجرد خامس رابع علمي هاي مترين فهذا الاستاذ ضعف على مهاراتي بصراحة هواية احلمني اشياء يعني هواية ما اقدر انكر انه هذا الاستاذ ساهم بشكل او باخر بشكل مباشر او غير مباشر اعمالي انا اعتقد غير مباشر ما ادري وجوز مباشر بستادي زالايف ما انكر انه هذا الاستاذ كيمياء بالرابع اللي ما كان يدرسنا كان بس يمتحنا ساهم بنقاط او باخرى بستادي زالايف ما انكر انه بالسادس علمي كان عندنا استاذ اساتذة بشكل عام بالسادس علمي لغاية الاساسية انه انت تعرف تحل بحيث تدخل الامتحان تجيب نية هذا كان يعني الشي الاساسي ما كان اكو غيره انا هذا ما يناسبني يعني قصة النوم يعني انا دائما على العالي وعلكذا ودائما مقتدع ودائما شي ودائما اني تلابس ما اقدر يعني بشكل فعلي ما اقدر استمر بشي بس حفظة يعني يعني احفظ الرياويات احفظ الكيمياء احفظ الفيزياء احفظ الفيزياء احفظ شكل فعلي فتكونت دائما اروح باتجاه انه اريد افهم التيار الكهربائي و تفاصيله هواي عن الشحنة لي كلش ساعدت نهاماتيا بفهم الاسي جي بقايتا تعلمتها بالسادس اعدادي حماتين شوية بالرابع بالثالث متوسط كنت صراح كنت بالمتوسط وبالابتدائية كنت اعتمد بشكل اساسي على الاساتذة يعني ما كنت ادرس تقريبا قليل كلش بلشت الدراسة بشكل فعلي من الاعدادية بشكل فعلي يعني بلشت الطالب من الاعدادية قبلها كنت بس يعني بس يقولوا لي ها هيتو هيتو يعني و اروح امتحن وعلى شرح الاستاذية اركز جنت بالصف وبس بالاعدادية بالعكس اركز ويا بعض الاساتذة من كلهم بس بشكل اساسي يعني تعلمت بالاعدادية شون ادرس نفسي تعلمت بنقاط معي شون ابني مهاراتي فكانت تجارب صراحة قوية يعني بعديا عرفت اثارها شلون بشكل فعل يعني ما كنت واعي انه اني كنت اسوفت شي جدا جيد وبعدين رح يكون اكون الى اثر قوي بالمستقبل ومن ضمن هذا الاثر هو يعني ما كانت ممكن تنصنع لو ما كنت عشت هاي التجارب اللي ممكن تكون بسيطة بالنسبة لكم حتى بالنسبة لي وقتها كانت بسيطة بس يعني الها اثر مالحوظ يعني ما اقدر ابدا انه استثنيها من انه يكون الها اثر ابدا فبالسادس كانت بنقاط كثيرة يعني برياضيات خاصة مبارهنة ترول شن هي مبارهنة ترول ما حد يجاوبك تروح للكتاب تلقي الجواب وهذا المطلوب شن يعني رسم الدوال هو شن يعني شن رسم الدوال شن يعني رسم الدوال شن استفاد من رسم الدوال التفاضل هو شن بالضبط تطبيقاته بالكيميا الا تطبيقاته هواية تطبيقاته بالفيزياء الا تطبيقاته هواية weird رياضيات موجود بالكيميا ونقدر نسوفد معدلات معينة ونقدر نسوفد نظريات معينة بطريقة نظرية على الورق وبعدين نقدر نطبقها بشكل عملي ولو ما اثبتناها بشكل نظري هيك هذي يكون من المستحيل اثباتها بشكل عملي وتاخذ فكرة عن الرياضيات بشكل جيد يعني وان انت يعني جيد انت عندك فكرة عن الرياضيات مو فقط انه ارقام تكتبها ولا رموز وتروح تكتبها نفسها بالورقة وتمتحن بها وتطلع درجة وتدخل كلية الطب المسألة ما هيش لا المسألة كان اكو تفاضل وكان اكو تكامل التفاضل شنو هو المشتقة شنو هي هذا كله لازم تروح بحث ترجع الكتب الخامس ترجع الكتب الرابع تروح تدور بالملازمة الضخمة اللي تحاول تلاقي جواب تبحث على اليوتيوب وقت ما كان اكو يوتيوب تبحث على الانترنت اريد افهم المشتقة شنو هي شنو هي شنو يعني شلون انو اني طالب سادس رح اطلع من السادس وهاني طالب سادس انو اطلع من السادس واني ما اعرف شنو يعني مشتقة شنو يعني انو اقعد سنة كاملة بنسبة لي بصراحة سنتين السادس اا اا واني ما اعرف المشتقة واقعد احل مسائل طويلة وبكميات كبيرة واني لا اعرف المشتقة شنو ولا اعرف الاستمرارية شنو ولا اعرف شنو براها نترول شنو براها نترول شنو براها نترول قيمة المتوسطة شنو ما اعرف شن يعني رسم الدوال ما اعرف شن يعني التحدب والتقعر ما اعرف كل هذا انا ما اعرفه لا لازم اعرفه يعني فان بالنسبة لي انو اعرفه اذا ما اعرفه واذا ما اعرفه انو فان ما اقدر اتعلم بها البساطة فكنت بشكل فعلي انو بحث وكذا وانو اريد اتعرف يعني على هذا الشيء على المعلومة مساعدني هواي لما رحت للجامعة اللبنانية بالجامعة اللبنانية نفس مواد السادس رجعت دراستهم بالجامعة لبنانية في المرحلة التحضيرية الكليات الطب فساعدتني هواي يعني اعدي معلومات سابقة يعني انا مو نسان جايش من الصفر لا وانا اعدي معلومات قوية معلومات سابقة حتى بنقاط معينة من التناقش لبنانيين اللي كنت اعتقد انهم ما اعلم ان عندي علميا باعتبار انو نظامهم افضل من نظامنا وكذا. شنت بنقاط معينة لا انه ناقشهم وما يعرفوها ويعني وبصراحة بنقاط معينة انت استغرب انه ما يعرفوها. وشان هم يستغربون انه انا يعرفها يعني فعملية الاجوكيشن مو عملية سهلة. ولازم تنبيني المهارات صحيح وإلا ما نقدر نقول على هذا الشخص انه هو مو انه معلومات تحفظها وخلص. مو انه علومات موجودة بكتاب ضخامة هذا او اضخم من هذا على فكرة هذا كتاب مو ضخم كلش. بس ايا يكن مو عملية من خلالها احفظ المعلومات الموجودة هنا اروح امتحن بيها او اروح اقولها للدكتور بالاوسكي ويطيني درجة وخلص اعتبر نفسي انني اجوكيتد. لا. مو هيج. اجوكيشن يكون لما نقاني هاي المعلومات فاهمها حافظها اقدر استخدمها تنتج بالنهاية شيء حيث انه من اسوي اجزامنيشن الاقي من اخذ هستري اعرف شون اخذ هستري من فيشنت ام يناقشني الدكتور مو يسألني لا يناقشني اعرف اناقشه اعرف اجاوبه ويعني اعرف بالنهاية انه اعطي ناتج من هاي الدراسة اعرف انه لما ادرس وحدي وايددخل الدورات منهم دورات يعني على اي بي طلاب حالي ان هما تخرجوا اا منها حتى محاضرات اا منها هواي اشياء بصراحة الايوتيوب ما دخلت هواي اشياء يعني ما عرف ليش. بس انا بشكل عام اليوتيوب ما استخدمتها واستخدمتها ومن استخدمتها حسب بشكل مباشر للكلينيكل ما رحت يعني ECG وكذا وهي السوف ما رحت بصراحة ولا حتى فيزيولوجي ولا اناتومي ولا هاي الأمور اعتمدت بشكل كامل على المصادر فهذا كتاب ECG أنا قريته وحدي تماما من الصفر وقبل أن أقرأ هذا الكتاب تقريبا ما كان عندي فكرة عن ECG جيدة أعرف بس أنه ECG هو تخطيط القلب بس بشكل فعلي أجهل شنو الفرق ما بين الليدز فأجهل بشكل فعلي شنو الفرق ما بيناتهم ما عرف يعني ECG ما حد يقول لي ECG أعرف أنه هو تخطيط القلب أكثر من هذا ما عرف جيت لهذا الكتاب عرفت بشكل فعلي شنو تخطيط القلب بعدين رجعت لقايتن على رغم أن أنا قاري قايتن قبل رجعت قريته مرة ثانية نصا كله كله قريته من جديد وتعرفت على كل التفاصيل ونصنع بدماغي كاردياك فيزيولوجي جيد أقدر أنافس بي بصراحة أشخاص أعلى علمية من عندي بهواية ونصنع بدماغي ECG جيد أقدر أنافس بي أشخاص همعلى من عندي علمية وقدر أتأدمج هذا بالبراكتس وقدر أتأدمج هذا ويه الكلينيكال اللي قاعد أدرسه وقدر أتأدمج هذا ويه البيثالوجي اللي يا درسه فعملياً ليش دعوكم هذا الكلام كله؟ دعوكم هذا الكلام حتى تعرفون أنه عملية التعلم مو عملية من خلالها أنا أقدر أحفظ المعلوماته فقط لا أستخدمهم وأساسا الأدوكيشن لازم يكون بطريقة بحيث أنه أنا أقدر أزيد معلوماتي وحدي كليه الطب رح تنتهي ما رح تكون منتمي لجامعة بالنهاية بعد ما أنت ما تكون منتمي لجامعة كون فقط منتمي للمستشفى لازم أنت تستمر بأنه تعلم نفسك واجهك في الأشياء بالمستقبل لازم أنت تتعلم وحدك حتى تقدر هاي الأشياء اللي تواجهك تحلها أو تتعلم من عدها أساسا لازم تتعلم الأشياء الأساسية تتعلمها وإذا ما كانت موجودة عندك فإذا ما كان أحد يعلمك ياها فلازم أنت تتعلمها وحدك تتعلم الأشياء الأساسية اللي تطيك لقدرة تطيق الصلاحية بحيث تتعلم أشياء جديدة هاي الفكرة اللي أريدها توصل لك فعملية التعلم عملية مؤلمة مو عملية سهلة عملية تحتاج جهد ووقت واستعداد نفسي ومع علاقات اللبنانيين لابد انه تفوت بالحيط انا فتت بالحيط عمليا انه دخلت بطرق مزدود كل شي ما فهمت بما معناته انه يعني ما عندي شيئة سوية دماغي سكر دماغي استخدم المصطح لتريده بس الفكرة انه لازم تتخبط مو انه مثلا انا بشكل مباشر يجي اريد اتعلم ECG رأسا لاني بصراحها بالاول شفت المحاضرة مالتنا بالCVSS حاليا نعدكم شفتها useless رحت لقايتن درست الكارديك فيزيولوجي فهمت لدرجة معينة بس ما كان الفهم الاساسي درست ECG بقايتن علاقات اللبنانيين فتت بالحيطة بقايتن حرفيا تركتها بعدين بالمرحلة الرابعة طبعا انا حاولت خلال هاي الفترة انه ما بين المرحلة الثانية و المرحلة الرابعة انه ادرس ECG بس دائما كانت الخطط تفشل فبالمرحلة الرابعة خلاص من البعض ماكو اكسكيوز لازم ادرس ECG درست ECG بالمرحلة الرابعة درست بشكل جيد و درست الكارديك فيزيولوجي و وصلت لها النتيجة ففتت بالحيطة على قلط اللبنانيين كذا مرة بموضوع ECG بموضوع الكارديك فيزيولوجي قبل ان اوصل بشكل فعلي لشي جيد وحتى بالهيستري تايكينج بداية السنة الرابعة فتت بالحيطة كذا مرة واستعانيت بالمصادر استعانيت باشخاص اخرين سألت استفسرت اتقصت سويت كل اللي اقدر عليها وحدي طبعا حتى اقدر على الاقل انه اوقف قدام البيشانت اعرفش اسأل مش ارض اكون بيرفكت بس على الاقل انه اساهم بانه بالمستقبل اكون افضل فهي الاشياء كلها سويتها وكلها كانت وحدي وعلمتني هواي مهارات منها انشان اعلم نفسي بنفسي ولو ما اعرف اعلم نفسي بنفسي ما كان اكوستودي از الايف ليش اقشرلي هنا لانه الحاسبة هنا كل البيانات موجودة هنا باي الحاسبة ولو ما كان هذا الشيء موجود اللي هو يعني الاجوكيشن اللي صار عليا يعني ابتداءا من الرابع اعدادي والخامس اعدادي والسادس اعدادي والحيطان اللي كل سنة افوت بيها يعني باي شيء اريد اتعلمه فما كان ممكن تنتج ستديزا لايف بكلية طب الكوفة بالمرحلة الثانية والمرحلة الثالثة الاعداد تقريبا ما بين الستمية الى الخمسمية طالب الكلية غير مهيئة ابدا بانه تستقبل هذا العدد اكو دفاكت من الوزارة فالوزارة فرضت على الكلية بانه تستقبل هذا العدد والكلية غير مجهزة بانه تستقبل هذا العدد فبنهاية رح يصر اوبرلود على الاساتذة اوبرلود على الكلية واكيد بالنهاية الضحية هو الطالب سواء كانت المشكلة من الوزارة المشكلة من الكلية المشكلة من الكون هذا كل ما يفرق الضحية هو رح يكون الطالب الطالب ما رح يقدر يستلم تعليم جيد بالنهاية يصير طبيب يعني فتعليم الطالب نفسه رح يصير بخلال فالطالب شو هيسوي رح يلجأ لي أكاديميات أو يلجأ لي دورات حتى يحل المشكلة لأنه إذا ما تم تدريسه بنهاية شنو اللي رح يصير يعني ما رح يقدر يتعلم ما رح يقدر ينجح ما رح يقدر يستمر بسنوات دراستة هذا اللي رح يصير وهذا هو نفس الكونسبت بالمدرسة بالمدرسة لما طالب ما يقدر يدرس وحده والمدرسة ما تساعد فيروح الدورات يروح المعاهد وهكذا وتستمر سيكونس حياة مستمرة بهالطريقة وهي مطريقة صحيحة للأسف انه هي مطريقة صحيحة ليش اتخيل بالأكاديميات اللي رح يصير شنو حيجي أستاذ سواء كان طالب مثل حالتي ولا بشكل فعلي انه هو طبيب متخرج نقدر نعتبر انه هو عند شهادة طب بكالوريوسطف فبالنهاية محتمل اعتقد حسب يعني قانون العدنة بالعراق انه يقدر يدرس اعتقد يجي شيء فبنهاية وتفر يعني المهم انه هذا الشخص رح يقوم بتدريسه للطلاب بالدورات والأكاديميات حتى يقدرون ينجحون الدورات والأكاديميات عبارة عن مشروع ربحي بشكل اساسي اغلب الدورات والأكاديميات الغالي الاساسي من عندها ربحية بشكل فعلي هذا الشيء موجود فرح يهتم بانه الطالب ينجح الطالب يطلع معدل يطلع درجة عالية منهاية حتى تمشي الأكاديمية مالتا او حتى تمشي الدورة مالتا هذا الشيء كله احنا نعرفه مو غائب ان تفكير اي احد ولكن بصراحة بهالعملية الضحية مرة ثانية هو الطالب ليش لانه تخيل الطالب دائما دائما اكو شخص ياخذ المحاضرة مالتا نفسها من الكلية ويغير بها شوية يعني كصور كاشكال ما يضيف على النص ولا يحذف من النص لانه هذا العقد اللي بينه بين الطلاب لازم ما يحذف من النص ولازم ما يضيف تمام ممكن يضيف بس ما يحذف هذا اللي اعرفه يعني فبالنهاية رح تنتج محاضرة ابسط بشكل ظاهري عمليا وجهد هذا الاستاذ اللي رح يدرس هؤلاء الطلاب فبالنهاية رح تصر عملية الاجوكيشن بالنسبة او مو عملية الاجوكيشن وانما عملية حفظ المعلومات لهؤلاء الطلاب رح تصر اسهل بكثير فبالنهاية الطلاب يحفظون هاي المعلومات ويروحون يمتحنون ويطلعون درجات عالية ويستمرون بسنوات دراستهم ويعتقدون ان الحياة ما اشياء طبيعي وهم غير مدركين بانه اكو مشكلة بشكل فعلي مشكلة كبيرة انا اعتبرها بصراحة ممكن تأدي بالمستقبل البعيد او حتى القريب مو البعيد كلش تمام الى كارثة كرايسز ليش كارثة لانه اذا الطلاب دائما اعتمدوا على شخص يدرسهم ما يقدرون هما يدرسون وحدهم النتيجة شنو النتيجة اني خرجت اطباء هذا وهي الحقيقة يعني خرجت اطباء غير قادرين على انه يدرسون بالمصدر او يبحثون عن معلومات معينة بحيث انه يقدرون يطورون من نفسهم وبالنهاية يقدمون افضل خدمة ممكنة للمجتمع على صعيد فردي من نحجي على صعيد مجتمع وبعد مش رين سنة اللي قدامش رح يصير خلنا نحجي على صعيد فردي انت كطالب طب تمام انت بمرحلة ثانية او مرحلة اولى او مرحلة ثالثة رح تسجل باكاديمية ونقلا عن شخص ينقل عن شخص هذا الشخص البعيد صارسة كلش هو عبارة ان الشخص اللي يقوم بتدريس هؤلاء الطلب يقول انه بوعد من عنده او بوعد ودي مو وعد رسمي خلي نقول بانه رح يستمروا اياهم بالمرحلة الثالثة والمرحلة الرابعة والخامسة وجوز حتى للسادسة ودائما يستمروا اياهم يستمروا اياهم بطريقة بانه ياخذ المحاضرة مولتهم يخلي لها صور واشكال لطيفة يبسطها ويشرح الهم اياه نفس المحاضرة من الكلية بالنهاية ذول الطلاب دائما ما تمدين على شخص اخر يقوم بتدريسهم بحيث انه هم ما اجوي للكتاب ودرسه هذا او هذا راجوج يعني عادي تلبط بكل الاحوال لانه هاي النتيجة اللي رح نصل الى هذا استمرين فراجوج او او اي كتاب اي كتاب يخطر ببالك فالطلاب ما رح تلجأ ابدا لهاي الكتب رح تلجأ دائما لهذا الشخص اللي يطيها هاي المعلومات بشكل مباشر دون الحاجة الى الذهاب لاي مصدر وبعض الطلاب طبعا رح يتمدون بشكل مباشر على محاضرة هذا الاستاذ من الاكاديمية او من الدورة وبالنهاية حتى المحاضرة القديمة مالتهم اللي هي من الكلية نفسها ما رح يفتحوها وما رح يدرسون واحدهم دائما رح يتمدون على شخص اخر يقوم بتدريسه فخلينا نقولها بهالطريقة خلنا فرض انه شخص الان بمرحلة اولى طالب طب يعني بمرحلة اولى وبعدين بمرحلة ثانية وبعدين بمرحلة ثالثة وبعدين بمرحلة رابعة واستمر قلنا نقول وصل للمرحلة الرابعة واكتشف انه اكو مشكلة وما عد ما اعتمد على هاي الاكاديميات او الدورات وبلش بالمرحلة الرابعة يريد يشتغل بنظام صحيح فبالمرحلة الرابعة بالاضافة الى انه عد اكيد رح يكون نقص بالمعلومات ونقص بالمهارات رح يجي يريد يقرأ بالكتب لانه اكتشف المحاضرات مكافية فلازم يقرأ بالكتب يجي يريد يقرأ بالكتب اكتشف انه ما عنده اي قدرة على القراءة بالكتاب يقول يعني باوع على الكتاب ما اقدر اني اقرأ هذا الكتاب العملية صعبة العملية معقدة العملية مؤلمة عملية التعلم عملية مؤلمة ولكن اذا ما تتألم ما تربح ما تستفاد ما حدش يتعلم ببلاش فانتو تريدون تتعلمون ببلاش بغض النظر عن الفلوس اللي دفعوه للأكاديميات فالقصد انه لازم يكون اكو الم شوية بالتعلم لازم المعلومة انت تروح تسعالها لا تنتظر المعلومة تيجيك اللي قاعد يصير بهالزمن انه المعلومات هي اللي قاعد تيجيكم وقاعد تتوسل لكم انه تدخلون بأكاديميات معينة حتى المعلومات تدخلوا بدماغكم هذا اللي قاعد يصير بهالزمن فبشكل فعلي اكو مشكلة انت لازم تكون واعي لها انا ما اقدر اقول لك هسه هاليا يعني الغي اشتراكك بكل الاكاديميات و بكل الدورات و اعتمد على نفسك و انت تقدها و تقدر و كذا بصراحة اصلا ما اريد اشارك بقرارك هذا هذا القرار لازم يكون نابع منك انت تمام بس اقول لك انه اكو مشكلة اذا انت مرح تسوي هسه شيء بخصوصها فعلى الاقل حاليا نكون واعي لها حتى بالمستقبل منصر عندك فرصة منصر ظروفك احسن تقدر تسوي شيء بخصوص هاي المشكلة فحاليا انت راح تستمر بهاي الاكاديمية و بهاي الدورة و يستمر الاسبون فيدنج مالتك اللي هو يعني عملية التعلم بطريقة انه واحد يدرسك ما تقدر انت تروح وحدك تدرس فتستمر بهذا الوضع و ان شاء الله يعني بالمستقبل تحاول تحل هاي المشكلة على الاقل الان بالنسبة لي يا انا اضع في الايمان انه تكون واعي لها المشكلة يعني اذا ما اعترفت اكو مشكلة ما راح تسأى بانه تحلها ما اكو حلول بدون ما يكون اكو مشاكل لازم يكون اكو مشكلة نعترف بوجودها بعديا انه نبحث عن الحل الحل بانه تتعود على دراسة المصادر تتعود انه تاخذ المحاضرة نفسها تدرسها اذا ما رحت دراستها بالمصدر يعني بشكل كامل فعلى الاقل الاشياء اللي ما تفهمها ترجع للمصدر مو 100% تدرسها بالمصدر لا بس الاشياء اللي ما فهمتها انا الصح حاليا قاعد ادرس قاعد ادرس بالمحاضرة يعني نقدر نقول انه 40% من المحاضرات قدرت استلمها من الدكاترة نقول 40% الى 50% باقي الـ 50% رح اعتمد على نفسي بانه اخذ هاي المعلومات جزء من المعلومات اخذتها اثناء الكلينيكا اثناء شرح الدكتورة يعني بالردهات بالعمليات يعني شرح مستمر بالاستشاريات اخذت معلومات بس اكو معلومات اخرى يعني اضطرت اخذها من المحاضرات مو كل المحاضرات انشرحت معلومات اخرى يعني احيانا ما افهم على المحاضرة المحاضرة مو كافية فاروح للمصدر بشكل بسيط يعني باشرة ان افتح المصدر اعرف وين الاقي المعلومة اللي اريدها قعد اقرأ المعلومة بالمصدر بشكل بسيط جدا هاي النورمال يعني اللي عندي هذا الشي النورمال يعني واستمر ارجع بعدين للمحاضرة احيانا نشوف المصدر يعني اكثر من المحاضرة فاستمر بالمصدر عادي عندي 10 صفحات 15 صفحة خلال ساعتين ثلاثة ادرس وخلص عادي بقايتن قبل فترة مو بالبعيدة يعني بالمية صفحة من قايتن درستها وعادي ولا كأنه اكو شي عادي يعني طبيعي عصلا كلش بتونس وبشكل فعلي يعني شايفين هاي المشاعر كلش الحلوة تجاه شي معين فصارت عادي مشاعر كلش حلوة تجاه قايتن بحيث يعني تخليدا لإسم قايتن لهذا المصدر يعني بشكل فعلي اكو خطط جادة بشرح الفيزيولوجي قريبا ورا هاي الخلفية السعودة الخلفية السعودة عبارة عن يعني فيما ما ادقو قبل حيطة يعني فهاي تنشال اكو وراها شنو اكو وراها صفورة هاي الصفورة هستخدمها ان شاء الله بشرح الفيزيولوجي اساسا فكرة وجود هاي الصفورة على مد الفيزيولوجي يحتاج الصفورة فأمليا يعني اذا ما آني شخصيا يعني اذا ما اعرف ادرس بالمصدر يعني بنسبة لي مشكلة مشكلة عويصة يعني والطالب اللي ما يعرف يدرس بالمصدر فإذا اكو نصيحة اوجه الهيا فاقول له على الاقل اتعرف على المصادر ان شاء الله اكو فيديو ان شاء الله يعني بعد هذا الفيديو مباشرة لينزل فيديو عن مصادر المعلومات وانا المصادر بشكل عام يعني الكتب الكتب يعني التكست بوكس كل الكتب يعني رح يكون بقناة تليجرام ان شاء الله كل الكتب اللي موجودة عندي وتقدرون توصولهم بسهولة ومع ذلك رح يكون اكوية الكتب فويسات تعريفية عن كل كتاب وشون تستخدمون تفاصيل معينة عن كل كتاب بشكل منفصل واكيد صورة يعني عن الكتاب حتى تعرفون احنا يعني شونه قاعد نحتيه الكتاب رح ينزل كPDF يعني ادكم فرح يدرون توصلون وصول كامل لايشي تحتاجوا بخصوص المصادر وان شاء الله يعني رح اكونوا ياكم خطوة بخطوة حتى اعلمكم شون الدرسون بالمصدر وان شاء الله يعني رح اهتم بهذا الموضوع بشكل فعلي لانه يعني انتوا عدكم اساسا طريقين هذا قبل لتدخلون بالاكاديميات يعني والدورات طريق انه تروحون للمصادر حتى تفهمون يعني وتستعينون بالمصادر ما قاعد تفهمون من الدكتور ما قاعد اصلا تقدرون تفهمون لانه الاعداد كلش هائلة والوضع مزري وانا اعرف انه كاشخاص يرجعون للبيت يبتون من الوضع اعرف بهالشي لانه هو اكيد مرع نبي يعني اه بس يعني بشكل فعلي عملية تعليمك هاي الحقيقة يعني عملية تعليمك يعني عملية تعليمك هو مسؤوليتك صراح ما مسؤولية اي احد حاليا يعني studies alive تحاول تقدم شي بس still not enough يعني انه بطيئ صحيح بطيئ اه فما قاعد عندك يعني غير اما المصادر اما تروح للاكاديميات والدورات الدورات والاكاديميات بيها مشكلة على المدى البعيد مشكلة عويصة صدقني بامانة اقول لك مشكلة بشكل فعلي مشكلة يعني يعني شنو تعريفك للمشكلة شنو تعريف الصعب بالنسبة للمشكلة من يقول انا عندي مشكلة يعني あتت خيلة تقول انا عندي مشكلة فخلي بتصورك فالمشكلة مو سهلة مشكلة عويصة خليها بتصورك فهي هاي الدورات والأكاديميات مشكلة عويصة أما المصادر فالأكس من هذا تماما تحلك مئات المشاكل بصراحة يعني ليش لأنه عندك يعني كمية هائلة جدا من المعلومات تحتاج بس أنه شخص يهتم بهنه ويدرس وما تتوقف ودائما موجودة ودائما أحدث شيء وأفضل شيء وهي فوق كلام أي أستاذ فوق أي محاضرة فوق أي أكاديمية فوق أي دورة هذا بشكل فعلي ما أقصد فقط الكتب وإنما بشكل عام مصادر المعلومات هاي اللي أنت تروح تبحث عنها وأنت تروح تتعلم مو شخص يجي يجيب المعلومة هي يجيب الكياها ويلوز الكياها ويطيك كياها ومو أي معلومة لا على محاضراتك نصا يعني يجيب محاضرتك نفسها يسوي الكياها بشكل لطيف حلو بعضين يطيك كياها وأنت متونس يعني تعتقد أنه هو سوى خير يعني أوكي ممكن يكون سوى خير لدرجة معينة بحيث نخلاك تنجح بس إذا ما كنت واعي لهاي مشكلة فأنت بواقع بحفرة والحفرة يوم عن يوم قاد تزداد عمق ويوم عن يوم راح تزداد الصعوبة بالخروج من هاي الحفرة طيب قبل أنتقل لفقرة ثانية من هذا الموضوع نسوي تلخيص بسيط للي بكرت قبل شوية الفكرة الأساسية أنه أنت بسبب الوضع اللي موجود بالكلية ما قاعد تقدر تدرس بالكلية ما قاعد يتم تعليمك ما قاعد يتم الاهتمام بك من قبل الأساتذة فلي جاءت للدورات والأكاديميات تمام أنت عندك بهالحالة يعني حليا أو ثلاث حلول الحل الأول أنه تترك الأكاديميات وتعتمد على المصادر حتى تفهم المعلومات المصادر واليوتيوب اليوتيوب الأجنبي بصراحة أحب ذا يعني هاي أفضل شيء أنه أنت تترك الأكاديميات تلتجأ للمصادر واليوتيوب تمام هذا بشكل عام هذا أفضل شيء ثاني أفضل شيء أنت ما تترك الأكاديميات كن ماشي بالأكاديميات أو الدورات بس بنفس الوقت تتعرف على المصادر تصير تدرس تختار في المواضيع معينة مثلا l-ecg انا اختار انه ادرس l-ecg بالمصدر ما رح ادرسهوいて الأكاديمية او ادرسهوية الأكاديمية وادرسها بنفس الوقت بالمصدر او مثلا انه اختار انه ادرسا الاناتومي بالمصدر ما اعتمد على دكتور معين ولا على اكاديمية ولا على اي استاذ ادرسه فقط بالمصدر وعادي استمر ويا ال遊ops بهالحالة انت حصلت درجة قوية وتقدر تقرأ مصدر بالمستقبل يعني entire education is good طيب الحال الثالث أو الحال الثالثة الخيار الثالث يعني أنت تستمر بالأكاديميات وتعوف حاليا ما تهتم بالكتب والمصادر لأنه ما تحس عندك الوقت ولا عندك القدرة بس تكون واعي بأنه أكو مشكلة لازم يتم حلها بالمستقبل لأنه إذا ما حليته بالمستقبل رح يتم إنتاج طالب طب غير قادر على تعليم نفسه بشكل عام عنده ديفاكت بهالنقطة عنده ديفاكت بمهارة التعلم ما يقدر يعلم نفسه وبصراحة بالطب خلل يعني خلل خلل يعني يعني مشكلة عويصة بشكل فعلي طيب مرة ثانية سؤال هو ليش تتعتبر الأكاديميات بهالسوء لأنه الأكاديميات بشكل أساسي عبارة عن مشاريع ربحية فاللي تريده أنه أنت تحصل درجة عالية بنقاط معينة أيضا أنه اللي درسون بالأكاديميات هم عبارة عن طلاب أو أشخاص هم متخرجين بنقاط معينة وبنقاط كثيرة بصراحة أشخاص غير كفوئين لسه بأن يقومون بعملية تعليم طالب طب فبالنهاية رح ينتج عندنا أستاذ يريد يدرس طلاب أو بمعنى أصح سبون فيدنج الطلاب يعني يطيهم المعلومات بشكل مباشر خليهم يحفظون المعلومات حتى يروحون يمتحنون بهاي المعلومات ويجيبون درجة هذا اللي نتج عندنا ما نتج عندنا مثلا أساتذة هاي بالغالب طبعا أكو أكيد حالات أفضل أكو أكاديميات تستحق بأنه واحد يدخل بيهن ويكون كطالب أكو أكاديميات هذا شي موجود يعني بصراحة أنا ما عدي مثال عن هاي الأكاديميات بس أعتقد أنه أكو على الأقل أكو أساتذة منتمين لي أكاديميات عدهم هالمستوى من الوعي بحيث أنه يأخذ بنظر الاعتبار أنه ما يسبب مشكلة للطالب ما يكون كالأحمق الذي يريد أن ينفعك فيضرك هاي حكمة للإمام علي يقول بمعنى يعني إياك والأحمق الذي يريد أن ينفعك فيضرك هو قاصد أنه ينفعك حتى يخليك تنجح بالامتحان واتطلع درجة عالية بس بالحقيقة هو سوي لكي تشيب بشكل فالي بس يصنع عندك مشكلة أكبر من أنه أنت تنجح لو ترسب بالامتحان فهذه الأكاديميات مثل ما قلت أنه الغاية الأساسية من عندها ربحية فمن تشتغل بهذه الطريقة وما تكون واعية كفاية لهذه المشكلة فرح ينتج أندي طالب من يقدر يقرأ الكدب من يقدر يعلم نفسه غير مؤهل بأنه يعلم نفسه أنا الآن كطالب طب عبد الرحمن لو تخليني بغرفة بها كتب طبية وتقول لي بهاي الكتب أنت عندك امتحان بعد يعني فترة من الزمن ما مهم ستحديد الفترة وما تضطيني لا انترنت ولا تليفون بحيث أترجم ولا أي شيء وتقول لي هذا تشالنج بالنسبة لك يعني أنا رح أمتحنك بكتاب معين أو كتابيا بعد من قضاء هاي الفترة وتموجود بهاي الغرفة يعني تتوفر لي طبعا كل الوسائل اللي أحتاجها بغض النظر على الانترنت والكذا أكون موجود فقط ويا كتاب واحد مسؤول آني عن أنه أفهم كل شيء موجود بي ورح يتم نقاشي واتحاني بهذا الكتاب بصراحة لو أكو فعليا هاي شي شيء يعني أنا جدا متحمس أنه أشترك بهي شيء مسافقة بصراحة حاب فعليا أنه أكتشف قدراتي أكثر يعني مما أنا أكتشفها حاليا كل شيء هذا الشيء يعني منسبة لي هذا التحدي أتمنى فعليا أنني يكون موجود فليش أتمنى فعليا لأنني أعرف أنه عندي قدرات أعرف أنني قادر أنه أقرأ المصدر لو كنت أعرف أنني ما أقدر أقرأ المصدر ولا قد هذا التحدي ما كنت تتمنيت وجوده فبشكل فعلي هذا اللي لازم تفكر به لازم تكون أنت بهالمستوى يعني أنت مو مو مكان عادي هلأ أسأل فلكم سالفة اليوم يعني صارت ويايا أم أنت أمرها 25 سنة مرأة عمرها 25 سنة أم جايبة أربع أطفال صار عندها حالة أسقاط و راحت أم للمستشفى أم جت هي هاي المرأة يعني بألم شديد ألم شديد يعني وين بالرأة أبر كوادرنت أم وهماتين باللور الابدامين أوكي ف دخلت لمستشفى قطوها أنالجيزية قطوها مسكن ألم بين كيلر وقال لها خلاص روحي ما بتشي ديش الالتهابات هاي المريضة يعني ما صدقت الموضوع شون الالتهابات وهالألم القوي يعني تخيلوا أنه يعني أعتقد أنه هاي المريضة كانت أوعة من الدكتور اللي شافها أنا أعتقد هاش يعني بشكل فعلي فراحت هاي المريضة لعيادة خاصة نسولها سونار أندت إكتوبك برغنانسي إكتوبك برغنانسي شنو يعني يعني معناته حمل خارج الرحم حمل خارج الرحم يعني بما معناته بالغالب طبعا رح ينفجر أوكي إذا ما يعني تم يعني التدخل بشكل سريع وصير عندها نزيف داخلي يعني بسهولة الوفاء يعني الوفاء بسهولة يعني مو مثلا محتمل تتوفى لا إذا ما سولها لازم تتوفى يعني ممكن تتوفى يعني بها المعنى يعني فأم يعني هي روحت له هاي الدكتورة سوت لها سونار قالت له انت يندش كتابك برغنانسي لازم تدخل للمستشفى وسو لك عملية حسة يعني هذا شيء اميديت يعني يعني ما يعني ما يتحمل الوفاء دخلت للمستشفى مستشفى الزهرة سولها العملية أم والحمد لله سهي تمام يعني. واني اجيت بعد ما سوى لها العملية. سوى لها العملية البرحة بالليل. طبعا الثاني التاريخي اش قيت حاليا. انا هسا حاليا. يعني هو اليوم اللي اخذت من عدها هستري هاي البيشنت شن يوم ثلاثة وعشرين اه عشرة الفين واثنين وعشرين يوم الاحد. فهي مسوية العملية ليلة الاحد. وانجيت اخذت من عدها هستري. زين. برأيكم انه هذا الطبيب اللي شافها وطاها ابرت مسكن اعلام ودزها وهي اكتوبك برغنانسي. لو ما كانت هاي المريضة واعية كفاية وباقي بالبيت. ومنفجر يعني الحمل هذا اللي مو بمحلة. ومتوافية يعني. برأيكم يعني منه المسؤولة هنا انا. هذا مو شي انه نسمع عنا بالاخبار لو نقرأ عنا بالانستغرام لا. هذا الشي انا يعني انا شفته شهدته يعني انا احجيت في المريضة. انا احجيت في المريضة والله يعني. ومو بس هاي حالات واعية يعني ما تجايب شي جديد يعني هالحالات موجودة. مثلا اه 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 هاماتين يعني مرة تروح لمستشفى معينة. ام ادها يعني الم بيعلى البطن. فالموجودة هناك الطبيب يقولها اخذي اكتيفيا. عسا صري زينا. تاخذ اكتيفيا وراه ساعات تموت. ليش? لانه كان عدا اكتوبك وحضرت هذا اللي قالها اختي اكتيفيا. حضرت اكتيفيا. اه ما عرف في عالج المسألة. ما اخذ حتى منها استرية يعني. ما كو يجي شي يعني بصراحة يعني فت شيء. ثالث الثالث. اه طبيب. جدت بدنية هماتين او يعني مرة. هم عندها اكتوبك برغنانسي. اه بس جدتي هي كايبوتنشن يعني قدها هايبوفولوميك شوك. فطاها اي في فلود يعني طاها مغذيات. وطلاحة. اي مش الحال يعني. جدتي مرة ثانية. يعني بعد ساعات. جدتي. اه هم نفس الحالة. طاها مغذيات. وطلاحة. جدتي مرة ثالثة. هم نفس الحالة. اطاها مغذيات وطلاحة. جدتي مرة رابعة. هم نفس الحالة. اطاها مغذيات وطلاحة. الان اجدتي المستشفى الزهراء. بالوقت متأخر يعني ميتة. زين برأيكم مرة ثالثة. اعتقداني مسألة ديت المرة. بس برأيكم يعني. بهاي الحالات اللي ثلاثة. منه وطبيب. وبرأيكم هو منه وطبيب. مو هو شخص مر بنفس اللي انتوا سمرت بي وبالنهاية. يعني رح يصير طبيب موجود بالمستشفى. فعلى فكرة اول ما تتخرجون يعني بشكل مباشر يعني اول ما تتعينون انتوا تكونون موجودين يعني ب يعني او احنا نكون موجودين يعني بطوارئ وتجينا هاي الحالات يعني. يعني رح تجيك في اليوم من الايام شئت او ابيت. اجابك او ما عجبك. رح تجيك في اليوم من الايام. او اكتابك برغنانسي. انثى. مرة. بنت. اه عندها الم. وهذا الالم رح يكون بسبب اكتابك برغنانسي. الشي رح يكون موجود في اليوم من الايام يعني. غالبا لانه حاصلا قاعد تزداد حالات الاكتابك برغنانسي. فا اذا كنت انت ما قادر على انه تعلم نفسك اشياء جديدة. ما قادر على انه تمسك الكتب لتتعلم انت. اكو خلل بالأيجوكيشن ماتك. برأيك يعني ما رح ينتج اشخاص مثل ذولة. لا طباء. يعني رح يتوقفون ذولة رح ينقرضون بالوقت اللي انت تتخرج به. زينو من يقول انت ما رح تكون من عدفهم. سؤال يعني. او هو بصراحة هذا لازم نسأل انفسنا كل احنا. من يقول احنا ما رح نكون مثلهم. ما نعرف اصلا احنا الظروف اللي هما مروا بيها شنو. يعني جز بشكل فعلي انه ما صار اجوكيشن عليهم صحيح بالكلية. وطلعوا هما من الكلية. ما متعليمين بشكل فعلي. ما يعرف اصلا الاكتوب كبريدنسي شنو الساين ما لتو. وشنو يسأل الالم شون يجي. ما يعرف انه اكو غايدلاينز اصلا هو مدارسها. ما 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 رأى عليه. ويمكن هو يعني هو يعني مو مذنب لانه هو مدرسه. سواء وقد صار طبيب هو صار المذنب يعني بالنهاية هذا مو معذر. هو صار المذنب خلص. انت المذنب انت بوجه المدفع. انت الطبيب المسؤول. انت اللي مسؤول عن حياة هاي المريضة اللي يجدتك. نقطنتها ما يعني ما بيها اصلا ديسكشتن هاي الفكرة يعني. فخلوا بيبالكم هالفكرة يعني. كلش مهمة كلش مهم انه انتوا دائما سمعون فيدباك على انفسكم. كلش مهم انه انتوا تكونوا نوعين للمشاكل اللي تحطون نفسكم بيها. كلش مهم بانه تعرف انه تعليمك هو مسؤوليتك. الطبيب الدكتور الموجود بالكلية درسك او ما درسك. فمنصر طبيب. هذا بعد ما عاد عذر. الاكاديميات اذا ما كانت بالمستوى المطلوب فبالنهاية ما رح يعني هي ما رح تتحمل المسؤولية. انت اللي رح تتحملها. دائما اتعلم. دائما سوى الصح. طالما تتسوى الصح فانت في السيف سايد. اذا كنت بناء ماهر فستحب البناء. اذا كنت تعرف تدرس الطب. تعرف تكون طبيب. اذا كنت طالب ماهر في دراستك. فرح تحب الدراسة. رح تحب الطب. ورح تحب الحياة الجاية. والعكس صحيح. اذا ما كنت عارف شون تدرس نفسك. ما كنت عارف شون تكون طبيب. جيد. فرح تكره الطب مهما كنت تحبه. رح تكره حياتك مهما انت حابها حاليا. فدائما نخليك. سوي الصح. دائما رح تكون بالسيف سايد. فرأي الصريح هو بدون لف ولا دوران. الاكاديميات. هذا رأي بيها. ما لم يتم شنو? اذا كانت الاكاديميات او اذا كانت الدورات تشتغل على مهاراتك. تخليك تدرس الكتب. او تشرح لك او درسك او تعلمك بطريقة بحيث تبني لك مهاراتك. مو تحطم لك مهاراتك. يعني انت اصلا محظوظ ذالية هذه اشياء. فاستمر بها اكيد يعني. سلزم تكون واعي انه شنو هاي الاشياء اللي رح تكون محظوظ ذاليتها. وتقييمها بشكل فعلي. وبالغالب رح تكون صعبة وموسألة يعني. اتذكر احنا جدنا بجامعة اه بيروت. ما كان شي اسمه محاضرة ريوتونية. هتروح تدرس على المصدر. ماكو شي اسمه محاضرة ريوتوكية. محاضرة هي عبارة عن عشر سلاعيدات فقط. عبارة عن خطوط. يعني هيتش مخططات. بس حتى تساعد الدكتورة او تساعد الدكتور حتى يشرح المحاضرة فقط. هاي هي المحاضرة بالنسبة لهم. هذا هو الباوربوينت. اي شي تريد تتعلمه فهو بالمصدر ممنوع. ممنوع يتم اعطاء المحاضرة اللي موجودة على الديتاشو يعني اللي يعرضون به. ممنوع اعطاءها للطلاب. والدكتور اللي يطي المحاضرة يتم عقابها يعني. تم معاقبتها يعني وبشكل فعلي صار عدنا دكتور. اه دكتور بالباثولوجي. ما كان ينطينا المحاضرات اللي موجودة على الساعة. اصلا ما مش عايزة بس كان عدنا بوكلت اللي شنو هاذا البوكلت. عبارة عن هو يعني ملخصات يطينا اياها ويشرح عليها. هي من المصدر بس ملخصات. الدكتورة من عتق قالت لا لا. والله العظيم تشدنا مرحلة اولى. جامعة بيروت. كل شي ندرس على المصدر. والشي اللي ما يشرحونا اياه وموجود بالمصدر. يعني احنا نمتحن به. المصدر بالنسبة لهم جامعة بيروت هو عبارة عن الكتاب مثل كتاب الرياضيات اللي كان عندك بالسادس اللي بطالب انت بكل شي بيه ورايح تمتح البكالورية. نفس الشيء بالضبط. المصدر نصا احنا اه يعني مطالبين بيه. اذكر حتى وقتها انه الكيوبيتال فوسة ام يعني شرحونا اياها. والدكتور قال نفس الفكرة نفس الشيء اللي غطيناه بالكيوبيتال فوسة. نفسها تدرسوا بالمصدر وتغطوه على الفافلتيا الفوسة اللي هي نفس هايا موجودة بالرجل يعني اه ورا الركب صائر الفافلتيا الفوسة. في بيشرح واحدة ويعوف الثانية علينا. اه يشرح مثلا الهاند ويعوف الثوت يعني الرجل يعني يعوفه يقول مثلا انه احنا شرحنا نفس التفاصيل اللي اخذناها عن الهاند يعني درسوها عن الفوت. ما عدا انه اكو اضافات اكو اشياء يضيفها مثلا انه مثلا تصنيف وكذا شو نفرقنا بين السيرجيكال و الاناتوميكال و الى اخرى. فهذا كان يعني مستوى تدريس بجامعة بيروت كان عالي بصراحة حتى عالم مستوى التدريس بالجامعة اللبنانية اللي كان الهصد كبير. الجامعة اللبنانية هو فعلا نسبون فيدنج بجامعة بيروت مسبون فيدنج وانما بصراحة على مستوى عالي. يعني اتمنى انه الاكاديميات تحقق هاي النقطة اذا هي فعلا تريد تحدث تغيير. و الا اذا ما حققت هاي النقطة وتريد تشتغل على نفس هذا النساق وتكون مجرد فبصراحة وجودها مظر اكثر مما مفيد. هذا بشكل عم رأيي الصريح واعتقد كل شو هو حجيت بهذا الموضوع بس انه لازم. لانه لازم بالنسبة لي على الاقل. فمرة ثانية انا واعي للي موجود عندكم واعي انه كو ستمائة طالب وخمسمائة طالب وواعي انه كو فعليا اشخاص رجعون للبيت يبتون بسبب هذا الوضع. واعي انه الوضع مزري واعي انه الوضع معقد ومزعج ومؤلم بس يعني هذا كله ينتهي ما يبقى وصدقني لما تعرف تحل الامور بالطريقة الصحيحة دائما انت راح تواجه مشاكل لا اليوم ولا باتشر ولا عقبة بس انت راح تواجه مشاكل على طول راح تبقى تواجه مشاكل. فلما تعرف تحل المشكلة اللي تواجهها وتطلع بافضل الناتج يعني صدقني انت راح تفرح يعني هتحس بشكل فعلي انه انت يعني عندك حلول تقدر تقدمها عندك شي نفسك تقدر تقدمها ما تبقى عالق بنفس النقطة وانه انا ما يشرحولي اه انا ستمائة طالب ادنا بالدفعة وما قاعد نقدر اه نعيش حياتنا الدراسية بشكل جيد ولعد شنو اسوي لعد شنو اسوي اهل المصادر ادرس بشكل جيد اخذ مسئولية تعليمك على عاطقك باعتبارها مسئوليتك انتم ومسئوليت اي احد ثاني حي اول شغلات تسويها وبعدين بعد سنوات لما تستمر على هذا الشي تحصل ثمارة وقتها رح تعرف انه ليش قلت لك هالشي من الاساس انا عاني مو الغاية الاساسية عندي انه تشوف الفيديو وتستمر بانه تشوفه وحتى لو صار اربع ساعات تبقى تشوفه مو هاي الغاية الاساسية عندي من هذا الفيديو هو احداث تأثير ايجابي عليك وصدقني بصراحة يعني انا مو كلش رح اتأثر اذا عندك كان اكو تأثير سلبي عليك من قبل اي احد حتى لو من قبل نفسك بشكل فعلي انه المين كاركتر بحياة اي شخص هو شخص نفسه اكثر انصر ممكن يأثر على الشخص هو الشخص نفسه فانت بيدك تستمر بالشي الغلاط او تترك الشي الغلاط وتروح للشي الصح انت بيدك انه تحسن انت بيدك انه تترك الامور وما تحسن انت بيدك تتخذ قرار وصلك لنقاط افضل مما انتهس بيها انت بيدك انه تتصرف في طريقة بحيث تحل مشاكلك او لا مرة ثانية انت المين كاركتر انت العنصر الاساسي انت الممثل الاساسي بفيلمك اي شي انت تسويه فالفيلم كله يعني الفيلم كله معتمد عليك يعني الفيلم هو فيلمك يعني فانت اللي تحدد شنو رح يصلك بهذا الفيلم تنظيم الوقت انا سولفت ان تنظيم الوقت فيديو المرحلة الاولى وبشكل فالي اعتقد انه للي ما حاضره لازم يحاضره هاي نقطة النقطة الثانية اعتقد انه بالمستقبل رح يكون اكو فيديو جديد عن تنظيم الوقت اكو امور معين اريد احطها باطار جديد يعني اعتقد انه تحتاج بس لوقت الحالي انا اريدك اتفكر بمسألة تنظيم الوقت انه هي تحصيل حاصل شون يعني تحصيل حاصل يعني بشكل فعلي ما الى اي معنى ما الى اي قيمة بانه انت تجد حط جدول يومي او تريد تلتزم بي يعني انا ادرس الصبح ساعتين الظهر ساعتين بالليل ساعتين المادة الفلانية ادرس على الصباح المادة الفلانية ادرس على الظهر والمادا الفلانية ادرس فالعصر او بالليل او فعلي بشكل فعلي هذا برأي ما الى اي معنى الامور możبغ خسبق هذا الشي هي jam مشان يعني اريدك اتفكر انه مسألة تنظيم الوقت هي تحصيل حاصل شنو تحصيل حاصل يعني لازم تحصل أمور وبالتالي لما تحصل هاي الأمور أنت بشكل فعلي تقدر تحصل على تنظيم الوقت زين شنو هي هاي الأمور بالضبط أول نقطة العامل النفسي يعني أنت إذا مال من المادة مال من الدراسة مال من الطب مال حتى من حياتك فلا تصور أنه يعني الدراسة رح تكون افكتف بهالحالة فلازم ترأي الأمور النفسية الملل الاضطراب الهواي من هاي الأمور النفسية اللي تمنعك بشكل فعلي من أنه تأدي بشكل جيد القلق التوتر أنت كارح الوضع اللي أنت بي أيا يكون الوضع أيا يكون قصدك بالوضع مو مهم هذا كله المهم بنقطة معينة أنه العامل النفسي مهم يعني أنه بشكل فعلي إذا ما كان بالك يم المادة فالساعتين والثلاثة والأربعة والخمسة والستة أتمر بدون أي نتيجة تذكر فبشكل فعلي اهتم بالعامل النفسي هاي أول نقطة النقطة الثانية أنت ما ينفع تجي تقول أنه أنا أريد أدرس مادة معينة لمدة ساعتين وخلص يعني هي بس هاي الساعتين أدرس بها هاي المادة وأنت جاي لا منظم مثلا يعني وضعك بهذه المادة ما تعرف وين تدرس أدرس بالمحاضرة أدرس بالمصدر أدرس مثلا ويا أستاذ معين على اليوتيوب أكاديميا أنت مشترك بيها دور أنت مشترك بيها ما تعرف أصلا وين أدرس بمحاضرات مال الكلية أدرس بمحاضرات لستر أدرس بمحاضرات مماثلة موازية للمحاضرات مالتي وين أدرس أنا بالضبط وأنت تجي بهاي الساعتين اللي أنت مخصصها لهاي المادة تجي تريد تقرر لا لازم يكون عندك خطة لدراسة هاي المادة قبل لا تجي أنت تحسب لهاي المادة ساعتين لازم أكو خطة هذا بشكل فعلي لازم تسوي النقطة الثالثة اللي لازم تهتم بها قبل تنتقل لفكرة أنه أنا أحض جدوى اليومي حتى ألتزم بي هي المادة نفسها يعني أنا برأيي مثلا إذا كانت المادة جديدة كلش عليك يعني مثلا مود اللي هو ميكانزم أوف ديزيز اللي أنت أول مرة راح تجي تطلع على هذا المود فأني بشكل فعلي أعتقد أنه أنت لازم تقضي وقت إلى حد ما طويل يمكن أيام ويا هاي المادة يلا تقدر بشكل فعلي أنت تقول أنه أنا أخلي ساعتين باليوم لهاي المادة رح يكون كلش كافي فلازم يكون عندك أوليات لازم تكون تادية على دراسة هاي المادة دخلت بشكل إلى حد ما كافي بهاي المادة قبل لتحط لها جدول لهذا أنصحك بأنه مثلا من أنت يعني على بداية سمستر على بداية سنة على بداية دراسة بمادة معينة تطيق أيام معينة أو وقت على الأقل حتى لو يومين ثلاثة لهاي المادة ما تدرس غير بس هاي المادة حتى يصير دماغك موجه بمادة وحدة وبالتالي تأسس علاقة بينك وبين هاي المادة بحيث أنه أنت تقدر تتقدم بخطة ثابتة بهاي المادة لو قررت أنه تخلي لها وقت معين مثلا ساعتين باليوم بس فبشكل فعلي أنه أعتقد هاي الخطوة كلش رح تفيدك فلازم تطي بمعنى البولس البولس دوز اللي هي شنو اللي هي تطي جرعة قوية لهاي المادة بالبداية قبل لتطيها المينتنس دوز اللي هي يعني جرعة بسيطة حتى تحافظ على تركيز هاي المادة بدماغك أعتقد فهمتني وذا ما فهمتني فإن شاء الله تفهم هالمصطلحات في مستقبل النقطة الثالثة تنظيم حياتك أنت بشكل عام حياتك اليومية قبل لا تيجي تريد تنظم حياتك الدراسية اسمها القناة Studies Alive وهواي أشخاص يعتقدون أنه أنا أقصد أنه الحياة هي الدراسة لا الدراسة هي عبارة عن حياة يعني شنو يعني حياة يعني مثل ما أنه أنت تقول أني حياتي العاطفية حياتي العملية أكو حياة الدراسية يعني هذا جزء من يومي الدراسة جزء من يومي دائما عيشة أو على الأقل أنه أغلب الأيام عيشة باعتبار طالب فبشكل فعلي هاي عبارة عن حياة الدراسة عبارة عن حياة تتعامل وياها بشكل منفصل بس مع ذلك أنه حياتك أنت بشكل عام تأثر على هاي الحياة اللي تقعد تعيش اللي هي الدراسة فتنظيم ساعات نومك تنظيم ساعات أكلك تنظيم مثلا الرياضة إذا تمارس الرياضة أو شيء اهتماماتك هاي كلها تتعلق وبصراحة أكثر شيء يتعلق بالحياة الدراسية مالتك هو تنظيم ساعات نومك وتنظيم ساعات أكلك هاي كل شيء مهمة لأنه بشكل فعلي يعني شون أنه أنت تقدر تنظم يعني دراستك وأنت مثلا ما تنظم نومك يعني مثلا أنت تنام الساعة أربعة وتقعد الساعة ثمانية مثلا بغض النظر عن أيام العطل أيام الدوام أكو أشخاص ينامون ساعة ثلاثة يقعد الساعة سبعة يرد يروح للدوام ومن يرجع يعني أكيد هو تعبان للنام بس أربعة ساعات فمن يرجع ينام ينام لفترة طويلة وعلى من يقعد بشكل فهل أنه أنت ذنمت الظهر هواية راح تقعد وإنت مصطول أو مصطور حسب فبالنهاية ما راح تأدي بشكل جيد راح تحس أنه دماغك مويمك دماغك بغير مكان فتنظيم النوم شيء جدا مهم لازم يكون عندك السوبك الخاص بتنظيمه بصراحة أنا كلش أحب فكرة أنه أنا أكون قبل لا أروح للجامعة قبل لا أروح للمستشفى قبل لا أبلش حياتي اليومية الدراسية خارج البيت لازم أكون دارس قبل لا أروح دارس على الأقل فتساعة ساعتين هذا يساعدني بشكل فعلي أنه يخليني أحس أنه أنا أنجزت بهذا اليوم قبل لا يبلش اليوم من الأساس ومن أرجع من الدوام يعني بصراحة بالغالب ما أقدر مباشرة أدرس يعني أحتاج ساعات بصراحة حتى ما ساعة واثنين لا أحتاج ساعات قبل لا أقدر أرجع من الجديد أعيد النشاط فلهذا السبب أحبث بشكل فعلي الدراسة الصباحية شيء جدا مهم وحتى تحقق الدراسة الصباحية لازم تكون نايم من وقت ففاكتر النوم والغذاء أوقات النوم أوقات الغذاء مهم جدا أنه تراعي بمسألة تنظيم الوقت بعد أن سويت كل هاي الأمور راعتها اللي هي العامل النفسي تحديد خطة جيدة حتى تدرس المادة بها ومن ثم أنه أنت صنعت علاقة جيدة مع المادة نظمت أكلك ونومك النوم قبل الأكل بصراحة بس نظمت ذني النقطين راح تصير مسألة تنظيم الوقت عبارة عن تحصيل حاصل بشكل فعلي فأنت حر تريد مثلا تدرس كذا مادة بنفس اليوم تريد مثلا لا تقول أنه مثلا يوم الأحد للمادة الفلانية يوم الثانية للمادة الفلانية يوم الثلاثة للمادة الفلانية هذا الشي راجع لك بس بصراحة حسب المادة أنا دائما إذا عندي تشريح يعني بهذا السمستر موجود عندي تشريح أو أنا أريد أدرس تشريح دائما بصراحة أحب أخلي ساعة وحدة كل يومية للتشريح هاي الثابتة ما تتغير ومثلا ساعة ثانية يعني لمادة أخرى مثلا المود أخلي له مثلا يوم الأحد مثلا أنا مقرر أدرس بس خمس ساعات باليوم فأخلي ساعة للتشريح وأربع ساعات للموت انتهى هذا اليوم اليوم الثاني ساعة للتشريح وأربع ساعات مثلا للسي في اس اليوم الثالث ساعة للتشريح وأربع ساعات أو ثلاث ساعات حسب لمادة أخرى وهكذا هاي بصراحة أشوفها طريقة جيدة فأول شي تخلص من التشريح لأنه ياخذ وقت طويل وما تقدر تقرأ بوقت واحد تحتاج أنه تقسم على الأيام حتى ينحفظ أسهل حتى ينفهم أسهل حتى يرسخ بدماغك أسهل وأسرع فعلى ما أعتقد أنه مسألة تنظيم الوقت ختيت عنها كل الأشياء الأساسية اللي أريد أحتي بها عنها فننتقل للفقرة الثانية للدراسة اليومية السؤال كم ساعة يجب أن أدرس؟ بشكل فعلي وبشكل صريح وبشكل صارم ما لها علاقة ساعات الدراسة بكفاءتك الدراسية وكفاءتك كطالب أكو أشخاص يدرسون عشر ساعات والناتج مالتهم هو عبارة عن ثلاث ساعات بشكل فعلي وأكو طلاب يدرسون ساعتين والناتج مالتهم يعني إن أفرد فيعادل ثلاث ساعات أربع ساعات لمعظم الأشخاص فعمليا عدد الساعات يعني ما يحدد بشكل فعلي كفاءتك الدراسية ولا أدائك الدراسي اللي يصير بذني الساعات هو اللي يحدد يعني تروح أنت مثلا تدرس فاد مادة معينة بمصدر ضخم كلش وبشكل فعلي المعلومات اللي يبيه أعلى من مستواك وأنت تتشتت وما تعرف ش تسوي بها الحالة وتعتقد أنه من الطاقة عشر ساعات كان كافي لا يعني هذا الشي مو صحيح يعني لازم أنت يعني تنظم هالشي الخطة الدراسية تلعب دور جدا مهم وجدا كبير بمسألة أنه كم ساعات أدرس بس بشكل فعلي أول نقطة لازم تخليها بدماغك قبل لتحدث ساعات الدراسة يعني كم ساعة فلازم تعرف قدراتك التشقد يعني أكو أشخاص بشكل فعلي أنه ست ساعات يقدروني يحققوها أنا ما أقدر حقق ست ساعات دراسة يوميا يعني دراسة مثلا محاضر أو مصدر أنه أدرسها في اليوم ست ساعات وحدي يعني إلا إذا استعنيت في أشخاص آخرين درسوا نيايا فممكن أحققها شي بس وحدي لا صعب أنه أحقق ست ساعات يعني ثلاث ساعات بالنسبة لي دراسة يومية يعني أنا أشوفها جدا مناسب إلي وما رح يضغطني ورح أقدر أبقى أهتم بالشغلات الثانية اللي أهتم بيها اللي منها القدام لأنه القدام أيضا تعتبر دراسة ويعني تستهلك طاقة كبيرة من دماغي فأني أحسبها بالطاقة يعني مو بس بالساعات الطاقة اللي أقدر أصرفها باليوم الواحد للدراسة بشكل عام بغض النظر عن أنه كانت دراسة بالدراسة الحالية يعني كطالب طب أو أنه دراسة للقناة أو حتى دراسة لأشياء ثانية مثلا إذا أشخاص معينين يحبون يروسون فأشياء ثانية فلازم بالشكل الفعلي أنه تحسبها حساب طاقة قدرة مو مسألة ساعات وخلي ببالك أنه دائما رح تزداد قدراتك إذا أنت ماشي على نظام صحيح وإذا أنت دائما محافظ على الرينج معين يعني مثلا أنت شخص كنت معتاد دائما دراستك كلش قليلة فبلش بساعتين وشوية شوية زيدهم لا تبلش رائسا أنه تاخذك هاي الحماس وأنه أدرست الساعات باليوم مرة من المرات هذا المثال أنا ذكرت كرم المرات كنت بالسادس كان أكون شخص يعني خلال السنة الدراسية خلال السنة أوكي مساء سنوات فخلال السنة الدراسية ما دارس بشكل جيد فكان يقول أنه أنام خمس ساعات أدرس دساطع الساعة يعني بشكل فعلي أكون ناس يعني مؤمنة أنه ممكن هالشي يتحقق بس حتى لو تحقق ترماء الذي تلقيمه يعني لأنه أولا ما يقدر يستمر تساطع الساعة وهذه دراس ما يقدر يستمر خلال أيام معدودة رح ينهار ومن ينهار يعني شون بعدين يرجع لوضع الطبيعي صعب صعب جدا فأعرف قدراتك شكت وحدد ساعات معينة اعتمادا على قدراتك شكت تمام؟ هاي نقطة النقطة الثانية يعني مو أقل من ساعتين تبلش بيهن حتى وإن كنت بأصعب حالاتك وأنت أبدا ما معتاد أنه تقعد وتدرس فمو أقل من ساعتين هاي ستركت لي يعني أقولها مو أقل من ساعتين النقطة الثالثة المهم شي يصير بذني الساعتين أو بالثلاث ساعات أو بالأربع ساعات أو بالخمس ساعات المهم شي يصير مو المهم شي يجدهننا أصلا يعني لا تتشتت وقذني الثلاثة أربع ساعات اللي تدرس بيهن لا أدرس بشكل جيد وأعرف شون تدرس ولضع وقتك مو أنت تدرس التليفون بيمك يعني هذا غلط فرع إذن النقاط ورح يصير ماكو قيمة جدا كبيرة للوقت اللي أنت تدخل للعدد الساعات قيمة الأساسية للناتج اللي رح يطلع منهن لأنه الناتج بمعتمد على عددهن بس أفكر بنقطة مهمة إحنا هواي نخطط هواي نحط جداول أنا بس صراحة هذا الفيديو كنت مخطط قبل أسبوع من الآن أن أشرا اللي هو رح ينشر بالغالب يوم الجمع اللي هو باتر أنا سيوم خميس فبشكل فعلي كنت مخطط أنه قبل أسبوع من الآن أن أشرا بس فخططات ما صارت مثل ما أنا أريد وطال الفيديو كلش بس مش شفت أنه أكو نقطة من نقاط هذا الفيديو أو أكو جزء من أجزاء هذا الفيديو أنه الأفضل أنه حذفة فشفت أنه كلهم مهمات فتركتهم هي يعني أنه المخططات اللي أهنا نخططها اطداء من احتمالية 80% إنجاز يعني أكو 20% ممكن يصير أكس المخططة اللي أنت بخططها فإذا أنت أنجزت 80% من مخططاتك فهذا الشي جدا جيد جدا جدا جيد بصراحة يعني حتى أحيانا 60% فأقبل به فإذا حددت أنه أنا أدرس في اليوم خمس ساعات وشفت بالبداية أنت ما قادر غير بس تحقق ثلاثة أو أربعة أو إذا صادفت أيام معينة ما قدرت أصلا تدرس بيها إلا شي قليل إذا صادفت مثلا ظروف معينة خلتك أنه تبعد بشكل فعلي عن الدراسة فهذا الشي طبيعي لتنهار وتقول خلاص السيستم خرب مالتي لا لا دائما يبدي من جديد تفرمد ويبدي من جديد وعادي الحياة هي بي هاي شي شي يعني بشكل فعلي أنت خلي range إليك يعني بين ال 60% وال80% من الإنجاز من إنجاز المخططات اللي أنت مخططها فجدا جيد وحاول دائما تشتغل ضمن فكرة أنه يعني أني صار أدي إنجاز واحد على الأقل إنجاز واحد بهذا اليوم أفضل من أنه ألغي هذا اليوم ويجري أنهار وأقول أنه أنا خلاص خرب السيستم مالتي وإلى آخر من هاي الأمور لا إنجز ولو إنجاز واحد أفضل من أنه ظل تسعة تنجز كل شي وما تنجز ولا واحد على الأقل ركز على إنجاز واحد شنو نقز ديم إنجاز واحد ممكن يكون هذا الإنجاز أنه درست محاضرة الPVH أو الAPH اللي هنا شنو نمو مهم بس المهم أنه هنا محاضرات درستها يعني خلاص فعلى الأقل هذا الإنجاز أو ممكن يكون الإنجاز عندك لهذا اليوم أنه أنا حطيت خطة صحيحة جيدة للدراسة أو حطيت خطة صحيحة جيدة لدراسة مادة معينة أو مثلا مرحت للكلية ركزت مع الدكتور اللي شرحنا كان شرحه جيدة فركزت ويا وفهمت المادة هذا هم إنجاز يعتبر إنجاز إنو أنا اليوم نظمت يومي كساعات نوم ساعات يقضى وقعدت قدرت أقعد الصبح وبالنهاية درست الصبح ساعة فهذا هم إنجاز فإقبل بالإنجازات بس حاولة تطور حاولة تحسنها بس لا تنهار لا تقول خلاص فرب السيستم وأني لازم أبيدي أسوي خطة من جديد لا يعني خليك هادي والشي اللي إلى النصيب الأكبر بتوتر الطلاب باضطراب الطلاب بقلق الطلاب بقلقنا باضطرابنا وتوترنا كل إحنا هو التراكمات فالتراكمات مسموح بيها شرعا وقانونا وعرفا شو أن تفهم أن ذا أني شرع المقانونا ورفا ما أدري بس المهم أنه هو مسموح بيها تراكمات شي طبيعي بصراحة أنا أحيانا كثيرة أعتبر أنه عدم وجود التراكمات شي مطبيعي أو إنديكيشن أنه ممكن يكون شي مطبيعي ليش؟ لأنه محتمل أنت درست كل شي بس درست بصورة سطحية فبالتالي ما صار الدكتراكومات ولو صار عندك تراكومات فبما معناته أنه أنت تعمقت بجزء معين من المادة اللي أخذتها اليوم أو أخذها قبل تعمقت بيها بشكل جيد بحيث أنه أنت يعني صار عندك تراكومات أنه لو يعني ما متعمق بيها فبالغالب يعني رح تقدر تدرسهم كلهم فبصراحة أنا أشوف أنه تضبط جزء من المادة اللي أنت أخذتها اليوم أو ما أخذها قبل المهم الضبط شيء واحد أفضل من أنه تدرس ثلاث أشياء وتمام ضبطهم فتضبيط المادة يعني بالنسبة لي أطي يعني سكور أكثر بكثير من أنه تكمل المادة لأنه مثل ما قلنا الطب تراكومي اليوم المعلومة اللي تأخذها وتضبطها رح تساعدك بشكل فعلي بالمستقبل تعرف أكثر وبنفس الوقت أنه تكون حليت مشكلة لأنه أنت بشكل عام تخيل أنه أنت عندك ألف نقطة بكلية الطب ببكالوريوس طب قبل لا تطلع من كلية الطب المفروض محقق على الأقل أني الألف نقطة شنو هاي الألف نقطة؟ اعتبرها أنه ألف معلومة اعتبرها ألف محاضرة اعتبرها ألف أي شيء ألف بس المهم أنه ألف نقطة شنو يعني ألف نقطة؟ يعني أنت واصل لحد معين من تأخذ هاي الألف نقطة فأنت وصلت للحد اللي أهلك بأنه تصير بقيم دوري فهمت الفكرة؟ فدائماً فكر بهالنقطة اليوم أنت مثلاً هذا يوم مار علي يوم المفروض أخذ بي نقطة شنية النقطة؟ أنه أكون ضبطت مادة معينة محاضرة معينة فأتكسبت نقطة بالسنة الجاية صارت نقاطك مثلاً خل نقول بعد سنتين الثلاثة صارت ثلاثمائة نقطة جيت أنت مثلاً بالسنة الرابعة المفروض أنه تأخذ بعد السبعمائة نقطة اللي يبقن فأنت عندك نقاط سابقة عندك رصيد من النقاط رح يسمح لك بأنه تأدي بشكل جيد لما تصير مقيم دوري مرة ثانية هاي النقاط هي عبارة عن محاضرات تضبطها عبارة عن معلومات تتأكد من عندها هاي النقاط ممكن أنت تأخذها من المحاضرة ممكن من المصدر ممكن من اليوتيوب ممكن من شخص ممكن من أستاذ ممكن بس أنه أنت تقعد مثلاً بمكان معين بالمستشفى وتراقب شنو اللي قاعد يصير وتنخزن بدماغك في هذه أشياء معينة تنحسب نقاط إلك حتى من تتخرج تستخدم هاي النقاط الألف اللي عندك وبالتالي تكون طبيب جيد بهذا المجتمع اللي فعلياً محتاج كلش أطباء جيدين وهسا رح نسولف على الأس جي دي اللي هو السمول جروب ديسكشن يعني بظل الظروف الحالية اللي قاعدة تمر بها أعتقد أغلب كليات الطب بالعراق اللي هي الأعداد الحائلة وعدم كفاءة البنى التحتية اللي هي الأماكن داخل الجامعة الأساتذة إلى آخره من هاي الأمور فبصراحة بشكل فعلي تحدي بأنه يتطبق هذا النظام اللي هو النظام الأس جي دي أو السمول جروب ديسكشن بالوضع داخل الكليات اللي عندنا بشكل فعلي وصعب بس إذا ما كنتم تدركون بشكل فعلي أهمية الأس جي دي فخلي سؤلف لكم على الأس جي دي الأس جي دي ببساطة يسمح لك بأنه أنت تجرب معلوماتك هاي يعني أعتقد أنه أكثر العبارات اللي تنطبق على الأس جي دي فعلياً تجرب معلوماتك بأول ثلاث سنوات بكلية الطب بالفيز ون أو بالميديكال بايسيك سايينس بالغالب ما عندك زيارات هواي للمستشفى فاستخدامك لمعلوماتك محدود مقتصر على الامتحانات وبطب الكوفة الامتحانات بس بنهاية السمستر وبنهاية السنة بالنسبة للبلوكات فبنهاية السنة بالنسبة للسمسترات أو للموديوز اللي هو بأول ثلاث سنات فيز ون هنه بنهاية السمستر والفيز تو هنه بنهاية السنة فبشكل فعلي يعني هذا رح يخلي تحدي كبير نسبة إلك بحفظ المعلومات واستخدامهم رح تحس بنقاط كثيرة أنه أنت قاعد تاخد معلومات وما قاعد تستخدمهم فالSGD هو من أفضل الأشياء اللي من خلالها أنت تقدر تستخدم بيهم معلوماتك والSGD ما ضروري يكون بس بالكلية وما ضروري يكون بس تحت إشراف الكلية لا ممكن يكون خارج الكلية ومو بإشراف الكلية بينكم بين أصدقائك أتكون أنت تيم خاص دولة اللي يحبون الدراسة اللي يريدون فعلا أنه ينجحون ويصرون يعني دكاترا فدولة ممكن ببساطة يكونون يعني طوك فرصة بأنه طبق هذا الSGD بشكل جيد أنا بصراحة حاليا يعني ما عدنا SGD حاليا وما أخذنا بصراحة YSGD يعني لطالما كان قليل بحكم أنه سنتين كورونا فبشكل فعلي حاليا أفكر أنه أستخدم نظام SGD أستخدم بيه معلوماتي عن طريق أنه أقرأ كيسات هكو مصادر تقدم كيسات خاصة أنت تقراها وتعتبر أنه أحد الطرق اللي تستخدم بيه المعلوماتك لأنه مو كل شي تقدر تشوفها بالمستشفى مو كل شي أنت مؤهل بأنه تشوفها أساسا أنه أكو أشياء تصار نادرة يعني أنت بالغالب يعني تستخدم المصادر كيس فايلس هو عبارة عن يعني حالات مرضية صارت سابقا فسجلها الطب يعني فلنزميها بهذه الطريقة سجلها الطب وانت رح تطلع عليها فهذا بس قاعد أقول لكم حتى أعطيكم فكرة عن أهمية SGD يمكن تعتقدون من نقاط معين عن الكلام اللي قاعد أقول ها مثالي زيادة عن اللزوم هذا شي راجع لكم بنهاية بس بشكل فعلي أنا هنا أنا أعطيكم النصيحة اللي أنا أؤمن بها فلو تطبق نظام SGD بشكل جيد اللي هو أساسا نظام الموديول أنتوا لازم تفهمون النقطة أنه أساس نظام الموديول اللي أنتوا حاليا تنتمون إلى اللي أنتوا حاليا تدرسون به هو أنه أنت تدرس بالمصدر أنت تروح تبحث عن المعلومة وتجي تتناقش ويا زميلك بهاي المعلومة هذا أساس هذا النظام أساس النظام بأنه تدرس بالمصدر مو أنه دكتور يطيك المحاضرة بس المشكلة أنه يعني ما أعتقد بصراحة يعني أنه مؤهلة كل الظروف بحيث يطبق النظام بشكل جيد ومرحبوا لأكثر من هذا الكلام بس مرة ثانية بجامعة بيروت اللي بالنسبة اللي تعتبر حتى الآن أنه أفضل جامعة طبقت نظام الموديول مريت بيها آني فكان بشكل فعلي نحن لدينا ما نسمي SGD نسمي GD اللي هو Group Discussion لأنه نحن نأخذه ك مثلا قد موجود بالقاعة 40 طالب نحن تلقى 40 طالب القاعة فذول 40 طالب مو 40 طالب كل الدفعة لا نحن مقسمين 3 قروبات كل الدفعة 120 طالب يعني 40 طالب كل نحن في موضوع واحد وطبعا أكو توتر اللي هو الأستاذ بهالطريقة يعني فصراحة أنت دراسك كل ش افكتف كأنه فعلا نتعلم حتى باليوم اللي أنت ما تدرس بي كل شي تجي مدارس و أنت مدارس قبل يعني لا تجي و من تطلع من كل يهم ما تدرس فمع ذلك مع كل هذا تبقى أنت تستفاد لأن النظام يسمح لك بهالشي عندك محاضرات الصبح بعديا يعني بس محاضرات بس الصبح اللي هي ساعة يعني وبس بعدها عدنا يا أما جيدي يا أما أنا تومي لاق بهالطريق فكان النظام كل ش افكتف فأريدكم تأخذون فكرة بأنه حاليا اللي أنتو تعيشوا مو هو نظام موديول حقيقي فحاولو جد ما تقدرون يكون مجرود شخصي بأنه تطبقون النظام هذا بينكم وبين أصدقائكم بينكم وبين زملائكم التبادر أن تروح اقترح أنه نحن خلي نسوي جروب كذا وندرس به أن تقترح أنه مثلا نقعد بالمطعم وندرس مطعم الجامعة أن تقترح بأنه نقعد بحديقة الجامعة وندرس أن تقترح المبادرات الشخصية أحيانا تكون إلها أثر أكثر من المبادرات وعلى الكلية نفسها إشكل فعلي هذا الشي أنا شفته وأحيانا استخدمته فبالتوفيق ألكم بهذا النظام اليس ما قاعد يطبق معلأسف بس رح نبلش بأسئلتكم ونبلش بأول سؤال كيف أتعامل مع التشتت التشتت بصراحة يعني أحيانا يكون هو العدو الأساسي إليك بدراستك أحيانا دائما أنا أعتقد أنه التحدي الأكبر يعني يكون دائما وبغلب الأوقات هو العمل النفسي بعد العمل النفسي ممكن يكون التشتت أنت متشتت ما تدري شي تسوي ما تدري وين تروح وما تدري شون متفكر هو أقو حلول ترجع كلها لشنو سبب التوتر شنو سبب التشتت فلازم تعرف في شكل فعلي أنت ليش متشتت من تعرف ليش متشتت رح تقدر يعني تحل المشكلة مثلا أنا متشتت لأنه يعني أنا أريد أتابع ويا الكلية في نفس الوقت أريد أتابع أدرس بالمصدر كل المعلومات أريد أدرس بالمصدر وأني مثلا متابع ويا مثلا أكاديمي معينة أو دورة معينة وأني متابع على اليوتيوب وأني متابع على كذا وإلى آخره فهذا هو بحظ تمكن يسوي لك تشتت فترجع وتسأل نفسك شنو هو التشتت أو شنو سبب التشتت حتى تقدر تحل هذا التشتت اللي عندك بس أغلب الأحيان ممكن التشتت ينحل بخطة جيدة أنت تحطها وتقريبا بكل الأحيان أنت ما تقدر تحل مسألة أو مشكلة التشتت إلا وإنت هادي وعارف شون تفكر تمام فهي الأمور وكلها مهمة لازم تراعيها هل يمكن أن تتم الدراسة اليومية بدون أن يكون أكو تراكمات بالنسبة إلي لا بس ممكن يعني لوجيكلي أنه ممكن بس صعب كلش وبصراحة هو مو مهم أصلا إذا صار عندك تراكمات أو لا المهم أنه هاي النقاط الألف اللي سولفنا عنها أنت قاعد تاخذ نقطة كل يومية أو نص نقطة كل يومية أو وتضر يعني فهذا هو أهم بكثير من أنه أنت عندك تراكمات أو ما عندك تراكمات ف أنه ما يكون عندك تراكمات هذا مو من قياس أنه أنه أنت ماشي صح وأن يكون عندك تراكم مات هذا مو من قياس أن أن해� ماشي صح فكر بها الطريقة أعتقد أنه شنو اهمية المصادر وش وقت لازم نقراها شوفوا يعني بالفترة الاخيرة صارت ادي قناع انه دراسة المصدر ما ينفع انه تدرسها واحدك وانت معدك المهارات الكافية ولهذا السبب اني سالفت على مسألة المهارات انه ضروري يكون عندك مهارات بدراسة المصدر ضروري تعرف الشون تستخدم المصدر لانه بشكل فعلي ما ينفع تروح بشكل مباشر للمصدر وانت معدك مهارات راح اضيق راح اتيه هذا بالغالب هذا اغلب الاحيان هذا اللي قاعد نشوفه فش وقت ندرس المصدر وشنو اهميته اول شي اهميته اهمية المصدر دائما المصدر يحطيك المعلومات الكاملة الكافية الوافية والغير منتهية اي استاذ راح ينتهي علمه لنقطة معينة او تنتهي محاضرته لنقطة معينة لانه بالغالب هو عنده فد تارجت معين فد اوبجيكتفز معينة يريد يحققها المصدر عنده اكثر من هذا وبنفس الوقت تتأخذ بنظر الاعتبار تعدد المصادر هاي نقطة مهمة واي اكو مصادر اكو مصادر ممكن مثلا تطيق معلومات بسيطة حتى بس تأهلك لمصادر اضخم من عدها يلي تطيق المعلومات الضخمة والدسمة فتعدد المصادر وكثرتهن اه ويعني لنفس لنفس التارجت اكو اكثر من مصدر وكل مصدر اصلا الى تارجت معين يعني اعرف انه كهوة شغلة ادخلت ببعضها بكلامي بس بشكل فعلي اهمية المصدر بانه او اهمية المصادر بشكل عام هي مصدر للمعلومات غير منقطعة تقدر تاخذ اي شي تحتاجه وباي وقت هذا اهم نقطة موجودة بالمصدر والكمية هواية يعني اليوم انا اريد ادرس عن الفيتامينز ممكن اروح ادرس بليبين كوت واشوف انه الفيتامينز كلش بسيطة ممكن لا انه اتوسع اكثر اروح ادرس بعدها بمارك بعدها ادرس مثلا على البابمت اه بعدها ادرس مثلا بدافدسون بعدها ادرس بروبين بعدها ادرس يعني بحاريسون وهكذا وكله على نفس الموضوع اللي هو الفيتامين فهاي اهمية المصادر اكو معلومات غير تقدر تكتسبها فمن تتعلم على المصادر وتفهمهم تفهم شون تتعامل بياهن حصردك مهارات قوية فبشكل فعلي لازم تتعلم تدرس المصدر مو ضروري تدرس كل دروسك بالمصدر بس لازم تعرف شون تدرس بالمصدر راح تحتاج في ديوم من الايام هاي خلاص نقطة نقطة يعني اريدك تخليها تركية باذنك تعتبرها نظارات هيك باعتبار انه راح يعني تحس بوجود او بعدم وجود النظارات بمجرد انه تروح النظارات فبهذا بها الطريقة انت يعني اوير اكثر للنظارات منها الى التركية اللي تخليها بذنك راح تحتاج في ديوم من الايام تدرس المصدر لهذا السبب تعلم شون تدرس المصدر قبل ليجي الوقت اللي حس نفسك محتاج كلش بس انت متعرف شون تدرس بالمصدر اما الجزء الثاني من السؤال اللي هو اش وقت لازم ندرس المصدر بصراحة هذا يعتمد يعني مثلا اذا انت عندك فاد مادة معينة لا عندك استاد قاعد يدرسك هاي المادة بشكل جيد ولا عندك محاضرات جيدة لهاي المادة ولا عندك اشخاص ممكن يدرسوك هاي المادة غير هذا الاستاذ ولا ليوتيوب بالنسبة اليك كافي ولا اي شيء وانت صفر بهاي المادة ما عندك فكرة عنها اللي هي يعني بصراحة عني هاي المادة اللي سقعد احتي عنها يجب بالي الـ ECG وقت هالـ ECG كان كانت تنطبق عليها هاي الأمور اللي ذكرتها فرحت لمصدر ECG درست الـ ECG وفهمت الـ ECG من مصدر بشكل مباشر دون ان يكون عندي معلومات سابقة من دكتور من استاذ اي استاذ اين يكون بأي مكان من يوتيوب من اكاديميات ودورات ما كان عندي مباشر المصدر فهاي حالة مثلا حالة ثانية لا انه اني دارس التشريح بشكل جيد خلال السنوات الدراسية مالتي او السن الدراسية الحالية مالتي او بالمستقبل اريد يعني اطور معلوماتي اكثر بالتشريح لانه اريد اصير جراح مثلا فبهالحالة تروح للمصدر هو الشي اللي رح يطور معلوماتك اي شي ثاني محتمل جدا انه ما يقدر يطور معلوماتك مو بقدر المصدر فهالحالتين تروح بيها للمصدر وا hijou statement اريد اخليها اللي هي حاليا بهم هاي الظروف اللي انتم بيها بظروف طبي الكوفة فبشكل فعلي انا اعتقد ان من افضل الأشياء اللي تساووها حاليا هو متروح للمصادر بكل دروسكم تختارون مادة معينة تختارون درس معين تختارون موديول معين هذا اللي الدرسوا بالمصدر البقية لا الدرسوا هنا عادي بالمحاضرات حتى لو على الأكاديميات والاعتماد حتى لو على الجامعة نفسها والكلية نفسها بس للك مادة تدرسها بالمصدر حتى تزداد مهاراتك تتعلم صار عندك علمية صار عندك أساس الأساس مو بس معلومات الأساس مهارات ويصر خلط بفكرة الأساس من واحد نقول عليه أساسه قوي بالدراسة شنو نقصد بيها نقصد بيها أنه عنده معلوماته هواية ولا نقصد أنه هو عنده مهارات جيدة بحيث يقدر يتعلم أي وحدة بالضبط من عنده نقصد فكر بها النقطة ونتلاقي الجواب واحدك وحسا نسالف عن مختبر التشريح أنتو تروحون بمختبر التشريح حتى تتعرفون على التشريح بس بشكل فعلي بصراحة مختبر التشريح مكافي وأني تجربتي يعني عندي تجربة خاصة به الموضوع بلبنان كان مختبر التشريح بالنسبة لنا بصراحة أطور بكثير من هذا اللي أنتو هسا قاعد تقابلوه كانت جثث حقيقية وستطلعتكم يقولون أنه جثث حقيقية طراحة ما متأكداني أن هذا كانت حقيقية أو لا بس لا نفرض أنه هو فعلا جثث حقيقية إحنا اللي كان عدنا بجامعة بيروت هماتين جثث حقيقية بس الفرق أنه إحنا نقدر يعني نشوفها نكثب يعني عقرب ونلمسها ونقلب بيها ونقدر يعني نتحسس حتى يعني كل يعني كل ستركتر وكذا يعني قطع بشرية بحطوطة على طاولة أنت تجي تدرس عليها هذا بالشكل الفعلي اللي كان عدنا بس مع ذلك يعني هاي أريد أخليها بتصوركم مع ذلك أنا وقتها يعني مدة سمستر كامل كانت كل ما أشوف هاي الحالة جثث وكذا يعني ما أربطوا يا الدكتور لأنه أكون مدارس كفاية مدارس التشريح كفاية بحيث أقدر أجي أفهم من شرح الدكتور هاي كانت بالنسبة لي نقطة يعني مزعجة ما عندي المعلومات الكافية اللي يتأهلني أنه أفهم من الدكتور هاي ببساطة ف يعني بالنسبة لي كان هو حاط لحمة قدامه ويأشر على أجزاء من اللحمة وكل الأجزاء بالنسبة لي هنفس بعضها هاي عملية اللي كانت بس يعني ما أعرف أنه يكون هناك مشكلة مثل هاي وما أحلها فحتى حل المشكلة يعني كان بالنسبة لي لازم أدرس التشريح على المصدر رجعت لمصدر مور وهذا كان أول لقاء بيني وبين مور بشكل فعلي درست الأبرلم بشكل جيد بالمصدر درست اللورلم بشكل جيد بالمصدر واعتمدت على مور ونتر وأرجع يعني أنوه لفكرة أنني ما كان عندي فكرة جيدة أصلا ما كان عندي فكرة أن الدكتور رشتان يشرح بمختبر التشريح بالنسبة لي بشكل فعلي أنه عند قطعة لحم قاعد يأشر على كل أجزاء من أجزاء قطعة اللحم هاي هي بالنسبة لي كلها نفس الشي كلها نفس الشي فما قاعد أفرق ما بين البكتوراس ميجر والماينر والباي سيفس والتراي سيفس ما قاعد أفرق ما بينها أصلا يعني ما قاعد أعرفوش قاعد يحتي فجاءت قاعدنا يومين تركونا يومين الراجع بيهن يعني بعدها أدنا امتحان وامتحان علي عشرين درجة من كل السمستر عشرين درجة يعني درجة معتبرة يعني بصراحة فاللي سويتها شنو خلال هاي العشر ساعات يعني هنا يومين بكل يوم أدنا خمس ساعات فأكو عشر ساعات مراجعة فدخلت أني دار الزين ما أعرف يعني أجهل بشكل فعلي لجثث شون صايرة وكذا والقطع سبسيمنز أجهل بشكل فعلي إن هي شونو موجود بيها وكذا ما شايفها قبل بس آني دارس نظري زيين دارس نظري زيين بين مور وبين نتر ومستعد بأنه أروح أريد أشوف الجثث يعني هاي كانت الاستراتيجي مانتي وقتها أو كانت الخطة مانتي وقتها فدخلت ودرست التشريح على الجثث أو راجعت عمليا التشريح على الجثث يعني حسيت أنه أنا أعرف كل شيء أحتاج أعرفه وصرت أشرح للطلاب طلاب اللبنانيين وقتها صرت أشرح لهم حدود العشرين إلى ثلاثة وعشرين طالب وقتها كانوا يعني نص القروب مالتنا كانوا موجودين حولي وقاعدين إحنا راجعت سويا أنا قاعدة أشرح لهم وأني كان حرفيا أقدر أسمي إنه أول لقائلية وهي الجثث يعني ما كنت ملتقى بيها قبل يعني كنت كل دارس نظري بس درست العملي بعشر ساعات فقط فشنو رأيك أنت بهالحالة؟ ممكن أنه أنت تعتمد على فيديوهات الأجانب وعلى الفيديوهات بشكل عام الموجودة على اليوتيوب ومصادر التشريح والأطلس وحتى الريل أمينج أكو مصادر يعني هي ببساطة عبارة عن جثث يصوروها بالكاميرا ويخلوها يعني بكتب بها الطريقة فأنت قاعد تشوف الصور حقيقية فبرأيي أساساً الدراسة على المصادر وعلى الصور الحقيقية من هاي المصادر أفضل من مختبر التشريح اللي عدنا حالياً بجامعة الكوفة وأنا مسؤول عن هذا الكلام مشكل فعلي أفضل أولاً لأنه أنت بمختبر التشريح يعني إنه كل ست جثث أعتقد الموجودات هذا كل اللي قاعد تشوفها بس بالأطلس لا أكو كمية هائلة من الجثث أنت قاعد تشوفها قاعد تشوف أمثل عنه واي جثث ومن منظورات مختلفة يعني different views وهذا اللي أنت محتاجه فأنت بالأطلس ما قاعد تدرس بس هاي القطعة من اللحمة اللحم شنو اسمها لا وإنما أنت حتى ال views قاعد تفرق عندك حيث أنه أكو كأنه عمل مسبق أنت لازم تسويه من تروح مختبر التشريح مين تشوف هذا ال structure فهما مشتغلين قبل يعني ومن طيق الخطة اللي أنت لازم تتعرف بها على القطعة البشرية بس مع ذلك أكو نقطة مهمة لازم تأخذها بنظر الاعتبار أكو دائما يعني نقطة أنت لازم تراعي مع الأسف عدنا بنظام الدراسة بشكل عام بالعراق أنت لازم تراعي فكرة أنه أنت لازم تنجح ولازم تراعي فكرة أنه أنت لازم تتعلم مجرد أنه نجحت مو دائما يعني أنه أنت تعلمت مع الأسف فأنت على الرغم أنه تدرس بالمصادر بالأطلس وتدرس على اليوتيوب فيديوهات الأجانب وتظر اللي أنت تريد تستخدمه بس مع ذلك أنت لازم تتعرف بشكل فعلي على الجثث الموجودة عندنا لأنه محتمل كنا هنا تركيب مختلفة عن اللي أنت شفت هذه المصادر شوية مو هواي لا تروح بالك بعيد مو هواي تماما مو مفضائيين بالنهاية لا وإنما محتمل بالتحنيط صار فاتخل المعين فخل النيرف الفلاني يطلع على المسارة ويروح باتجاه ثاني ويبقى يعتبر أنه هو هذا النيرف الفلاني فهذا طبيعي لأنه الطبيعي المفروض التجثة المفروض تمسكها ستركتر تمسك بيدك ومن تمسك بيدك تقدر تحدد بشكل فعلي هو نيرف باين آرتري هذا كله يعني إلى هميتها يعني ما ينفع أنه أنت بس تشوفها وتعرفها خلاص لا أنه هم تحتاج تلمسها السؤال اللي وراء النسيان شون تعمل وين النسيان كلمة ورد غطاها حل أسئلة هواية النسيان رح تقدر تواجه بشكل قوي بسلاح قوي حل أسئلة هواية ممكن تكون هاي الأسئلة ببساطة أنه مصادر كيسات وعلى هاي الكيسات أكو أسئلة ممكن أسئلة للسنوات السابقة ممكن نقاش بينك و بين زملائك أصدقائك طلاب من سنوات السابقة يعني أكبر من عندك أعلى من عندك هذا كله ممكن يعني يخليك تقاوم النسيان بشكل جيد المراجعة جيدة بس بصراحة أحل الأسئلة هم يعتبر جيد ممكن حتى أفضل ببعض الأحل من المراجعة بس بصراحة دائما أحب أستخدم الطرقتين اللي هو أراجع بشكل جيد أول شي أدرس بشكل جيد بعدها أراجع بشكل جيد وبعدها أحل أسئلة بشكل جيد محتمل بصير عدي فرصة وأناقش طلاب أو زملاء أو أصدقاء بشكل جيد أو حتى لوأسات إذا أحيانا نعادي شون التعامل ويتعدد المصادر وهنا أقصد بي مو الكتب يعني الكتب هي تعتبر مصادر بس هنا من نقول مصادر المعلومات مصدر ممكن يكون المصدر محاضرة ممكن يكون فيديو ممكن يكون كتاب ممكن يكون من البابمت أو من أي ويب سايت تجيبه فمشكل عام هاي كلها تعتبر مصادر فشون تتعامل ويتعدد المصادر أكو طريقة مثلة وأكو طريقة يعني تمشي الحال طريقة المثلة أنه تسوي مخططات تسوي تلخيصات ملخصات إليك أنت خاصة بيك دفتر خاص بيك أنت تحط بي المعلومات اللي أنت أخذتها فيصير هذا الدفتر بالنسبة لك هو المصدر الأساسي إليك هاي الطريقة المثلة بس هاي الطريقة بصراحة تأخذ وقت وطراحة أحيانا أحيانا تشتت أحيانا أنا بالنسبة لي أحيانا تشتتني هاي حالة مثلة أوكي بس مو دائما تكون مثلة إذا صارتك تشتت مرها تصار مثلة الطريقة الثانية أنه أنت تتعامل مع الموضوع لأنه أنا عندي مادة معينة عندي أسئلة معينة أريد أجاوب عليها من أدرس هاي المحاضرة أو أدرس هذا الموضوع سواء درسته بمصدر درسته بمحاضرة درسته على اليوتيوب المهم أنه أنا عندي أسئلة بدماغي أريد أجاوب عليها هاي الطريقة بصراحة صعبة ومسهلة لأنه تحتاج شخص أوريينتد يعني موجه يعني يعرف شي سوي يعني عده مهارات تمام وبصراحة يعني هو منكم لسا ما وصل لهاي المرحلة بس هاي الطريقة اللي تمشي الحال حاولوا تتدربون عليها لأنه عن تجربة أشوفها من أحلى الطرق بالدراسة وبعد ما يفرق قدك التوين تدرس ما يفرق قدك حتى لو أنت معلومة يعني قبل هاي آخر مادة درستها آخر محاضرة حضرتها أو آخر مادة درستها درستها بالمصدر حضرت محاضرة الدكتورة الدكتورة شرحت أكو كانت شغلة أنا ما فاهمها يعني الـ هاي كانت موضوع المحاضرة الـ ليش تصير من الأساس أعرفت أنه هي بصراح هذا المصطلح بعد ما أمتكد من عندها أنه هي تعتبر autoimmune disease أو لا مو كلش متأكد بس هي immune reaction من الأساس autoimmune مو autoimmune ما أدري بس هي immune reaction immune reaction ضد الـ أو ضد covering ما للبيبي بهالطريقة هذة اللي فهمتها من الدكتورة بس هاي المعلومة كانت ناقصتني هاي المعلومة ما كانت موجودة بشكل جيد بالمحاضرة ما كانت موجودة بشكل جيد بالمصدر أخذتها من اللسان الدكتورة فهنا نتعدد أتعد المصادر بس أنا oriented أنا عندي موضوع أو عندي سؤال أريد أجاوب عليه الإلكلامسية شون تصير باتفزيولوجي مالتها فهمت الفكرة من تكون oriented ما يصر عندك تشتت بعد أنه لو درست بألف مصدر هاي النقطة خليها بالقالك وهاي آخر فقرة من هذا الفيديو بالنسبة للطلاب المعيدين أعرف يمكن أنه راح يجيكم الكلام متأخر بس أنا متأكد أنه راح يكون جيد بأنه تسمعوا حتى لو كان متأخر حساسا هذا الفيديو متأخر هواي أنا اعترف بهالشي بس أعتقد وجودة أهم من عدم وجودة أو وجودة أفضل من عدم وجودة يعني حتى اللوجة متأخر فعادي بشكل فعلي مسألة الإعادة مو دائما سيئة نحكي هسا لوجك وبعدين نحكي بمسألة الشعور والمشاعر كالوجك مسألة الإعادة مو دائما سيئة حاول دائما بحياتك بشكل عام سواء كنت معيد ولا مو معيد ولا أي شيء يمر سلبي بحياتك حاول دائما تحول للشيء إيجابي ما قاعد يحكي هسا مسألة تنمية بشرية أو شيء لا بس بشكل فعلي من تحول للشيء إيجابي فأنت ربحت نقطين النقطة الأولى تخلصت من عندك شيء سلبي يعني حولت إلى إيجابي والنقطة الثانية ربحت لما حولت إلى شيء إيجابي رح يفيدك أعتقد أنه أغلبكم أو إذا مو كلكم أو مهم أكو أشخاص أكيد يعرفون قصتي أنا رح أدي أربع سنوات من حياتي هاي الأربع سنوات عدم وجودها حاليا نخليني مرحلة خامسة ولو كانت هاي الأربع سنوات موجودة ولو كان كل شيء ماشي طبيعي كان الثاني المفروض على ما أعتقد أنه مقيم دوري أي أنا يصبح المفروض مقيم دوري وبصراحة ما أعتقد حتى مقيم دوري أعتقد حتى جوز يعني لو كش ماشي صحيح بحياتي كان المفروض أنه أنا السفلر من أنت اللي المفروض سنة ثانية قام دورية وإمكان حتى سنة ثالثة ما حاسب إن زين لأنه جاوزت الموضوع بالزمان فما حد تحسب هذا أصلاً بس بشكل فعلي هذا هو الواقع فرايح من عندي هواية سنوات بس أنا أعتقد أنه كل اللي راح بمحلة محتمل جداً جداً كبير أنه ما كنت راح تشوفني اليوم لو ما كانت رايحة هاي الأربع سنوات محتمل جداً 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 أنه ما كان ممكن أكون بهذا التوجه بهذه الأقلية بهذا الوعي اللي أنا بي حالياً ما قاعد أقول أنه أنا عندي وعي هواية كل شيء وكذا ما قاعد أمدح بنفسي بس أقصد كمقارنة ما بين أنه تروح أربع سنوات بطريق معين بشي معين وبين أنه ما تروح كن كل شي معي شي طبيعي فبشكل فعلي أنا مؤمن بهالشي لأنه واجهته حالياً يعني هاي القناة وهاي المعدات السلي قاعد أشوفها اللي بصراحة أنه كلف بناء هذا الاستوديو هواية هواي وقت وهواي جهد وهواي صبر وهواي خطط هواي أفكار فما كان ممكن يكون عندي هذا الاهتمام يمكن لو ما كنت أعيد أربع سنوات وأكون أقطر كل واحد ما يحصل غير نصيبة فمحتمل نصيبك مو سيء بس أنت اللي مفترض أنه هو سيء حاول تفكر بطريقة أخرى حاول تشوف البعض من زاوية ثانية أنا بصراحة حالياً إلى حد كبير جداً راضي عن اللي صاروا إياي بشكل عام وبصراحة ما كنت راضي من فترة من كنت مرحلة أولى بكل يطب الكوفة ما كنت راضي عن وضعي وهذا أثر بشكل كبير بهواي نقاط بصراحة ما أنكر أن القناة ساهمت بشكل فعلي بأنه تغير لي مزاجي هواية نفسيتي فحاولت دائماً أن أحول الأمور إلى أشياء إيجابية استفادت من فكرة أنه أنا دارس بلبنان عدي معلومات فاستفادت من هاي النقطة نقدت الوضع اللي كان موجود وكان أحد طرق النقد هو أنه أسوي قناة وأشرح بيها بالطلاب لزملائي بفترات معينا كانوا زملائي وبفترات معينا حالياً هم هم زملائي بس أقل من عندي بالسنوات الدراسية يعني زملائي الجدد خلينا أتظرهم فبشكل فعلي ساعدني هذا الشيء كله شوائي ساعدتني أنه راحت أربع سنوات حسها راحت بمحلها بس ما كان ممكن تروح بمحلها فولة لما كنت أنا سامح بهالشي كان ممكن أنه أنهار وأصير أغلب الوقت أه لو يعني لم أستغلها صحيح كان ممكن أقول إنه أنا أصلاً هاي ما أأخذها أصلاً لدي يش بأخذها أصلاً هاي ما أأخذها صنديش مأخذها وأنا ألي خلق وما لي مازاج على الحياة وأنتغلق على نفسي وما أسوي أشياء إيجابية إلي بحياتي القناة مهما كانت الان يعني ترك اثر ايجابي ضد الطلاب ولا يزال موجود هذي الاثر الايجابي مهما كانت ترك هالشيء او سوي هالشيء تبقى هي ترك اكثر اثر او واضعة اكثر اثر عليها قبل اي احد ثاني اوكي فاني المستفيد الاول او الاكبر من القناة ها بشكل فعلي وما كان هذا الشيء رح يصير لو ما اني سامح بهالشيء لو ما اني رايدي يصير لو ما كان تفكيري وصل لاستنتاج بانه حاول مظلة تفكر دائما بالماضي ومشي لقدام تجاوز هذا الموضوع ومشي لقدام حوله الى شيء ايجابي بصراحة ما كان ممكن ينفع ما كان ممكن تصير هالقناة ابدا طيب اعنش انت بقرر انه نحتشان الامر العاطفية بالنهاية بالاول امور العملية بس صارت بالعكس مادر ليش مهم الامور العملية ارجع دائما للسنة السابقة وشوف انت ليش من قدر التنجح ممكن يكون الخلل يا اما بدراستك يا اما بداءك وقت الامتحان ماكو ماكو شي ثاني خلل بدراستك ممكن يكون عامل نفسي ممكن انت ما اعرف التدرس ممكن يكون واي اشياء فانت لازم ترجع للماضي وتعرف شون صار الخلل برأيي الشخصي ما ينفع انه انت تمر بشي معينة طبيعي يعني خلل نكون واقعين ومنطقين وصرحين الطبيعي انه المفروض تنجح مرة عليك السنة المفروض انت تتجاوز تروح السنة ثالثة ام ثانية مصحيح ما المفروض تعيد السنة الثانية او حتى لو تعيد الاولاء وتعيد الثالثة ما المفروض تعيد من الاساس هذا الطبيعي الواقعي الحقيقي يعني انت مناقصك شي يعني حالك حال باقي زملائك مناقصك شي فاكو صار خلل لابد انه يعني طالما انت مقدر تنجح فلابد صار خلل فترجع لهذا الخلل تشوفه شنه هو محتمل انت لسه ما شايفه فجوز يتكرر فلازم ترجع لتشوفه هو شنه هذا الخلل بالضبط حتى تحلى حتى تتجاوز حتى ما يتكرر لازم تسويه شي شي هين فل مؤلم صعوب مزعج ايه اصازم تسويه ما ينفع ما تسويه فما راح تشوف الخلل اللي سواء كان بدراستك خلال السنه ولا بادائك اوقات الامتحانات من تقدر تحدد وين بالضبط لنفرض كان بايام الامتحانات في وقت الامتحانات يصير عندك تشتد وتوتر وما تعرف ش تسوي واضطراب وقلق وخوف و هاي الامور كلها فلازم تحط استراتيجي معينة حتى تقدر انت تتجاوز هذا الموضوع اما اذا كان الخلل بانه انت طول السنة طول السمستر كنت مزعوج كنت مضايق نفسيتك مرتاحة ادك مشاكل معينة وما قدرت بالنهاية تدرس بشكل جيد حتى تنجح فهذا هماتين لازم ترجع له وتحله لا تتركه الامور هيتش انه انا درست العام فهس انا راح ادرس اقل واقدر انجح لا انت اول شي يشوف ليش انت مدجحت وبعدها اتجاوز الامور مرة ثانية مو دائما الاشياء السلبية اللي تصير لنا هي فعلا سلبية احيانا ممكن تحويلها لشي ايجابي كو كلمة مرة قلتها مرة واحدة مع شخص وحابس اقولها احيانا احنا نشكر بالعالمين انه خلصنا من مصيبة معينة أو مشكلة معينة اوفدي شي معين شان يزعجنا ويذينا بس احيانا كثيرة اللي يجادير بالشكر بشكل فعلي هو انه صارت المصيبة من الاساس او صارت المشكلة من الاساس او صار هذا الشيه اللي يزعجنا وليذينا هذا اللي كان لازم نشكر ربنا عليه بشكل فعلي احيانا طبعا مو دائما فخلي هالشي ببالك ودائما كن فايتر كمل يعني سنة واحدة ممكن شرح تفرق بصراحة يعني وبلفس الوقت خلي ببالك نقطة انت بكلية طب حتى لو ما كنت بكلية طب يعني خاف اللي يسمعون هذا الفيديو مو بكلية طب بغض النظر عن الاختصاص اللي انتقعد الدرسة هذا الاختصاص اللي انتقعد الدرسة رح يبقى عنوان حياتك لما تبقى من حياتك هذا بشكل فأي بالغالب يعني بالغالب هو هذا رح يبقى عنوان حياتك خلي تسولف على كلية الطب تحديدا حاليا فكلية الطب يعني من تروح بها سنة زيادة وتنصرف عليها سنة زيادة كلش فارق يعني اذا صرفت باتجاه انو اطور نفسي اكثر يصير ادي فيدباك على نفسي لانو الامتحان اكبر فيدباك افضل فيدباك بصراحة في بعض الاحيان فمحتمل يصير ادي فرصة اكثر بانو اطور نفسي عاني بكلية الطب يعني اساسا الطب السنوات به تنصرف بسهولة انت مثل اللي مجمع مليون دولار يريد يصرفهم على فتشي معين وخسر من المليون دولار اشرتالاف دولار اشرتالاف دولار مو شي مقارنة بالمليون دولار فتشي جدا كبير جمع عشرتالاف دولار زيادة واصرف ببساطة يعني هاي توصيل الفكرة يعني وقابل الامر بابتسامة تقدقني هذا افضل بكثير من الحالة المأساوية اللي انت بدخل نفسك بيها افضل بكثير وبلش تحط خطط تواجه بيها الامر بالتوفيق لكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة